اشتركوا في القناة كالمعتاد اليوم بشتغل على الصينية هذه مثل ما انتم شايفين هي عبارة عن الصينية على شكل مرايا باللون الفضي وايضا الساعة هذه ويمكن تتذكرون قبل اشتغلنا في احد اللايبات نفس الشي اشتغلنا على كانت المرايا هذه اشتغلنا عليها قبل سبوعين تقريبا وهذه كانت الصينية اللي معها كانت هذه المتيجة اللي عقبنا فهليوم حاببنا اكرر نفس الفكرة ولكن طبعا الطريقة مختلفة هذه طلبية حق عندي وحدة من الاخوات المفروض انها بتتزوج الحين فمسوية الطلبية هذه تمام خلونا نشوف اخر اللايب الاخير احنا شي اشتغلنا فيه بالضبط وبعدين بنرجع نبدلش اليوم في الصق تذكروا الستاند هذا من الكوبكيك اللي اشتغلناه الاسبوع الماضي وهذا شكله بعد ما جف الريزن معنا اوكي لاميا لاميا جراح نورتي اللايب اوكي حيا شاء الله لاميا سعيد كثير انش انت متواجدة معي اليوم طبعا ما انا الحين بس طلعت الفكرة يعني كنت بيشتغل شدي على الطلبية وفكرت قلت اوكي خلينا نشارك الناس الحلوة اللي متابعتنا فمثل ما انت شايفين هذا كان الستاند ما الكوبكيك اللي اشتغلنا اللايب قبل الماضي وهذا مال اوكي تبطل هذا الستاند اللي كان خشب اشتغلنا على شكل امواج بحر يعني النتيجة اعتقد نفس ما انا بغيتها فا اتمنى ان تكون النتيجة الشغل اللي احنا نسوي كون عجبكم انتوا بعد تمام الحين نبدلش الجد مثل ما قلت لكم ان انا رح اليوم اصب ريزن عندي على الصينية هذه بالاضافة الى المرايا اول شي رح ابلش فيه اا بالمرأة وحاب ان انا استخدم اليوم باستخدم اللون الابيض السايل وباستخدم عندي اللون التركواز باقض منه شي بسيط وعندي الالوان البيجمنت اللي هي حق الاشياء فوق البنفسجية عندي درجتين من الازرق عشان ابي التأثير يكون شفاف ما بي اغطي على المرايا وباستخدم اللون الفضي اللي احنا نستخدم حق بندهن فيه الاطراف قوالب الرزم ابي استخدم شوي في اللون اللي عند درجت هوائي قوية وباستخدم البودرة البيضة اللي الالوئية مع اللون الابيض شوي خفيف وحاب ان انا استخدم شغلة غريبة يمكن زيت السيليكون اللي كنت استخدم في لوحات الأكريلك بورنغ علشان يطلع للخلايا ويفصل ما بين الالوان اوكي قبل بس لا بلش بقول لكم شغلة يعني احنا خلو طبعا انا اكون اشتغل قاعد اعمل او شغلة يمكن ما اقدر اقرأ التعليقات بشكل كبير ما اكون مركز غير في اللي قاعد اعمل ولكن كالمعتاد ان بعد ما نخلص انا اعوض ان انا ابطل التلفون من الستاند وتشوفوني واشوفكم اي حد عند اسئلة واي حد حتى تعليقات ان شاء الله راح اجاوبكم بس خاصة ان اليوم في الشغل هذا لان انا راح اصب ريزن في الصينية ويحتاج ان اترك ها شوي تجف ممكن مدة ساعة ربع ساعة ريزن عشان ارجع اصب الالوان مرة ثانية فبيكون اليوم ان شاء الله عندنا وقت فاضي شوي بنقدر نسولف فيه اكثر يعني مو مثل كل مرة فبتمنى انكم بس تأثروني الحين انا ببلش اخلط الريزن انا مخلط احني عندي الريزن النوعية هذي اول مرة اليوم استخدمها اليوم وصلتني الطلبية هذي عاد بشاير اللي قلت لكم خلاص ان شاء الله خلال فترة قريبة ان بنبلش فيه الريزن هذا نسبته واحد الى اثنين فانا ما اخذ 150 جرام من الريزن وما اخذ 75 جرام من مادة المصالة وخل اراويكم درجة شفافية الريزن يعني المورد لما انت وصلت معه قبل لاخذ الطلبية هو مدحلي فيه قال ان شفافيت حيل مبتازة وهو نوعية امريكية كريستال ما فيه فقاعات وهذا الشغل الوايد لانتظرون اغلب الاعمال اللي انا اشتغلها تحتاج انها تكون درجة شفافية عالية وهذه المادة المصالة طبعا هذا الريزن هو اللي انا ابيع ان شاء الله هل بيكون متوفر عندي في الستور فالهذا قاعدين نسوي دعاية بالمناسبة يعني فانا هني بحط المادة الريزن مثل ما قلت لكم انا ما اخذ 150 جرام من مادة الريزن لا البداية مشجعة ان شفافية الريزن يعني مثل ما قلت لكم اليوم انا مستلم الطلبية فيعني خلنا نقول متحمس حيل وان شاء الله اتمنى النتيجة تطلع مثل ما انا ابيعني فحتى ما ميد يعني بصراحة ما عندي صبر ان انا انتظر مثلا حق الويك اند عداة انا اشتغل في الويك اندي يعني عندي دوام وخلافة بالاضافة الى التجهيز حق الستوري يعني ما اخذ من وقت كثير والشحنات اللي قاعدة توصل من برا ف يلا خلوه نبتدي بنخلط الرزل وكالم اعتد عندنا المقروض ثلاث دقائق اوكي لان الثلاث دقائق نخلص ممكن ان انا اشوف التعليقاتكم اوكي لاميا لاميا اتوقع قاعدة تبحكين الحين يس 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 على فكرة لاميا جراح يا جماعة هي مختصة بادارة تكبير الحسابات السوشيال ميديا وهي اللي مسكتلي الاكاونتات مالي كلهم بامانة لاميا يعني ما قدر اقولش كثر انا متعبش معي وهي ماسكة ايضا حساب المخرج مأمون علوان والمصممة العالمية هويدا بريدي ايضا ماسكة حساباتهم وقاعدة تشتغل معهم ياطش الف عاميا عافية لاميا اوكي اريد اشتري كل الادوات بكم وين اوكي بالنسبة حق الادوات شوفوا انا سويت شغلة الحين بديت اوفر انه لهو البوكس حق المبتدئين لان لاحظ انه وايد اشخاص ايه لاميا البيت بيت اش لاميا انت تجاوبي انت مننا وفينا يعني انا ما عطش توكيل رسمي انش انت تجاوبي اي اسئلة او اي استفسارات يالله خلينا انش الدور مديرة اعمالي يالله ولونش يعني اكبر من كذا قدرا اوكي فانا لاحظت ان كثير شباب قاعدين يراسلوني وبنات يعني انهم يبوني يبلشون في الريزن ولكن يقول احنا ما عارفين نبي الادوات بس ما عارفين فانا سويت هذا الشغلة اللي هو بوكس ان يكون عبوتين من الريزن والمصلب بالاضافة الى تمين مثلا كوسترات من قوالب السيليكون حق الريزن مثلا صحن او صحنين من الخشب العصي الستيكس هذين اللي حين نستخدمهم الاكواب الشفافة الالوان الكليتر يعني بشكل مبدئي للشخص عشان يبلش يقدر انه يبتد فيه ومساوينها عبارة عن مجموعة باقات يعني حتى نتوني كنت اتواصل مع واحدة من الاخوات عن نقطة هذه فانا عطيتها خيارات وقلت لها شوفي انت لان انت سواء شلتي شي او زدتي شي طبعا بيخلت تلف معاش السعر هذا بالمسبة حق الناس اللي تبي تشتري ومو عارفة بالضبط شلون تبتي يعني انا سهلت عليكم انه يجيكم بوكس في الاغراب هذه وان شاء الله قريبا انا نفكر انه ممكن حتى كنت تناقش امس مع لاميا عن الموضوع هذا ان شاء الله بنسوي كل اسبوع مو بس علشان نشغل سواء الرسم الاكريليك البورينغ او الريزن لا ان بنسوي سوالف فنية مثل يعني جلسة شريفة فنية سوالف اللي تبقوا تستفسرون تبقوا تسألون اي استشارة اي شغلة وان شاء الله بيكون في عندنا مصابقات ايضا بيكون بنسحب على ثلاث اشخاص بيكون الجوائز عبارة عن ادوات خاصة بالريزن ان شلون تبلشون فيها تمام حياكم الله متابعين التيك توك ومتابعين الانستغرام الشبكة ضعيفة والله يا اخي او يا اختي اذا كنت من عمان مهما ومش بصراح احنا الشبكة عندنا يعني عندها كورونا يمكن لامية حتى لما نتكلم نويا دائما نقول هالعبارة الشبكة عندنا فيها كورونا والمفروض يعطونها تطعيم انا الحين الريزن صار جاهز معي فببلش الحين اخذ كميات اصغر علشان الالوان فانا قلت باخذ اللون الابيض وباخذ اللون التركواز واللون الازرق واللون الازرق التاني وباخذ اللون الفضي طرح احتاج اذا ان انا اقسم على خمس مجموعات الشبكة تقطع الله المستعان خلوني بس تولي حال شباب بس انا حركت الواي فاي علو عسى ان هذا يفيد شوي فالحين ببلش انا اخذ كميات من الالوان من الريزن عفوا حق تخليط الالوان ما باخذ كثير لان انا اغلب الكمية عندي تكون شفافة بشوف بصب اول طبقة على الصينية وبشوف اذا احتجت فاخذ من هذا قبل لا اخلط في الالوان لان مثل ما قلت لكم احتاج معي شوية وقت لا تدرون ما بيكفي فمعنا تخلوني ابلش اصب ونشوف اذا احتجنا على اساس ما نرجع نخلط مرتين يعني كذا كذا بيكون عندي وقت فاضل تمام هذه الصينية اللي بنشتغل فيها مثل ما لما يكون عندكم الكوب السيلكون قبل لا تصبون يعني مشون لولاعة بشي بسيط شذي بس لان اذا كانت الفقاعات موجودة حتى ولو بكمية بسيطة لان ما كو ريزن على فكرة بدون فقاعات يعني ان يقول ريزن بدون فقاعات هاي قاعد يقصع عليكم هو ممكن يكون قليل كمية الفقاعات تكون الأقل يعني ماشي اوكي فانا الحين اللي بساوي ببلش اصب طبقة خفيفة من الريزن الشفاف طبعا عندي الصينية العمق البرواز من المراية منخفض معالي وانا ما بيارفع الريزن كثير اوكي ما ادري ش اللي صار بالطبط اعتقد ان الشبكة جماعة سيئة للغاية عندي البث في الانستغرام فصل اوكي رح ارجع اشغل مرة ثانية اللايب بس ثواني التكتوك فمنوني البث عدكم واضح ولا نفس الشي نفس اللي صار في الانستغرام ولكم باك حق الموجودين معك الانستغرام الشبكة مثل ما انت قلته فعلا الشبكة اليوم وائد سيئة من زين انا هذا صبيت طبقة من الريزن الشفاف مثل ما انت شايفين وبحاول انا اوزعها في قاعدة الصينية علشان انما ابي طبقة تكون عالية كثير لان رح ارجع اطبق عليها الالوان مرة ثانية وما بيت ارتبع كثير لأ خاصة ان هي صاحبة الطلبية بتستخدمها كصينية أطور لان هي مثل ما قلتلكم في البداية بتتزوج الحين ورا العيد مباشرة فبتستخدمها كصينية أطور يمكن العادة هذه موجودة عندنا في عمان وموجودة في دول خليج اكثر شي ان تكون صينية يعني شكلها حلو شديد تكون مخصصة حق الأطور يعني هذا طبعا النساء يساوون هالسوالف خليوني الحين ببلش أطبق النار مبدئيا قبل لأطبق النار يعني إذا تشوفون ما دري ببين عندكم للحين فقاعات تقريبا ما بيأقول zero ما بيأقول ما بيأقول أن ما يكون فقاعات عندي يعني شي بسيط يعني مثل ما يقول نفس راس الدبوس شي قليل جدا فهذه البداية مشجعة إن شاء الله أن الريزن يطلع بالجودة اللي أنا متوقعها يعني طبعا أنا ما أقول شي ذي عشان الريزن بيكون متوفر عندي في مالي يعني أنا في النهاية أنا فنان متاجر فلو نوعية سيئة ما برح أبيعها إن شاء الله حتى لو شو ما كان يعني يمكن مباين عندكم أنا بحاول أقرب الصينية طبعا أنا ما أقدر أحرك ها كثير يعني أنا على الجنب تشوفون ما راح تفرقون إن أنا ساكب عليها ريزن يعني بعكس المراية الثانية الصفرة هذه الذهبية لا مبين إن في عندي مثل نقاط شذي فلا أنا حبيت النتيجة بداية تمام أنا مثل ما قلت لكم أنا راح أحتاج عندي ربع ساعة ثلاث ساعة للمنرز شوي شد حيلة فاللي بسوي الحين يا جماعة أنا راح أرفع التليفون أوكي أو عسى بس ما أوكي الحين عذا أنا فضيت لكم هاي حياكم الله أوكي خلينا نشوف إذا أحد كاتب تعليقات ونبتدي نرد نقطي الناس حقها أوكي لإنستغرام عساس الناس طلعوا لما قطع البث والحين يرجعوا مرة ثانية خلينا نشوف أوكي أوكي ممكن سؤال بو 108 حياك الله بكم تبيعوا الريزن يعني الكيلو بكم هيتبيعوه مع المصلب إيه حبيبي ماكو ريزن إيه بدون مصلب يعني أو أختي ما دري يمكن يطلع مثل ما قلت لكم هذا الريزن هو اللي متوفر عندي اللي بيكون متوفر عندي في الستور نسبة الخلط 2 إلى 1 مثل اللي أنا استخدمت الآن بالنسبة حق استفسار على الأسعار أو حبي تعرف وش اللي متوفر بالضبط حياكم اللي تواصله معي على الخاص ما شاء الله الشغل برفكت أوكي الله يسلمش يا رب وأعتقد إنها بنت مثل مبتدئة أي كل مبتدئ بيصير فيهم الأيام محترف يعني فهي للشيوم أكيد بتصيرين في المستوى اللي أنت تحلمين فيه مساء الخير زمرودة المعمري أوه طلعت من لهل حياش الله زمرودة أبي أتعلم إيه حياش الله أنا حاضر أنا عندي على قناتي على اليوتيوب اللي هي عماني أرت ترينز نفس النك نيم عندي هني التك تك والانست جرمان إن شاء الله بس قرأت الاسم هاي حير نزال عندي أكثر من 60 فيديو هو في الأكريلك بورنغي يعني فيديوهات تعليمية أغلبها في بعض أن أنا أشرح بصوتي في البعض لا أكون كاتب يعني شنو قاعد أسول بالضبط فإن شاء الله الحين الفترة هذه عندي كثير فيديوهات ولكن ما عندي وقت أنه أنا أقعد أشتغل عليهم على المنتاج فحتى الحين صرت يعني أصور الفيديوهات بصوتي مثل ما أنا قاعد أسوي الحين لأن قاعدين نطلبون حق الدورات طبعا أنا كنت أسوي دورات قبل الحين صار لي شهرين أو ثلاث شهر موقف إن شاء الله على الشهر القادم ببلش في دورات الريزن إن كثير وايد عندي جماعة قاعدين يتواصلون معي سواء من داخل السلطنة أو من خارج السلطنة على أساس يبون يشتركون دورات الريزن فحيا شاء الله زمون الرذل مع مرك يلا بسرعة كوكي كوكي 992 أوكي يا أنا شايف البروفايل هذا شي لإعلاقة بالين أو شغلات مثل هذه تخريبا له واضح واضح الريزن بيصير يابس في الأكواب سير كبة لا حبيبي بقول لك شغلة أنا براويكم بشغلة خلنا نسوي تجربة طبعا الريزن صاير مثل ما تشوفون يعني أنا من مثل خلطة ففعليا الريزن الثاني ما يكمل 10 دقايق يمكن بيكون جاف تشوفون السيولة تشوفون صاير خلنا يحرك الكوب يمكن يوضح أكثر مثل ما صاير بعد للحين ولو جاف معكم مثل مع تكلمتنا قبل في الموضوع هذا نحن نستخدم الهيتر أوكي كوشي 2531 انستجرام حياك أو حياش صورة بنت حيا شاء الله فلو جاف الريزن أبي راويكم التجربة فعلية إحنا شنسوي لما نسكب الريزن على الخشب يضغمق شوي طبعا نشوفي مثل أنا لما اشتغلت على الخشب بالستاند هذا لراويتكم الحين مع الكابكيك المفروض ان نستخدم مادة الجيسو دعنا راويكم حتى وانا حاط هذا أوكي هذه مادة الجيسو طبعا هذه النوعية المتوفرة في السوق في أغلب تقريبا كل دول الخليج مادري يعني كانها مكرر الدراسي عندنا فمادة الجيسو هذه أوكي مثل ما انت شايفين ما واضح طبعا في التصوير بس يمعجون أبيض لأنهم أصلا يصنعون يحطون جبس ويحطون بودرة أبطال أو يحطون المشا وتقدرون أنت تصنعون في البيت إذا حاب بس طبعا ما بيعطي نفس النتيجة أكيد 100% يعني في البعض يحطي غرة ويحط الغرة الأبيض مع الخشب شوفون شو اللي صار الحين معي لما انفتحت العلبة طاح فوق ريزن فراح أحاول أشيل شوفوا كله منكم ما جمعون لسأل عن موضوع الخشب نزل شوي يعني الأبيض هذا لما انفتحت الحين ما لدي نزل شي بسيط فخلوني بشيل فبس يعني اللي كنت بيقوله إن الخشب المفروض أو إذا حد يابي مثلا ممكن يعطي طبقة ريزن شفافة خفيفة طبقة خفيفة يعني ما مات يا واحد من اللي يدوب إنه مجرد قعد يدهم أو لو مستغني عن فرشة رسم ما يبيها ممكن إنه يدهم طبقة ريزن الخشب وبشذي هو عطاه عازل يعني الريزن ما كوي يعني يستخدم أصلا حق لبيوت علشان المطر يعني يكون عازل قوي جدا يعني فبالطريقة هذه إحنا رح نضمن إن الخشب عفوا ما يتشرب معنا الألوان وبعدين في شغلة يعني الخشب اللي أنا مشتغل فيه هو ستاندي وباع يعني أصلا معالج من قبل ومع طيور نيش ماد عشان يكون الماء والخلافة لأن رح ينغسل يعني مثلا عندي في المطبخ صيان من الخشب تنغسل ما تنغسل ما يدش لأن هي معزولة يعني هذا معزولة بالكامل ففرق لما نجيب خشب من السوق يعني وإحنا قاطعين ومستخدم أوكي أوكي حياكم الله أي حد دشأ الحين عن وردة أوكي كمال أوكي خلونا نكمل نشوف باقي اللي كانوا قاعدين يسأله أوكي الخشب عرفنا حبيبي كمال شكرا 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 يعني كإني مساويت ورني شصير يعني هذا اللي أنا عقصده لأن شوفوا حق الأكريلك بورين خليني برا معيكم شغلة شوفوا النوعيات هذي كلها ما بيكون واضح خلوني أرجع ورش خلي ورا لكم أوكي مثلا هذا نوعية ورنيش وهذي نوعية ورنيش ثانية أو بولش مثل ما تسرمونها وهذي نوعية ورنيش وهذي نفس الشي نوعية ورنيش مختلفة وهذا ورنيش سبري وهذا ورنيش آخر تمام الفكرة من الورنيش هذا نستخدمه مع الأكريلك بورنج في اللوحات أنه بعد ما أخلص رسم اللوحة أن أسكب عليها طبقة من الورنيش على أساس أنها تكون طبقة عازلة حق اللوحة تحميها سواء ماي أو غير طبعا اللوحة ما أبطيع عليها ماي لكن هي الفكرة أنه أطيها طبقة وأصلا أنا بدايتي مع الرزن قبل ثلاثة سابع تقريبا مبلش أنا لما انشرت الرزن كان أبي أطبق على اللوحات يعني أساسي أطيها مثل طبقة شفافة أقرب للزجاج شذي بتعطي لمعة وتعطي رونق لأنني جربت عندي لوحات كثيرة لما أعطيها طبقة من الورنيش اللماع مو المضفي أنها تعطي للوحة شذي رونق تحسوا اللوحة فخمر يعني لو فهمين قصلي فهي نفس الفكرة أختي أنه إحنا لما نستخدم ممكن نستخدم مثل ما قلت مادة الجيس ولكن لا أعرف مادة الجيس وهذا لو تحطين كامل ألوان مع الرزن سوف يكون الموضوع لا لدي مشكلة لكن إذا تابعين الخشب جزء منه مبين أو تابعين ألوان تستخدم الألوان البقمنت مثل هذه مثلا هي ألوان شفافة أصلا فأنت هنا ما راح يسعف فبس مثل ما قلت تسوين طبقة تسوين طبقة من الرزن الشفاف بأي ثرشة أو حتى بالستيك الخشب هذا ممكن إنش تساوينها بس مجرد أني أنت قاعدة تمسحينها تنج قاعدة تلمعين مثلا شغلة قطعة أثاث أو شذيف هي بيكون معاش النتيجة أعتقد أنها بتكون جيدة أوكي وش معنى المرك المرك مادري بلعماني يعني ولا شقضك أوكي هذا أخوي مطعم شي سمونا خالد حربية أو شي سموه هذا ممكن ترح تسئله أو تشوف شيف بوراك أحسن الأعمال اللي تسوينها تسويهم تبيعهم أي يعني قبل لا ما كنت بيعهم كنت شوية يقول لا لوحات هذه مثل عيالة وشيذي لكن خلاص الحين طبعا بلشت أبيع وجاتني طلبيات خاصة الريزن يعني وطبع فريستور إن شاء الله بس من يجهز أيام تمام إن شاء الله لوحات بعد رح تكون موجود سوري وضحكة يلا الله يديم عليكم من الضحك إن شاء الله تمام الريزن بلش شوي بلش شوي نوعا ما يمسك نفسه بعد يعني ممكن 10 دقايق تشتري ولا شي وأبلش الصبع اللي مباشرة ولما نزل التليفون عشان نرجع أكمل شغل براويكم شلون صاير الصينية ما كإن صاب عليها شي لأن فعلا الريزن يعني المورد فعلا كان أمين لما قال لي إن النوع هي منتازة حياك أو حيا شاء الله نورتي أوكي في أحد فيكم الموجودين اشتغل قبل في الريزن أحد يعرف أحد اشتغل في الريزن هاي جرمان ما عارف أقرأ الاسم شوي التليفون بعيد بعد الكبر نزل بس على هاي حياك أو حياش أوكي ما لأحد فيكم عند ميون فنية أحد قاعد يشتغل في أي نوع من أنواع الفنون فنون تشكيلية بصفة عامة نحت خلاف الريزن أحد تجرب الريزن أو يعرف أحد قاعد يشتغل في الريزن مثلا في البيت عندهم نحن عندنا هنا في سلطانة عمان الآن هبين حيل في موضوع الريزن يعني ما أدري بس فعلا يعني حتى اليوم أقول حق سكرتيرا عندي في الدوام أقول ها شوي شوي عندنا في عمان يوزعون الريزن عبوة كل مواطن نفس رمضان لما يوزعون لبن وحزت الفطار يعني الناس اللي راجعين من مكان أو شريف السعير تحصل وقفون ووزعون لبن والتمر أقول شوي شوي بيوزعون الريزن عندنا في عمان ببلاش أو بيصرفون الحكومة عبوة ريزن ومصلب حق كل مواطن يالله ما عليه فحتى هي تقول لي لو أعطوني بي بي بملك مو مشكلة تمام أوكي الريزن الحين أنا اكتفيت فراح أعدي الستاند التليفون وأرجع نكمل اللي بلشناه قبل شوي أوكي خلوني عند أراويكم تشوفون المراية ما كأن يصاب عليه أي ريزن يعني من درجة أنه فعلا الريزن نوعية شفافة ونوعية ممتازة أوكي الحين على السريع أنا راح اكتفي بالألوان هذه ما راح أخلط يعني ألوان زيادة ممكن أن أنا أخذ شوي من هذا لأن مثلا الفضي أنا ما بحتاج منه كثير فأنا بحتاج شي بسيط كمه بسيط حين ممكن أخذ من هذا شي بسيط وعلى السريع تشوفون الريزن للحين بعد ساير هو بلش يسخن معي التفاعب الكيماوي بلش الأكواب صارت صاخنة ولكن بعد الحين فالحين ببلش أن أنا أخلط الألوان مباشرة أوكي الكمية الأكبر أنا أحتاج أن أنا أخلط معها اللون الأبيض هذا الكوب اللي أنا بخلط معاك كمية الأبيض بأخذ كمية بسيطة لأن أنا ما أبيض عميق أنا أبيض يكون في نوعا من الشفافية كنت بس تخدم لون باقمنت ولكن الباقمنت شفاف أكثر من اللازم وأنا يتراوال أبيض ممكن يكون مناسب حيل لدرجة الكثافة مالة اللون هو مثل ما قلت لكم موضوع فكرة أن نحن نسوي الفيديوهات كل سبوع يوم مثل ما نقول دردشة فنية هذي تابعون تتعرفون أي شغلة خاصة بالريزل أو خاصة بالرسم الأكليليك بورنغ إن شاء الله بيكون في فيديو حتى قبلها وممكن بيوم يعني بخبركم بالضبط أي حزة أن أنا بأطلع تمام والحين اللونين الباقمنت اللي أنا تتكلمت عنهم رح أخذ الدرجة هذه أوكي هذي يبينا فتح بعد قبلها لا تبطلت الغطة كامل أوكي ما رح أخذ كثير رح أخذ ممكن مثلا ثلاث قطرات وبعدين أشوف إذا احتجت زود عشان هم نفس الشيء أنا يعني ما بي أنا استخدمت الباقمنت تحديدا عشان أهي ألوان شفافة وتستخدم عادة حق المجهرات والكريستالات والتحف يعني بكثر شوي ممكن حطي بعدني ثلاث قطرات ونشوف الدرجة شلون بتطلع أنا يتراوالي إن شديد يكون كافي طبعا كالمعتاد إننا نحاول نمزج بشكل جيد جدا علشان نضمن إن اللون ما يكون في الجوانب أو يكون في القاع بعدين يسوي معنا مشكلة لأن تأثير هي سيئ جدا لما تسكبون تحصلون أماكن فيها لون أماكن إنها تكون بدون يعني هم نفس الشي رح أخذ خمس قطرات وأشوف إذا احتجت أكثر أوكي لون الأزرق هذا وصف للدني يعني رح أخذ بعدين ممكن نقططين شذي ويطر آوالي خلاص ما رح أحتاج أكثر الكمية هذه تشوفون هذا لما أقول لكم الريزن بعد الحين سيولة فيه بس أنا أريد جمد شوية براويكم التجربة التي قلت لكم عنها قبل شوية تمام وهذا اللي قلنا بناخذ فيه تركواز هذه ألوان كريمية تركواز يعني شايفين الدرجة اللمعة اللي فيه وائد حلوة رح أخذ شي بسيط حين لأن أنا ما بيكون نفس الشي اللون الآميق يعني أبي تماشا مع اللون الأبيض شذي تقريبا في درجة الكثار حلو ممتاز ما رح أحتاج أكثر هذا وخلاص تشوفون هذه درجة اللون اللمعة اللي فيه بعد وائد حلوة حتى لو إني ما كثرت يعني من وهذا اللي قلت لكم رح أخذ كمية بسيطة حين من اللون الفضي اللون الفضي يحتاج أنا أقلب كمية بسيطة حيل من الريزن تشوفون هذه النوعية اللي أنا استخدمتها في مال كوبكيك فأنا ما رح أخذ شي بسيط يعني تشوفوا الحين خلاص هذه المفروض ما فيه شي ولكن يعني حتى لو كانت كمية الريزن أكثر بيعطيني درجة تشوفون درجة اللون شلون صاير يعني الفضي لون معدني فدرجة وايد حلوة أوكي تام شايفي بنزله شوي أحس الفضي الكمية أقال أنا ما رح أحتاج كثير يعني أحتاج شي بسيط ولكن أوكي يعني ومثل ما سوينا قبل أن نار على أساس الفقاعات معنا على السطح هذه تطلع ولو طبعا يعني ما بصب صب عميق وبالتالي ما رح يعني تشكل لي مشكلة موضوع الفقاعات كثير يعني أقدر أنا أشيلها ولكن بس أوكي وأنا قلت لكم قبل شوي أنا بحطي مع الأبيض اللي هي البودرة المتلك اللون اللؤلؤي ورح أخذ كمية حيل بسيطة بعد يعني ما بي كثير أوكي رح أزود شي بسيط بعد خلص شدي أنا ما رح أحتاج أكتر يعني البودرة المتلك هي طبعا بودرة معدنية معدن يعني مثل المعدن المطحون فلما نحطيها مع أي لون تحول طبعا تكون قاعدة تأكيد مش مائية يعني أنا جربت أخلطها مع الأكريلك اللي يقول لكم إن ينخلط مع الأكريلك قاعدين نقصون عليكم لأن أنا شفت حد قبل يتكلم يقول ممكن مع الأكريلك ما يذوب لأن الأكريلك قاعدة مائي وهذا يختلط مع الزيت فقط يعني فالريزن هو قاعدة أصلا مادة الريزن نفسها فإن بعد يختلط مع تمام الحين أنا خلصت طبعا مثل ما قلنا هني الريزن الشفاف فأنا ش اللي بسوي ببلش الحين أخذ اللون الأزرق الغامق أوكي وأنا مفكر أني أنا بيسوي مثل طبقات البحر شلي ألوان خفيفة مثل ما قلت لكم شفافة مع الرزن الشفاف بحاول أنا ندشش هم بعض بعدين بالهيتر فمفكر أسوي بالطول ومفكر أسوي بالعرض ولكن تدرون بشتغل بالعرض أفضل أحس بتي الألوان أفضل شكلها شكرا تمام هذي اول طبقة معنا اللي كان اللون الازرق الغامق البيجمنت والحين راح احاول اطعم باللون التركواز اللي استخدمنا فيه الالوان المثلك ايضا يعني بحاول اوصل قدر مستطاع للزوايا طبعا ما بيطلع اللي الريزن واللون يطلع اللي على المرايا اساس ما يقرب للشكل يعني لو الريزن شفاف اوكي ما بيكون باين كثير يعني خلاص انا راح استخدم كامل الكنية يعني ما يحتاج ان انا اخليها طبعا كل مرة انا اتكلم فنقف ان المفروض اللي نلبس كماما لما نشتغل بالريزن ولكن بصراحة يعني ما لها الدرجة يعني نحس نوع من الرفاهية او نوع من الدلع يعني تمام والحين باخذ اللون البقبنت اللي هو الاخضر الازرق الفاتح وبصبه بعده حاول ادشتشة مع اللون هاذا اللي كنت حاطه قبل طيب الحين باستخدم اللون الابيض ما باستخدم منه كثيرا الابي مجرد يكون عبارة عن خطوط شلي طولية خفيفة تمام تشاط شي بسيط حيل يعني انا بيدخلها بس علشان يعني يعطي تأثير انا يكون ماشي مع لون الصينية الاصلي يعني تمام انا الحين راح اكتفي راح ابلش اشتغل بالهيتر ونشوف شو نتجة لتطلع معنا وبنان على نشوف لو نبي زيادة يعني بزيادة الاشتراك راح ازيد شوي من اللون التركوازه وتام عندي شي بسيط ممكن راح حاول اعنزلة يعني حسيت الدرجة طالع حلوة معي فممكن استفيد باي كمية تامة قدر المستطاع يعني لاصل ما تام شيء شوفوا لما قلت لكم قبل شوي لما الريزن يعني هو بعد ما جامد ولكن ابي شوي يسيل باستخدم الهيثر الهواء الحار لمدة ثانيتين ثلاث بيرجع يسيل معي شوفون صار الريزن رجع صار بساهل مرة ثانية شوفون صار الريزن شوفون صار الريزن شirts شوفون الصacter شوفون صارار هنا على الأطراف بعدني بزيد اللون الأبيض اللي خلطنا معه بودرة اللؤلؤ المعدنية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تمام انا شدي الحين خلصت تقريبا الحين شو اللي بسوي صدقوا نسيت ان انا استخدم زيت السيكون قلتلكم ابي استخدم زيت السيكون مع الالوان ولكن في كل احوال ما راح كانت تمشي ليش لان شفافية الالوان ما راح كانت تفيدني كثير في الموضوع هذا يالله ما علي راح استخدم ان شاء الله في اعمال ثانية الحين لين ما رايزن معي يبلش يجف شوي بس دقايق لاني برجع استخدم عندي الكسر الزجاج هذا مثل ما انت شايفينه المفروض انه اسود ناعم درجة الشفافية مالتا عجبتني فبحطيها هني يعني تعطي انطباع مثل الصخور او مثل الرامل شديد فلين ما هو يخلص او يجمت شوي اكون انا خلطت كمية من الريزن كمية صغيرة ما راح اتهاج كمية كبيرة طبعا المراية يمكن ممكن ما اليوم نكملها ما ادري اذا انت تبوين نكملها خلينا نشوف شرايكم تبوين نكمل او انه نوقف تمام خلونا نبلش بس اجيب النزام اوكي طبعا اول شي نتأكد ان الميزان صفرنا يعني صار صفر اوكي لان في الريزن شغل الريزن تحديدا الموضوع حيل دقيق يعني انا الحين ممكن راح اخذ امية جرام من الريزن لا موقتك ابدلا اريد ادزول المسجات الحيل موقتكم يا جماعة فراح اخذ امية جرام من الريزن تشوفون درجة الشفافية واضح عندكم او لا اوكي انا صار عندي شوي زيادة حوالي تمين جرام بحاولنا انا انسل شوي اوه اريد وما ادريش ادهم هالحزة ادزو مسجات طبعا حجم الكوب اثنين جرام فلازم الحين اعمل حسابي يعني بدان ما يكون عندي امية المفروض يكون عندي امية واثنين لان اثنين جرام هذا وزن الكوب اوكي واحد جرام ناقص بس اوكي صار امية واثنين جرام بطبط من الريزن حبيت العلب هذي لما سكبت فيها الريزن ، اهم نزل على الميزان انا صار عندي الحين 6 جرام زيادة بسبت العبوة هذا اللي قاعد امضح فيها اطلعت الدمار ما عليه الحين بس شب اسوي الحين بزيد بس خلوني اول شي انظف الهذا او صار 188 بنظف بس عشان ما يكشف كله ممكن يسوي لي 1 جرام مثلا وبشكل فرق ما بالكمية عندي انها تخترب اوكي انا صار عندي 4 جرام زيادة ابي من الريزن 4 جرام اضيف زيادة بعدين 8 جرام عفوا لانه 1 الاثنين فبحتاج ان انا اوصله يعني 64 اوكي 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 الكمية صارت اندي كاملة خلاص فسامحونا على الأطف الفني اللي صار هذا تمام والحين ببلش أخلط الريزن المدة ثلاث دقائق فاللي يريد يسأل شيء أوكي أنا فاضي المدة ثلاث دقائق أوكي حياكم الله نستميم حياكم الله يا جماعة أي حدش وأنا ما انتبهت الله حياكم الله نورتوني اليوم في الورشة الفنية هذه أتمنى تكونوا قاعدين تستمتعون ترخضون أي معلومة جديدة حد يبي يعرف شغلها يبي يستفسر عن شغلها حياكم الله أوكي شكلكم أعتقد ما تابوني أكمل المرايا اليوم فإذا ما حابين ممكن نكملها في يوم ثاني الألوان اللي سكبناها الحين اللون الفضي المعدني هذا أعطى تأثير وايد حلو يعني مع اللون الأزرق البيجمنت الغامق تركواز عطى لون وايد حلو الحين بعد ما أخلص إن شاء الله عدا نزل لكم الكاميرا بحيث إنكم تشوفوا شلون صارت النتيجة يعني تدرون أنا بس كبب كوب أكبر أساس سهل عليه بس عملية الخلط هذا إحنا عندنا في عمان لما أحد يشوف أحد يعني مثلا ملتقي فيه سواء طبعا إنه المفروض عاد قديما من قبل يعني ما أكوا مثلا مواصلات أو شيء فالناس مثلا تستخدم يعني تكرمونه الدواب حمير مثلا أو جمال أو شغلة فإذا شخص مثلا يروح من مدينة المدينة وممكن يأخذ فيها أيام طويلة يعني فبالتالي لما يجيهم شخص أنه يسألونه يقول للأخبار العلوم فيقولهم عند يعني فلان تزوج فلان مات فلان مادر شنو يعني يعني أطيهم أخبار الديرة اللي هي منها والمدينة اللي هي منها أي الآخر الكلام هذا ولكن العادة هذه ما زالت مستمرة يعني أي حد يحصل أحد في الشارع يسلم عليه يقول له أخبار علوم فيقول له يعني ماكوا علوم صوبكم لآخر الكلام هذا يعني بصراحة ما لي في الموضوع الكثير يعني لا تضحكون عليه فأنتو ما عطيتوني يا جماعة علوم يعني أنتو الحين يعني أنا من عمان من زين وأنا مصطويفكم اليوم في اللايب ما عطيتوني علومكم أخباركم عندنا يقول له فت السوالة يعني فت السوالة فيكم تعلمون بأي شيء ماشي أخبار أشوفكم ساكتين أبدا يعني ماكوا أي أي حركة أوكي شكلكم نمتوا معي نيمتكم أنا لا صراحة سوري 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 علشان هذا اللي انا اتوقعته الشاشة انا لما كنت منزلها من شوي كانت التليفون قاعد يهتز في الانستغرام اوكي الشاشة كانت نازلة يعني وايد وايد تعليقات وانا ما انتبهت لها او ماي جود ايوه لازم لما يساوون يكون تساوي تكلم كويتي يعني ميكس كويتي على عمان اليش اني عشت في الكويت فترة 10 سنوات متباصلة فبالتالي بس يعني احينا من رجعت عمان شوي شوي شو في اللحجة قاعد تصد ميكس خمسين لهجة يعني جامعة الدول العربية اتس اوكي الريزن الحين صار جاهز معي انا بسويه برجع اشتغل على الصينية بس ابي احرك هني الهيتر شوي اللون هني عندي ابي اوصله للنهاية ممكن الابيض بعده شغال معي ما تجمد شوي بعطي حرارة اوه الكوب بتشوفون سخن الكوب معي التأثير ليش انا خليت الريزن اول شي جيف ما اشتغلت عليه مباشرة ما بالالوان تمتزج مع اللون الشفاف لان اللون الشفاف لما يبلش يمسك نفسه يعني يوصل لمرحلة التجمد مش التصلب طبعا نقصد انه يعني مسك نفسه صار شوي القوام ماله سميك احسن اللون لما نحط اللون فوقه يعني في حركة التموج هذي بالهيتر تكون يعني اكثر شكلها احلى يعني انا الحين بابلش استخدم الكسر الزجاج وبعدين ارجع ادشش الالوان عليه مرة تانية فخلوني بأكس الاتجاه بس اساس يكون واضح بالنسبة لكم ان شاء الله تصوير بس يكون واضح خاطر اسوي اوكي اخواني او اخواتي اي حد موجود مثل ما قلت في البداية مثل كل مرة انا ان شاء الله بس اخلص اوقف شغل متعود كل مرة انا اشيل التلفون نات وشوف تعليقاتكم انا عندي الحين تيك توك وعند الانستجرام فان شاء الله اي شي انتو كاتبينه برد عليكم يعني لا تحتم منها النقطة يعني متكبر او اهمال او كلكم على العين والراس يعني بالعكس افرح وايد لما يكون احد متواجد معي يعني تمام مثل ما قلنا هذا كسر الزجاج فانا ابي استخدمه هنا في الاطراف وبرجع اصب عليه الريزن الشفاف تدرون حتى ممكن انا اخلط شوي الوان بعدني ممكن اخذ لون ازرق ممكن يعني ممكن ارجع اخلط تمام بحاول اجيب اي بروش كلا بس علشان الارتفاع والشكل النهائي لانا بيصوب علي ريزن خلاص بعدين ما بيطلع علي بره فلأي فرشة تكون لينا يعني طرية مرنة مثل ما تسمونها كل واحد لهجته ياريت حتى تعرفوني كتبه كذا في التعليقات كتبه كل واحد من وين من اي ديرة خلونا نرحب باي حد موجود من اي ديرة طبعا اكيد في احد من اعمان يعني الف دلية فيريت بس كل واحد يقول اهو من وين خلونا نشوف انا ما ابي الزجاج يطلع لفوق ما بي يعني يكون ضارز ما اخذ ارتفاع انا ما بي اوصل لنتيجة هذي لان مثل ما قلنا الارتفاع الصينية عفوا اتكلم من التدخين هذي اللي ما يدخن انصحكم لا تدخنون هذي نصيحة من شخص مجرى من زين فمثل ما قلت ان ارتفاع الصينية ما عميق وبالتالي انا ما بي اوصل الريزن غايد الفوق فاحاول قدر مستطاع بس ان انا اسوي الحركة هذي الحين باخذ كمية قليلة بحاول انا الاطراف انشح على الاطراف يعني يعطيني تأثير شوي مثل الصخر شذي ياس اوكي يعني تروالي الكمية هذي شذي بتكون كافية معي بس احاول مثل ما قلت ان انا اتأكد انه ما متفحل معي علشان بعد ما يغطيه كمان انا عالحين شذي بس مجرد اني الاطراف عندي ابي ازيد هش شي بسيط خلاص انا اكتفيت شذي بكمية الزجاج هنضب بس اي زجاج طالع برا ما بي اتركه تمام الحين طبعا نتصاب معنا ريزن زيادة شفاف فممكن ارجع اخلط شوي ممكن اخذ شوي شي بسيط من التركواز من اللون التركواز اللي كان عندي قبل وراح ارجع اخلط شوي من الازرق بس تدرون ممكن اخذ الازرق السايل ابي ايد الشيشة بعد احس انه بيعطي تأثير زين يعني عفوا اوكي انا عندي تراشتين الازرق اوكي رح اخذ الدرجة هذي اوكي باعتذر ما كنتنتبه ان الكاميرا مجايبة انا اش قاعد اسوي المهم انا باخذ اللون هذا طبعا حطيت كميتين حطيت هني كمية ريزن عشان باخذ بخلط فيه التركواز واللون هذا باخذ مع ازرق شوي بحط كمية بسيطة وبشوف اوكي اللون بالنسبة لي اكثر من برفا كتير نزين هذا اللون الازرق تشوفون هذي الدرجة يعني الالوان السائلة ماتي ثقيلة كثير يعني تيجي ما بين الشفافة وما بين الالوان الكريمية اه تمام وهذا اللي قلنا باخذ فيه بحط مع التركواز شوي والابيض اوليدي موجود يعني مثل ما منتو عارفين تم مع الابيض ممكن انا ارجع استخدمه تركواز ممكن ارجع ازيد شوي اوكي ما بحتاج اللون ما بحتاج خلاص الدرجة هذي اوكي طالع معي فيه نوع من الشفافية وما اعطيني نفس الشي لدرجة اللون اللي انا محتاجها والابيض مثل ما قلنا انه هو موجود الابيض موجود الابرجع اخلط شوي باخد من اللون البقمنت والمرة حتى بخليه ممكن شوي اذقل حتى يعلم طبعا لما يكون عدكم ريزن اه توكم خلطينا وعدكم في الكوب تام وشوي بلش يتجمد لما نتحطون عليه من الريزن الجديد يعني يرجع شوي يطره معكم يعني يعطيه المرونة تدرون انا عند من شوي لما قلت لكم زيت السيليكون هو يعني يمكن ما يعطي تأثير ولكن ما علي خلوني بخلط شوي منه فهذا زيت السيليكون بحطي مثلا قطرتين من كل كوب بس انا اتراوالي لو كان اللون سميك اللون غريض اعتقد انه بيعطي مفعول نفس المستخدمة في اللوحات في الاكريل مع الالوان الاكريلك اه هني الالوان مختلفة تماما يعني تعطي اكثر الى انها شفافة اكثر يعني اوكي حركة سريعة خلص يدي زيت السيليكون تخلق علشان اضمن ان ايضا السيولة الكافية بشغل الهيتر شي بسيط يعني على اقل درجة حرارة اقل درجة حرارة نزيل الحين خلاص بعد ما الالوان صارت جاهزة النار بشكل سريع طبعا خلاص خلصنا هني عذنا اللي هو الاستخدام لها لكسر الزجاج فالحين برجع اعكس الاكتجاه مرة ثانية على اساس ارجع اسكب حلو حالة ايامك يا رب عيونك الحلوة مثل ما نقول عندنا في عمان اوكي والحين ببلش مرة ثانية باللون الازرق الغامق ما بي اغطع الى اللون الفضي اللي قبل شوي لان مثل ما قلت لكم التأثير طالع وايد حلو اوكي وباخد اللون التركوز اوكي وباخد اللون التركوز واحين باخد اللون الازرق اللي هو على فكرة هو درجة من درجات التركوز لان اللون التركوز هو لون مزيج ما بين الاخضر والازرق ونحطي له احيانا بعض الابيض او الاصفر الحسب فكل ما نزود اللون الاخضر على الازرق يعطي تركوز مايل الاخضر اكثر ونزيد ازرق يعطي له تركوز مايل على الازرق وهكذا يعني العملية تكون ماشية بالشكل هذا هني ابي ارجع احس ان ابي ازيد تركوز شوي طالع حلو كثير مع اللون الازرق يعني اللي تضغطي الحالي وبرجع احطي اللون الابيجمين تركوز اللي تشفاف تمام الابيض خلاص جاب اخرى معي فبحاول انا اخلط بخص كمية مرة يعني اقل كمية ما محتاش كمية حيل ابدا يعني شي مرة شي بسيط حيل يعني بفض اوكي بس اخلط ثواني ونبلغ راح اللون جدامي وانا قاعد ادوره ما علي متل ما يقوله ادنا راسي افترت اوكي والحين باقض الشاي من الابيض شو بسيط او الكوب تكسر سلامات ماضي انا اللي متعصب ولا الكوب هو اللي فيه مشكلة ولا يمكن انتو اللي اوكي 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 تمام الحين باخد شي بسيط بس كده من الازرق الغامق اللي خلطناه مع الابيض وببلش اشتغل بالهيتر وان شاء الله يعطيني النتيجة اللي انا بيها طبعا انا بيه دشش مثل ما قلتلكم الابيض مع الالوان هذي فوق الزجاج اللي حطيناه على الاطراف او على الزاوية بالاصح هذي فالحين ببلش اشتغل بالهيتر خلاص تمام الحين بنزل الريزن الشفاف فوق الزجاج واللي بيتم برجع بعدين بعطيه طبقه فوق ايضا عشان يعطيه بعد حتى لمعاني يعني تمام الحين هذي الريزن الشفاف اللي عندي اللي ابي اي نزله على الزجاج بستدرون شغله انا خاطري ازيد بعدني كمية الزجاج لان طلع شكله وايد حلو هتشوفون يعني هني طلع وايد حلو طمام مشكله شوي بسيط بخلي يرتفع السطح من الصينية لأ طلع وايد لونه طلع وايد حلو خاصة الوان الحين اللي بنجات عليه عاطته تأثير كثير حلو يعني اتمنى بس الاخت اللي انا قاعدة سوي له الطلبية هذي انها تعجبها يعني هي كانت مختارة فيه ثاني بس انا اللي اقترحت عليها خاصة ان دام عروس وشيذي يعني الالوان الذهبي الفضي هذي يعني تعطي حخامة يعني تحسون ان القطعة هذي قطعة راهية يعني ما دري اذا توافقون الرأي او لا بس ما دري انا هذي يعني راية في الموضوع انا الالوان الذهبي والفضي بامانة استخدمهم في كل لوحات يعني ممكن اللوحات 100% بس اغلب اللوحات بتحصلون فيهم الابيض الذهبي والفضي خاصة ان انا استخدم الابيض الذهبي والفضي التمبيرا المعدني النوعية المعدنية فتأثير هيكون وايد عجيب يعني تحسون ان فيه يعني شي مبهر كذا الالوان نفسها الالوان المعدنية التمبيرا هذي وايد حلو اوكي الحين انا اللي قاعد اسويه مثل ما انتو شايفين نفس ما سوينا قبل شوي في المرحلة القبل هذي اني قاعد ارجع كسر الزجاج قطر المستطاع الى الداخل علشان لما اصب الريزن الريزن ينزل عليه ويجمد لي اياه بيعطي شكل جمالي بس ما ادي ضرر اوكي انا الحين عندي يعني هذي مثلا هني حبة صغيرة حيل يعني ما تنشرب حتى بحاول قدر المستطاع ان انا اطلعها ما عارف اده الشاشة بالبروش يعني حجموهم صغار حيل يعني يا استخدم كلمة يعني وايدة يعني اطلعها خال اعلمكم سالفة انا طبعا ما ادري قلتلكم يعني علمونا الاخوة والاخوات الموجودين من اي ديرة بس بقولكم سالفة اوكي الحين برجع طبعا اسكب خلاص الريزن الشفاف معي استطرون شغلة انا ابي حبات بسيطة بس شدي انه انثرها داخل يا جماعة ريتكم تشوفوا يعني التأثير طالع انا ما توقعت بقامنا انه يطلعش اذي يعني التأثير طالع وايد وايد حلو تمام فالاخن بس كبض الريزن الشفاف عليه هو اللي بيثبت ليه بيعطي طبقة من الخارج وبيثبت لي خلاص الزجاج هذا بيرزقه ببعض تمام الريزن بلش يسخن معي هو فيه ليونة ولكن احتياطا تشوفوا مجرد النار صار مثل الماي الحرارة عفوا فانا مرة كنت ايام ما كنت في الكويت كان عندي سيارة رقم الكويت تمام فكنت رايح الاردن وراجع بري يعني بالسيارة فلما نيت مركز الحدود ما بين السعودية والكويت لما كان حتى في الكويت عادة احبى سافر حل في الكويت يعني اكون بروحي حتى في الشارع اغلب الوقت اللي انا مسافرة عدة ايام اكون بروحي ما اماما ما اشوف احد نهادرا يعني فيكون بالنسبة لي الجو حلو يعني في المهم فالاخ لما خض الجواز في المفتش هذا في الجمرق قال لي ايه ما شاء الله عماني وشدي قلت لي ايه قال لي انت صدق عدكم عمان يعني مشهورين بالسحر وايد عدكم صدق سحر وشدي بكل مكان فبصراحة اعتنا ضحك للضحك الصفرة هذي قلت لي ايه وايد عندنا كل مكان اقول لي حتى يعني اي مكان تروح تسائل يقول لك كهو فلان موجود يعني طبعا الثاني للصدق الثاني يضحك فاهم ان اترشمر هذا صدق السالفة خلوني بس بطبق الهيتر الالوان قبل لا تجي فبرجع اكملكم السارفة اوكي انا ابي اللون فاتح شوي ممكن ااخذ اللون الشفاف هذا شوي شي بسيط موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اطلع بالتيشو لان ما بهني لون ابي شفاف فبالتالي اي لون لا ما ابي ما صار هنا شي شفاف يعني ما بي اكثر بشي ولا فهي هاول قدر المستطاع ان انا اشيل الاماكن هذي انا اضفها ليتشو acaba لا قاعد يلزق معي يعني من مشاكل الشغل بالريزن ان كل شي يلزق يعني واذا ما تنتبهون عدل القفاز يلزق كل شي يلزق اي شي يتمسكونه بتحصلونا خلاص وصيروا لزق يعني معكم فعنا الحين هذه الكمية اللي تعمة بحاولنا انا ارجع اسكبها فوق اكمل المنطقة اللي ناقصة معي اوكي الحين خلاص كامل الكمية انا خلصت كالمعتاد المرحلة الاخيرة واهم مرحلة النار علشان الفقاعات اللي صارت معنا انا الحين اللي ابي اسويه بس ابي اطلع اللون الازرق لان اطلع معي من اماكن لما صبيت الريزن الشفاف اه هني الامافل لما بنزل الكاميرا بعدين بتشوفونه هني عندي مثل الخراز الصغير على طرف الصينية فابي اللون بس يوصل معي يعني عساس ما يكون من صوب شي ومن صوب ما كوي يعني ابي يعبي للمنطقة هذه فابلعود بس شذي بحاول انا شوي شوي اواصله هو دوم انا اقول يعني الخبرة في المجال الفنون التشكيلية ان الواحد بعد سنوات انه هو يكون قادر انه لما يسرع عنده غلط قاعد يرسم لوحة صار غلط لان طبعا هذا الشي وارد على فكرة وايد حين نخرب لوحات وايد خاصة يعني انا منوع اللعبية اجرب وايد يعني انا كنت عامل حسابي اسوي شي صينية حساب المزاج وشينه اللي صير يعني حتى من فترة كنت الستاند هذا اللي شوفتهه في البداية اللي هو الكوب كيك هذا اللي رايتكم في بداية الفيديو ما دري يمكن منا تلك الحد موجود هذا اللي سويناه في اللايب قبل اáticas اشرا اليام تقريبا ثمان ايام اشتغلنا عليه في اللايب هذا ما كان شذي يمكن الناس اللي كانوا موجودين معي في اللايب شافوا انا كنت مسوي شي مختلف تماما دقت فراسي مسكت الهيتر خربت دششت في اللون الأبيض والفلد واشتغلت بالهيتر وهذا كانت شوفوا يعني هذا شكله عطيته اللي هو الشكل الرخامي أو التأثير الرخامي يمكن الأضايا هني ما بتكون واضحة معكم فدائما أنا أقول أن الفنون جنون بمعنى الكلمة أوكي على الحين هذا جهز معي ما أدري هل تابونا نكمل المراية نخليها حق يوم ثانية أنا أعتقد شذيه بس صحيح يعني هيك في نكتفي اليوم وإن شاء الله ممكن حتى باتشل نرجع أن حنا نكمل المراية وممكن حتى نسوي شيء آخر معها يعني فالحين أنا بشيل التلفون من الستاند تمام بحيث أن أنا أراويكم شلي سويت أنا سألتكم سأل السؤال ممكن أرجع الكاميرا إيه الجماعة الحين ببطل سواء التك توك أو الإنستغرام بشيري التلفون بحيث أن أراويكم عن قرب وبعدين بنشوف لو حد كاتل أي رد أو شذيه بتواصل معكم بشكل مباشر أنا سألتكم في اللايب المباشر أن الحين التك توك مثلا أنا لما حاط الكاميرا الأمامية عشان تشوفون الحين لو أبيعكس الكاميرا هل يصير ولا لازم أنا أطفي البيت وأرجع مرة ثانية أشبك؟ فبليز لو حد عنده خل فيه عن موضوع هذا حط لي بس تعليق تمام؟ خلونا نبلش بالإنستغرام عشان كل مرة حرام قاعدين على التك توك أوكي الإنستغرام أوكي مقلبت مع الكاميرا أوكي هذا الشكل اللي صار الشكل اللي وصلنا له هذه الحجارة أو الكسر الزجاج اللي حطيتها على أساس أنها تعطيني تأثير اللي هو مثل الصخر طبعا اللمعة حدها عجيبة وخاصة أنه هو لون أسود المفروض هذا كسر الزجاج أسود ناعم بس ما لون أسود أسود يعني يعني ما بين الرمادي أعرفوا ما بين الرمادي ويعني ما بين الأسود شذي واللمعة اللي فيه الشفافية فهذا الشكل النهائي هذا الصينية اللي إحنا سويناها أتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا مع اليوم في اللايف وإن شاء الله أكتقي معكم في الأيام القادمة تمام؟ يلا تصبحون على خير على الإنستغرام تيك توك بعدني باقي معكم ثواني إن شاء الله وبكون معكم يلا بساعة أوكي حبايب في التك توك أوكي أخيرا خلصنا عند زين ما أعلمتوني شلون أقدر أن أنا أبدل الكاميرا إلى الكاميرا قلب الكاميرا أوكي معناتها على التليفون يعني التليفون هذا اليوم بس مركب فيه تمام الحين براويكم خلوني بقلب الكاميرا براويكم أوكي هذه الصينية بعد ما جهزت معنا يعني التأثير اللي كنت أعطيه اللي هو أمواج البحر تحسونه مثل التأثير 3D يعني الأبياض داش في الألوان البقمينت الشفافة مع التركواز مع الفضي فيعطوا إحساس شوي إنه مثل الموج أنا منلوه من الغضفان والله والنعم ليلي أو لل حيا شاء الله أنا بعد منلوه تشرف نختي حيا شاء الله تمام جماعة هذا الي كنت أقول لكم التأثير تشوفون يعني التليفون هني لايب ما فيه فوكس أو أنا أركز على شيء معين هذا تشوفون خلني بقرب بس التليفون قادر المستطاع هذا كسر الزجاج اللي أنا استخدمته تشوفون شلون طالع يعني أعطيها شكل كأنها صخور هذا اللي أنا كنت قاعد أجرب من الصبح كل مرة أغير لون من الزجاج الأزرق مرة الأسود الشفاف ما أدري كل مرة أغير شكل قال مفروض أن الصينية بيكون هذا شكلها ما أدري هلأ أطلع أن تحسون شاطئ فعلا صخور وبحر وشذي ولا أني أنا خربت الدنيا آآ 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 أوكي الله يسلمك تمام اكتفيته الآن خلاص بقلب الكاميرا آآ آآ أوكي تمام آآ 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 آ� ان شاء الله وعلي التعليقات بس تفت الرمانة او تفت الرمانة ما ادري ما فهم تف صراحة آآ AL.M30 ما ادري شنو تفت الرمانة شنو يعني؟ هي اللي هو الريزن والمصلب. ايوه لازم لما يسوون يكون بالتساوي. لا ما بي شرط يكون بالتساوي على حسب نوعية الريزن على حسب النوعية انتشارية من اي شركة او نوعية في البعض واحد الى واحد في البعض اثنين الى واحد نفس اللي انا استخدمتها في 100 جرام 60 جرام من المصلب 100 جرام من الريزن 40 جرام من المصلب فعلى حسب يعني تمام؟ اه تتكلم كويتي اوكي ردينا على هذا واش نوع الريزن اللي تستعمل؟ هذا ريزن امريكي كريستال اللي انا قاعد استخدمه الحين حلو توهى فهمت يالله ما علي انزين وغشي اوكي هذي كلمة عمانية بحتة يعني منور استاذي الله يسلمكم فت فطومة الشكري اوكي اعتقد ايو انا من كم يوم كذا شفتليش تعليق حيا شاء الله على عمو اختفاضنا ونحن صار لنا ثلاث ساعات نتكلم ما شاء الله موفق يا رب الله يسلمكم اوكي لا شكرا على واجب تم ارسال وردة اوكي كمال تسلم كمال حرارة في كوب بلاستيك يا علشان ان احنا الريزن عندين لما ينجمد هذي الطريقة انا اكتشفتها يعني هو عادة من نجمد خلاص قطف الزبالة ولكن في يوم جربت ان انا احط الهيتر مادش كنت قاعد اسوي يعني حروف كنت قاعد اشتغل ميداليات حروف فجمد معي وخلاص يعني ما باجي شي بسيط يعني اخر حرف كنت قاعد اسوي فبس جاتنا فكرة ان انا احط الهيتر لان لما نحط الهيتر او النار عادة الريزن معنا يسخن مرة ثانية تمام من ضمن التكنيك اللي احنا نستخدمه يعني مثلا بعض الاشخاص ممكن يقعد الصبح يحصل في الريزن طايح شغله مثل ما قابل شوي تيشو لما انا فتحت علبة الجيسو طاح تيشو مثلا شوي منه ممكن يقوم الصبح يحصل صايرة كارثاو يعني بعد كمين ساعة اذا الريزن وصل لمرحلة ان تجمد بس ما تصلب بعدها لان يكون في مرونة يعني حتى ممكن انا اراويكم شغله عشان تفهمون شنو الفرق ما بين مرونة الريزن وما بين تصلب الريزن اوكي تمام التصلب الريزن ان الريزن يعني خلوا نشوف اول شيء التجمد التجمد يعني انا الحين سكبت الريزن اليوم في الصينية هذي اللي انت شفتوها لو انا مسوي في قالب طبعا راح احتاج ان انا بطلة افهم فانا مثلا صبيت الريزن الحين بالليل مثلا الساعة واحدة ثنتين على حسب قمت الصبح مثلا الساعة ست حق الدوام بطلت الريزن من القلب الريزن يكون في مرونة تشوفون مثلا هذه المفروض انه ورقة شجر خليني بحطيه على الطاولة بس عشان اشرح لكم ما بعرف شدي تمام اوكي تشوفون مثلا هذه ورقة الشجرة اوكي تشوفوا بحاول احركها تشوفوا فيها مرونة باينة عندكم يعني لما انا حاول احرك الغصن هذا تشوفوا صار فيها مرونة مثل الربل او مثل المطاط يعني ما تصلبت بعدها نفس الشيء لو حاولت مسكتها من اي اي صوب وحاولت ان انا احرك خليني مثلا تشوف تشوفوا قاعدة تتحرك معي يعني هذه هي جث الريزل ولكن بعدها ما تصلب يحتاج كذا يوم عشان يتصلب التصلب يعني مثلا خلا راويك يعني مثلا هذه مثلا وين انا ما يعرف الكاميرا مثلا هذه القطعة هذه خلاص متصلبة لاني صليها مثلا فوق الاسبوع يعني بحاول حتى تشوفوا على الجدار انا ما اقول الكاميرا وين تشوفوا اوكي اسمعون الصوت اوكي معنا حتى جاي لايف اهلين اهلين هلا فيك يا مرحب منظر الله يسلم من النور اهل الحسدهم يا رب من وين والله مبركي والله ونعم فيك وبكل اهل برك اخوي حياك الله نعم بحالك انت من هين انا من الباطنة شمال تحديدا من ولاية لوا ولكن اعيش في ولاية صحار ما شاء الله حياك حياك نورت والله حياك اخي الكريم والله اليوم من سعد حظي يعني الله يسلم انا الاسعد حبيبي انا الاسعد انا اتشرخ في كل شخص موجود فيكم يعني انا كنت بيقول شغلة يمكن في البداية بس قلت بعد ما خلص يعني المتابعين اللي صاروا مثلا امس واليوم يمكن فوق الالف خمسمائة متابع مثلا على فيديو نزلته انا سعيد حلب اي حد يتواصل معي يعني هو في النهاية اي فنان نجاحة من متابعين ماكو احد اللي يقولكم مثلا انا ما يهمني اراء الناس انا ما ارسم حق نفسي انا في النهاية اذا ارسم لوحة والاحد يقطيني رأيه فيها هذا هم اكيد مو مسألة شهادة وان انا ما اخذ دوره او غيره لا هو الناس اراء الناس طبعا البعض يجي يقول مثلا اللوحة مو حلوة اوكي انت منه تعال معلش يعني لو انت ما خد فني او شغله بس اوكي بس الغالبية العظمى خلنا نقول تسعة وتسعين في المية الحمدلله اراء ايجابية يعني سواء من عمان او من برا عمان حتى كثير اجانب يمكن المانيا تحديدا ما ادري ليش يعني عندي كثير من المانيا ومن اسبانيا فانا اتشرف اكيد ذيك وباي حد حياكم الله يا اخي العزيز الشرف لي طال عمرك الشرف لي الشرف لي كنت معنا من البداية اخي الكريم اه كنت معنا من بداية اللايب لما بدأي نشتغل على الصينية لا والله تبغى الصراحة اقول لك الصراحة انا لا افهم في البرامج ولا شيء والدي سوى لي هالبرنامج وكذي وطلعت الحين اللايب وطلعت جسد عندك وكيف ما اعرف حياك الله شوف ماكو احد ينولد يعرف كل شيء على فكرة اكيد هي ما المشكلة او مو الغلط ان الواحد يعرف او ما يعرف الغلط انه يظل ما يعرف في النهاية كل واحد كان في يوم من الايام تحت الدرج طلع سلمة طلع سلمتين لين ما وصل للقاع بعدين في النهاية القمة يعني فحلو الله عليه يلا هذا احنا منشينها تعرف وشحل شيء هي تفضل تعرف وشحل شيء اليوم يعني هي تفضل هذه اللحظة الحوار معك المملوء بالطاقة الايجابية يعني الله يسلمك حبيبي الله يسلمك يعني حديثك ما شاء الله عليه كله طاقة ايجابية اخي الكريم ما تشرفت باسمك اهلال مع ولي والنعم فيك اهلال شو بقي اهلال انا اعرفني بحالك قبل وبعدين انا احمد المعماري حبيبي احمد المعماري والنعم والله المعماري ما عليك زود على راسي والله شو بقي اهلال انا دوم اقول شغلة الحياة حيل بسيط حيل قصيرة الواحد ما يحس فيها عاش ميت سنة عاش اقل من ميت سنة عاش اكثر اقل الواحد ما راح يحس فيها اه اعتقد يعني الحياة ما مستاهلة انها نقعد نعقد ونقعد انه نركز هذا شو سوه هذا ما شو سوه نحاول نحن نشتغل على نفسنا نطور من مهاراتنا الحياتية يعني انا مهتم شوي بمجال التنمية البشرية بحكم ان انا مدير مهارات البشرية كذا فالحياة بسيطة نزين ان احنا نحاول نشوف الاشياء الحلوة فيها فاخوي اهلال اذكرت من الدكتور براهيم الفقي اهي الله يرحمك تمسكين مات لما احترقت الشقة يعني الله يرحمه الله يرحمه انا كنت قاعد اتكلم عن الريزن مثل ما راودكم ان الفرق ما بين التصلب يعني تشوفوا هذا تصلب هذا خلاص هذا الريزن صار معي يعني تسمعون الصوت خلاص هذا صار متصلب ولكن هذا صار مرن فطالما ان الريزن معنا مرن معنات ان نقدر نطبق عليه الحرارة فاحد قام الصبح حصة مثلا حشرة انا صارت واحدة من ايام على التك توك تقول قمت لقيت يعني صرصور طايح في الريزن يعني بغض النظر ان بيتهم في صراصير او ما بيتهم يعني هذه المشكلة بس انه قصد ان نقدر نعالش فهذا اللي خلاني انا قلت دام الريزن يذوب معنا بالحرارة قبل لا يتصلب فهذا اللي خلاني انه جربت الهيتر وراويتكم الحين يمكن ثلاث مرات طبقت خلاص انه اللون يرجع يذوب مرة ثانية تمام كمال مشكور حبيبي الوردل انت قاعد تدزل عن زين سوى عشان الفقاعات تروح يا اكيد طبعا الفقاعات تروح بالحرارة عما نحن نستخدم الهيتر اللي هو المسدس الهواء المجفف على حسب ما نسمونه بس طبعا هذا هيتر مخصوص تمام ام كاليفور ما قدر تقرأ الاسم كتبالي هلا اخي هلا حياك الله او حياش الله ام هي اوكي حياش الله خاطري اسوي M002O يعني جماعة تنقوا اسامي تراكم يعني شفي اسم بخيت بلا عليكم شفي اسم بخيت ها وشفي اسم صبيحة يعني نقول لها اسامي سهلة شوي طبعا لعد قشمر اكيد كل الاسامي الاسامي حلوة انت تقولي خاطري او تقول خاطري اسوي ايه انطلق حياك الله وحياش الله بغيت اي استشارة بغيت اي مساعدة اي سؤال مرة لا تترددون ابدا انا موجود في الخدمة انصحش تسوي مرة حلو اكيد حلو طبعا سوي انشاء الله انا الحين شاري اغراضي ببدع من هذا الشهر انشاء الله اختبت توقيك جوجو .js حياش الله اوكي اخوي بغيت اسألك جوجو نفس الشي اوكي بعدين احس مرة يريح ياهو اكيد شوفوا شغل الريزن او اي فنون تشكيلية رسم او غيره او هو يمتص الطاقة السلبية من عندنا عندنا نمر اكيد بضغوطات نفسية سترسطول اليوم مشاغلنا الحياة صارت الحياة صارت حرب يعني انا اشوف كورونا هذي المفروض ان احنا نرفع لها القبعة مثل ما يقول بالفرنسي شامبو كورونا خلتنا نوقف شوي نهده نركز شوي شنو هالخبصة اللي صايرة تلفونات ايباد يعني انا بنتختي ثلاث سنوات تمسك ايباد تفتح اليوتيوب بتقول مادري ماما جابت بيبي ويطلع الها فيديو اوه مايغاد احنا ما كنا يهال يا جماعة الخير احنا يعني جيلنا ما كنا اطفال كان عندنا براءة غشامة براءة ماجهوش تسمونها لا غشامة نعم هيتفضل اخي هلال قيلنا نحنا غشامة ما في براءة على فكرة انا اكبر منك اكيد يعني انا مولد ستة وسبعين انت شكلك اصغر عني بوايد لا انا اصغر منك بوايد لكن انا لاحق على فوتاتكم يعني يا سيد شوف كل الاجيال خير والبركة يعني انا انا ما اؤمن بشغلة اسمها اللي هي صراع الاجيال هو اختلاف اجيال ولكن في النهاية مثل الفن الحين مثلا انا ما عندي شغلة ان انا والله وصلت مستوى فني ما اعلم احد وهذه اصراع المهنة وهذه اساليبي لا هو في النهاية انا استفدت من هلال تمام ونفس الشيء انا افيد الاخر والاخر الفيد هو تتابع اجيال هو حتى يعني يكفص الدربة عنده مدرب تدمير بشري سمسان الحمري هو يشبه الموضوع هذا بالتتابع العصة مالة الماراتون ان دولة تسلمها الدولة دورة بعد دورة هي نفس الشغلة انه كل جيل يسلم الآخر يعني في النهاية حنا كلنا نكمل بعض تمام فيعني المعمري هي تفضل سمحني قطعة حديثة لا لا فعلك تفضل لازم استعدين اطلع هي تمام اخي هلال حياك الله سعيد كثير ان كنت كنت معي اليوم بتشرب تحيي الكيل اهل المهركة اسعدني لقائك والله يحليك على راسي والله فيه هلال الله يحب يا الله احلام سايدة ان شاء الله من زين من زين فعليا سوت فينا جميل يعني انه خلتنا شوي نهده خلتنا شدي فشغل الريزنت شغل الفنون الجميلة الرسم اللي قاعده مع الالوان عالم عالم بامانة ان الواحد ينسي يعني انت تندمج وسط الالوان من زين يعني مثلا الالوان هذي اللي وراي واحد اوكي واضحة اظنني بالنسبة لكم فانا لما اقعد ارسم لوحة مثلا نصط الالوان وقاعد اخلط الالوان وشذي والخبصة هذي اللوية متعة متعة ما بعدها متعة ما ادري عن شيش يصير ليل نهار ممكن يعلي اليوم الثاني ارح اداو مباشرة فهو فعلا انه متعة. انا وين عد كنت بغيت اسألك بديل المنظف تواني. اوكي اوكي اوكي. وين يا جماعنا وين رأى. ما بي اطوف احد. بس اللي اعرفها من مكتبة امجاد كم اسعارهم. من سلطانة امان. انا الحين اوكي انا الحين شاري اغراض. اوكي بغيت اسألك احس مرة مريح. من وين. انا من وين من سلطانة امان تحديدا من شمال الباطنة. ضروري اتعلم هذا الفن حبيته. اللي هي فطومة الاشخري او الشخري. ما قادر اقرأ الاسم. ايه حياش الله اختي فاطمة. اذا بغيتي اي معلومة او اي مساعدة. انا في الخدمة. عالم الرزن ابداع وفن. اكيد طبعا جوجو. ايه حيل بعد وتستمتعين وانت تسوينا اكيد طبعا. انا ولا الا الغراض. طيب احس اه ممتع كثير. انا من المسقط. واننعم فيه شختي. حياش الله. اوكي سلطانة امان مسقط من لو. واننعم فيك اير ا 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 تربل ار كي ناين سيكس الباطنة جنوب والنعم فيك سيكس تلك لا أخوش أسامي بصراحة من زين العامرات والنعم فيكم شمال الباطنة فن مسقط أنا أستاذ من سلطنة أمان أحمد أم سي تي هذا شعار شركة الإتصالات الكويتية هياك الله أخوي أحمد أغلبكم من أمان شي طيب عن الحسد عن الحسد جوجو معقولة جوجو بنتختي لا ما أعتقد يعني إن زين دام قالت من سلطنة أمان وأنا من سلطنة تحديد سحار والنعم فيك أوه أكيف أطومة من سحار والنعم فيش جوجو خبرين من وين شتريت الأغراض يبين ما شاء الله متعوب على الشغل الله يسلمش يا رب طماطم الإسم أوكي بالتوفيق الله يسلمكم شي شيق أو هو يبيع سنوات يعني ينتج الريزن بس بأمانة مثل ما شفته الريزن شفاف 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 يعني بشكل ويد حلو شي مكتبة في مصقط اسمها مكتبة أمجاد صحيح مكتبة أمجاد أعرفها وعندنا أيضا مكتبة حروف أعتقد والقوالب كم أسعارهم أختي بالنسبة حق القوالب ما كلا واحد أنا قاعد أقول يعني أي حد يبيعرف الريزن القوالب المتيريز الألوان بودرة المتلك الورود المجففة السلاسل الألوان الأكريليك الألوان اللؤلؤية أي حد يبيعرف أي شيء بس طواص طماء على الخاص حد دولي قولي أنا بنستفسر بس عن كذا وكذا عشان أراويكم شو اللي موجود بالطبط أنا من عبري والله والنعم أهل عبري عاد إحنا أصلنا من عبري أيوا بعض الأغراض من مكتبة أمجاد بعضهم من حسابات القوالب والريزن مخطة من وحدة سعودية أوكي أريد ريزن فقط فإن أقدر أحصله في بهلة A0 dot C تقريبا أوكي على عم أنا متوفرة عند الريزن إذا أحد حابب أن يطلب أشحن لي أنا في الخدمة كام أسعار طيب أنا أشوف أغلب التعليقات يعني هم كانوا تردون على بعضكم كذا موقع غرافيتي ما لهم موثوق فيه أه شوفي بأقول لك شغلة جوجو بالنسبة حق موقع غرافيتي ريزن انا اغلب الالوان اللي عندهم من بديت اشتغل ريزن اصلا من معهم من غرافيتي ريزن تمام اخدت شحنات كبيرة على فكرة يعني حجمهم كبير ما شوية وكثير سويت لهم فيديوهات دعاية يعني انا طبعي مثلا حصلت شي حلو يعني حتى اصور مثلا عندي فوق الـ 15 مليون مشاهدة حق صور على جوجل ماب انا احب لما اسافر مثلا ادش المطاعم الفنادق اقيم مش مسألة ان انا اصور اقيم يعني شلي لكم شلي عليكم يعني اذا بتجون تديرها هادي مثلا بتيجي مثلا الصين بتدش الفندق هذا بتحصل هذا الشيء سلبي وهذا ايجابي فكنت اصوي لهم دعاية سويت لهم كثير ووايد ناس لما كان يسئلوني من وين شالي الاغراض اقولهم من غرافيتي ريزن ومعرف كذا هم ناس حلوين ممتازين ولكن صار عندنا شوية اشكالية يعني الطلبية قبل الماضية كنت طالب كمية طلبية كبيرة كانت من ضمنها مثلا 6 كيلو ريزن يعني عبواتين كبار اتفاجأت لما جاتنا الطلبية الريزن من كب كله تقريبا واحدة نص الكمية فاضلة واحدة يمكن ثلاث الكمية طبعا موصخ للدنيا لطريقة استخدم المنظف مع الريزن كله عشان نظف المكان لاني ما ادري الكارتون كان متغلف طبعا بالبلاستيك الشفاف فما كان مسيل شي لما اراميكس وصلوا لي يحطوا في السيارة فلما ايت البيت هنا افتح بس لحسن الحظ وهي نصيحة حقكم حق اي احد اشتري شيء اونلاين حبايبي اول ما يوصل لكم الطلبية انا كالمعتادة تشوفون الطاولة هذه اللي انا قاعد اشتغل عليها الحين اي باس ثبت التليفون احط البوكس تمام واجيب الكاتر اواجيب المقص على حسب وبطل الكارتون قدام وانا قاعد اصور فيديو انا ما كنت قاصد انا قاصد لما اصور فيديو علشان اساوي دعا يحقهم ان انا اقول هاته الطلبية اللي وصلتني الاخيرة من غرافي تيريزم لان انا حبيت التعامل معهم وفي اخوات يعني ما شاء الله متعاونات ولكن على الحظ اللي صار ان كنت انا اصور فيديو وانا ابطل الكارتون اتفاجأت مرة يعني انا طلع الدبات من البوكس من الكارتون ماي شلال ماي نزل لاني شلت البلاستيك لا من على الكارتون من برا تغرقت الدنيا الطلبية ما كانت اوكي يعني مثلا حسبين لي كل الاغراض حبتين 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 مع اني انا متأكد ان اطالب حبة وحدة من كل شيء ما طالب اي شيء حبتين ابدا تمام لدرجة انه اللون الفضل مثلك هذا حسبين لي اياه خمسة وهم مطرشين واحد بس يعني وفي جغلات انا طالبهم طبعا انت وصلت اياهم يمين يسار يمين يسار في الاخر يعني هم يعني شرحت لهم قدر المستطاع فرشت لهم الفيديو وكذا وحولونا على حد ثاني من الادارة الى اخرى انزل طرشولي بعدين كهدية اعتذار ولا على ان الولاعة كانت ما تشتغل اصلا وحلو مثل ما قلت لك من انا يعني كنت مصور فيديو طرشولي اثنين كيلو من مادة الرزم كنوع من الاعتذار او يعني مثل ما يقولوا بالفرنسي تمام السعر عندهم فيه مشكلة يعني مثلا انا طالبة الحين الاسبوع الماضي طلبية عادة ان بنسوي طلبية من غرافيتي ريزن تينا اسميس مباشرة على التليفون يعني اسميس ان الطلب كذا وهذا الرقم الشحن ماله واراميكس يتزول لنفس الشيء اسميس اللي هما التتبع فامس انتبهت ان انا الطلبية من تاريخ ثمانية يعني ما حدث لشيء فلما دخلت على اراميكس اشيء بالرقم التتبع لقيت ان الطلبية ما طلعت من الرياض اصلا للحين من تاريخ ثمانية فلما اتصلت معهم شيكو ثاني يوم قالوا لي والله بنعتذروا حتى قراشولي اثنين كيلو ريزن اعتذار بعدهم مرة ثانية على موضوع التأخير اللي لاحظت في الفاتورة شنم يعني انا كنت طالب الطلبية 1125 ريال كنت طالب يعني شغلات كثيرة وكذا خاصة قلت لكم اني قاعد اساوي الستور اخلافه انا وايد اشتغل عند طلبيات وايد الزبائن يعني طالبين فمحتاج كمية الماتيريز فالفاتورة جاية 1000 يعني هو قبل الخصم يعني مثلا يقول الريزن مثلا اثنين كيلو قيمته مثلا ميتين وستين ريال بعد الخصم مثلا صار ميتين على سبيل المثال وهكذا بس لما تتجمع الفاتورة يعني هي الفاتورة طالقة المفروض بعد الخصم اللي هم حطينا من غير الكوبون من اشرف المية انا مرحة للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة الدفع تدرون خلوني اثبت التليفون عشان ايدي قاعدة تهتز اوكي خلوني اثبت التليفون ونقاعد نكمل سوالفنا معكم اوكي خلوني اوكي انا راسي مفترة عبي ادخن فبعتذر منكم من المنظر اللي بتشوفوه ايخين اوكي اوكي هذا انا رجعت لكم مرة ثانية المهم فاللي صار يا جماعة ان السعر المفروض مع اللي هم حطينا التخفيض مو لأشرف المية الكوبون بعد ما انا في السلة هنا يطلع لي ان سعر الاصل الشيذي مثلا بريال وبعد الخصم مثلا نص ريال المفروض ان تجميع بعد الخصم يطلع الف وخمسة ريالات فقط ولكن اتفاجعت ان سعر الفاتورة جاي الف مية خمسة وعشرين وهم عطوني مية وعشرين ريال كوبون عن الخطأ اللي صار في السعر مش الفاتورة مش الخطأ في الفاتورة الخطر انهم حسبين لي خمسة الالوان المتلك وهم اصلا رسلين لي اربعة يعني وانا ما طالب غير واحدة هم رسلين لي واحدة عفوا فعطوني فرق السعر من الاربع حبات الكوبون فدخلت الكوبون اللي هو بميتين ريال اوكي يا فراحت فضل السعر مية وخمسة ورسلتهم طبعا وقالوا لا احنا ما عرف كذا احنا راجعنا فقلت لهم لا انتو عندكم مشكلة ورجعي راجع الفاتورة الاخرة فغرافيتي ريزن عندهم مشكلة وثاني شيء الاسعار يعني فيه اشياء حلوة بس ارجع واقول الحق يقال او هما تعاملهم وايت حلو يعني لدرجة حتى انا فكرت ان اتعامل معهم عشان الستوري يعني وناطر انهم يرد علي فالناس هم حلو ولكن انا اتكلم عن تجربتي يعني ومعنات انكم ما تروح تشتروا معهم تعالوا لا الموضوع مش اللي بس انا اقول لكم عن التجربة اللي صارت يعني يعني موضوع التأخير هذا اللي صار له يعني من تاريخ ثمانية لتاريخ اربع طاش يعني انا قلت خلاص يعني سبع ايام طافت المفروض الطلب ممكن لاحد بس تلمع تمام انا عندي طلبيات يعني لولا الطلبية هذي انا كنت طالبها من بره من امريكا وصلتني اليوم الصراح ما كنت قدري راح اش يسوي انا عندي كثير طلبيات وناص طالبين يشترك ميات ريزن منزل فهذا تجربتي مع غرافيتي ريزن اشتغل بدم وضمير ما شاء الله الله يسلمك او يسلمك ام تو اس اتش والشغل جميل على راسي والله روعة كثير الالوان والتنصيق احمد مسقط يا ام سي تي مسقط اوكي انا قاعد بفكر انه شركة الاتصالة الكويتية اوكي احمد حياك الله من مسقط على راسي والله عين ما صلت على النبي الله يسلمش يا ربي ااا من عيون عيال صدق والله عين ما صلت على النبي ااا اوكي بسم الله ما ادري كذا انا افضل يستخدم اكواب لنفسها تيجي اوكي ااا جوجو انا عندي ترى اكواب يعني انا اشتغل انت عارف الاكليليك بورنغ هو شلو الفن الاكليليك بورنغ ااا لو ترجع شوي الفيديوهات القديمة على التيك توك او الناس اللي عندي حتى على انستجرام الاكليليك بورنغ اللي هي اللوحات اللي انكت صبغ فيها هذه ونصخ الدنيا ومعرف كذا فالاكواب هذه انا عندي كثير عندي الكارتون وعندي الفلين اشكال والون وحجام ما تصوريها يعني عندي الستور داخل متروس انا استخدم الشفافة لسبب بسيط جدا الشفافة اول شي حكوا بانتو علشان لما اصور فيديو او ان انا لايف او شي انتو تقدروا تشوف اللي انا قاعد اسوي يعني لش طالع لايف يعني قاعدين نتبادل الخبرات مثلا تشوفوا انا قاعد اسوي لو حدي يبي مارس مثلا الفن هذا ان يكون استفاد من اللي انا قاعد تسوي وثاني شي حقي انا يعني الالوان بصفة عامة لما اخلطها مع الريزن او شذي او فقاعات او اي شي هذا يسهل لي لما يكون الكوب شفافي يعني هذه النقطة تمام لكن ما شاء الله الشغل في تحمست ارسم اسوي اي شي شوفي شوفي او شوف M 00001 انا اقول مرة دام تحمستي لا تأجلي عمل اليوم او لا تأجلي عمل اليوم الغد تمام سواء الرسم سواء ريزن بغيت مني اي مساعدة اي شي مايردك الا لسانك او مايردش الا لسانش يعني اا اوكي هذا استاذ ولابس كذا ما فهمت يعني هذا استاذ ولابس كذا شو المقصود بيه استاذ يعني هالمدرس وشو اللي لابس بالضبط اللي هو كذا ما فهمت يعني تمام انا متشوق اني اشتغل عليهم اوكي جوجو يلا ابتدي وراوينا النتيجة بعد انا متحمس وان شاء الله يوفقش يعني هذا الفن جميل اكيد طبعا انا ناقصني بس منظف جوجو استخدم التنر التنر بتروحي انا اذا ما عندي منظف استخدم التنر يعني تمام التنر حتى بعد وارد قوي يعني نوعيت فأي محل ما الأصباغ تروحي بيعطيش بيعطيش اللي هي عبوة التنر يعني مثلا احنا عندنا هنيف عمان يمكن ريال ريالين قيمتها شذي يعني هو صح مو نفس رقص البترول ولكن يعني بينفعج قدر تستخدمينا في قيم جمالية كثيرة أنا خضيت من سحار بس ما أذكر المحل جوجو انتي من سحار ما من سحار بالضبط منظف ريزن احنا عندنا في سحار أصلا بيعون ريزن هذه جديدة هذه مفاجأة عندنا مكتبة تو طالبة يقولولي تو طالبين في يعني حتى تخمي القالب بس يعني قالوا بعد ما أوصل المنظفة حصلينا في أكثر من حسابي بيعو استاذ كثير حطيت زجاج أحمد مسقط ما أدري أحمد هذا قبل النتيجة أو بعد شرائك النتيجة لما صورت لكم قبل شوي شلون شفت يعني عجبتك النتيجة أو حسيت أن زجاج أكثر يعني حصلت بس مشكلت بعد أرخص يعني أخوي بغيت أسألك جوج مرة ثانية يخلص لك لأن ما غالي في مكتبات نفس الكمية بيع 16 ريال أوكي غرافيت ريزن ب30 ريال سعودي 3 ريال أعماني وعندنا هنا في أعمان شفت ناس بأربعة ونص وبأربعة خمسة ونص الريزن والمصلي بقيمة شي 18 وش 12 يا طبيعات المسوينهم من أمازون و ديزورت كارت بأمان أسعارهم مبالغ فيها لكن النوعية جمعت الأبدور بعد مبتسخين تسوون النار خفيف عشان الفقاعات ريفان أرت أختي إحنا ما كنا نتكلم أي ممكن ما حضرت من قبل ترى النار نطبقها أو نطبق الهيتر عشان الفقاعات ولكن أنا يعني اكتشفت شغلة شذية في الصدفة صارت معي أنه لما اللون جمد في يوم للأيام فكرت يعني جمد شوي ما قادر أن أستخدم صار يعني مثل العلد شذي معي خلاص ما يصلح فكرت أن إحنا لما نستخدم النار اللون يرجع يذوب مع نيل فلما استخدمت الهيتر في الكوب ثواني شذي على حرارة شوي عادية لرجع الريزن ذاب معي صار مثل الماي وقدرت أن أنا أستخدم فكان هذي فكرة اللي نستخدم ها يعني حلوة ما شاء الله الصينية طلعت كن سعب لا الله يسلمش على فكرة من ضمن اللايبات اللي قلت لكم بنسويها وبنسوي صحوبات أنا مفكر على شغلة طبعا قلت لكم بنسوي بعض الأيام اللايب بيكون مجرد أنه صوالف عادية وبعض الأيام بيكون بنطبق بنسوي نفس اليوم سكب أو لوحة أكريليك بسوي بعد أنه واحد من اللي بيكون موجودين بيفوز معنا بالقطعة اللي أنا بشتغلها يعني ما أدري شري أحس شوي حماس أكثر M under school W J 23 مبدأ الله يسلمش يا رب كأنها بحر كأنها بحر كمل السالفة أي سالفة يمكن سالفة السحرة أحين يا بكتب جاني فضول كيف الرسوم الكرتون نحن أي والله ما أدري يعني أنا قلتها شذي ما لغش مرة يعني هو سؤال غشيم يعني طبعا أيام ما كنت عايش في الكويت يعني هم يسئلوني ثلاث أسئلة السؤال الأول ما بقولها والسؤال الثاني ما بقولها لا هم أربعة أسئلة كانوا يسئلوني دوم أي حد يعرف أن أنا عماني مباشرة لأن دوم في الكويت عائلة العماني تمام أنا كان ينادوني أحمد العماني فمش الاسم فالناس كانوا يفكرون أن أنا كويت من بيت العماني فلما أقولهم لا عماني من سلطانة عمان فيسئلوني أربعة أسئلة السؤال الرابع يقول أنت صلت شعرتكم في عمان السحر في أي مكان الناس ماشية وما أدري شنا فالسؤال غريب يعني في أي قرن أو أي زمن يعني أنا عماني موالد 76 وعمري 44 سنة ما يعني ما شفت شي يعني كل 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 ألفاظ يعني ثم هي في المشكلة لما يلزق تسوي العوزة أي والله جوجو لما الرزن يلزق ما أدري أخبركم مثال فصارت معي من سبعين شليا أول ما دات الرزن شعر طويل شعري أمس قصيت كان شعر طويل وائد لنهني يعني فلما أقعد اشتغلت راسي تكن تحت فالشعر ينزل فأنا لا إراضيا شي سوي أسوي شذي يعني عندي تاج ولكن ما يعني ما جاب بال أن أنا على أساس لهذا طبعا أكون مطف التكيف مطف المرواحة كل شي فيكون الحر فأقعد الشعر طبعا مبلول من العرق فأقعد الرفع ينزل أثار إيدي كلها ريزن وأنا قاعد أسوي صار لي ثلاث ساعات تقريبا فبعدين ما أدريت أحطي بعد ما خلصت شذي الريزن وقاعد بالليل وكنت ساعات ثانية أسوي شذي استغربت الشعر ملزك مثل أسل شذي أنا كنت شنو يعني يمكن أنا كنت شربت عصير وأنا فتح مثلا العلبة أو شي بعدين اتفاجأت شعر كله صار أبيض شذي ينزيل فهذا الريزن ومرة أكلت شربت أستخدم البيب حق النفخ اللوحة عشان أسوي تأثير الموج فالريزن طعمه ما يحتمل بس ما قدر أودر يعني أوكي ممكن ترفع الكاميرا جميل ما شاء الله تبارك أبيض إسلام وجوجو جوجو مرة ثانية أخوية بغيت أسئلة بكمل السالفة يصير يصير بدون ما تكفل لا على التليفون لأن أنا كان عندي التليفون الأمس حتى رقم شاشته أو لمس هذا اللي هو الواوي برو 30 مت أو مت 30 برو المهم اللي هو البرتقالي هذا على الفاضي يعني مشكلة إنه جوجو ما يشتغل فيه فهذا التوني اليوم بس مركب اليوم توني مشغل فيه أنا من لوغ غضفان حياك شاء الله العمل كثير جميل ما شاء الله طيب ما أدري أنا أتمنى يعني يا جماعة وايد تعليقات بس أنا رجعت آخر التعليقات عشان خلاص يعني أعتقد أن ردت على الأغلب السلام عليكم بس أريد أسألك وين ممكن أحصل رابط المحل مالك حبيبي مثل ما أنا قلت بتحصل حتى على الأكاونت مالي على التك توك يعني آخر تم من فيديو أنا متكلم مالك قاعدين شغالين على مرة على قدم وصاق تمام ويمكن حتى الأخ تلام يا جراح أكيد عارفين هاللي هي أخصائية السوشال ميديا ماسكة كذا حساب اللي تكلمت عنها في البداية ورحبت فيها مزين هي ماسكت لأصلا السوشال ميديا يعني حساباتي كلهم هي مديرة الحسابات سواء اليوتيوب سواء الانستغرام تيك توك فيسبوك فهي المديرة الإعلامية يعني عندي الاختلامية جراح فشغالين عن الستور ولكن الستور يبي لوايت شغال يعني احنا لما نحط الماتيريز الصور والمواصفات المقاسات كم والسعر والشحن يعني يبي لها شوي لكن أنا قلت اللي يبي يطلب أنا الأغراض عندي موجودة في شحنات لأنا مسوي شحنة شي جاي من الصين جاي من أمريكا من بريطانيا من الهند من السعودية تمام ففي شحنة شغلات وايد يعني صارت الحين موجودة معي فهي اللي حاب يطلب حياكم والله تواصلوا معها الخاص بس قولوا لي شو اللي تبو تمام وأنا شحنة لكم مش 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 كيلة يعني للأسف المعلومة الآن عرفتها منك كنت قبل ساعات عمرت طلبية لأ شوفي آه أوكي فكرتش مش طالبة من غرافيتي ريزن وكنسلت الطلبية أوكي الحمد لله آآ يالله شوفي ترا احنا نتعلم ريفان صح الاسم كذا ريفان أرت أوكي احنا نتعلم في النهاية أنا ريزن بلشت فيه من ثلاث أسابيع هي مو مسألة خبرة بس شغلة يعني أنا بلشت أرسم من وانا عندي 11 سنة يعني الآن 33 سنة فبالتالي هذه الخبرة يعني الآن أنا شوف وائد شغلات يمكن أنت توابقين فيها طالما يعني نكريم مالش في كلمة آرد ف يعني تمام أغلب اللي اشتغلون بالريزن ما لهم نلقى بالفن عدل أم غلطان في الموضوع حط ريزن على حط ألوان يمين يصار تك تك وطلعت شغلة وحط ما أدري كذا وحبيبي وحبك وقبلت بك ومعرف كذا الكلام هذا لكن هل هو قطعة فنية هنا لو حد يشتغل بالألوان يعني ليس سالمة أنا متميز أو شغلة أو في النهاية كل حد عنده أسلوبة بس لما يكون شخص أصلا رسام أو عنده خلفية قاعد يتعامل مع الألوان يا جماعة أنا قاعد سنوات طويلة أظافري ما أشوف كلها من كثر الألوان كل يوم رايح دوام من أيام المدرسة رايح في أي مكان أظافري لازم كلها ألوان يعني عايش مع الألوان من دمجين مع الألوان الألوان أنا أرسم بيدي كثير يعني شغلات فهذا كله هذا الحل سلمش MWRW7 على راسي والله استاذ أحمد تعمل دورات شوفوا أنا سويت دورات تمام طالبة بس هم أغلوم حتى صغار يحليلهم يعني مراهقين وحبين الفن فلما يجينا حادي يقول لي مثلا عندي ولدي عندي ما أدري كذا أحاول أن أنا قدر مستطاع لو عندي حد أسوي له دورة بس أشوف هم حبين الفن ولا لأنه مجرد يعني شغلة شذي فلا إلا أتكلم معهما لأ حابب الفن وايد يعني حتى بعلمكم شغلة دورة سويتها كان هو عن طريق واحد رفيجي يعني رفيجي المقرب عبيد الأجند فراس الله يمسي بالخير تمام في عندي لوحة خلبي أراويكم شغلة ثواني بس بيبلكم هاللوحة اللوحة هذه ما أدري الناس اللي عندي من قبل على التك توك شايفينها هذه اللوحة لما نزلت الفيديو ما لها التك توك سوت يعني 24 ساعة تقريبا مليون وشوية مليون ومثين ألف تقريبا مشهدة تمام يعني أنا نزلت قعدت من النوم الصباح لقيت الدنيا مقلوبة وأنا ما أدري شي اللي صاير يعني كمية الإشعارات اللي من التك توك يعني أنا أكون فاتح ألاقي 99 99 وراء بعض كذا يعني فالصبايا هذي حليلة لما جوا هم جايين كانوا حق الدورة وكانوا في جهول اللي جايبهم يعني كذا جاي معهم لأن ولده من ضمن لهذا فأول ما داش وشاف اللوحة قال إيه هذي فاستغربت يعني أول مرة أشوفها قلت قال لي يا أخي هذي كلما أروح مكان أشوفها تطلعلي أنزل فالحين ذكرتيني بالسالفة هذي يعني فأنا أسوي دورات الحين إن شاء الله بنسوي دورات حق الريزن الشهر الجاي إن شاء الله اليوم كنا حتى أقول لأخ تلامي نتناقش في النقطة هذي إن شاء الله الشهر الجاي هيكون عندنا دورات في الريزن ورح نزل إن شاء الله أضن فيديوهات لأن أنا عندي على قناتي على اليوتيوب يعني يمكن 64 فيديو تقريبا كلهم عن الأكلينيك بورينج في البعض أنا أشرح مثل شي واسوي تجارب وخلافة والبعض إن لا بميوزيك ولكن أنا كاتب تحت شي سوي معك أم كيان حيا شاء الله أختي أم كيان أيوان الاسم ما كنت قادر أقرام شوية كيف تقدر كيف نقدر نحسب ونعطي الأسعار للشغل تقصدين تشغل الريزن يعني إنت اشتغلت الريزن كيف تقدروا تحسبين القيمة الإجمالية شوفي خالب أقول لك شغلة أنا بالنسبة لي آخر واحد يعني فاشل في موضوع البيع أنا عمري ما بعت شي طبعا بس أشيل الستندر هذا لشان أوكي فأنا آخر واحد فاشل في البيع يعني أنا مثلا ما في عمري جمس مثلا سنة سنة ونص لما تخترب خلاص تصد وشيل وشيل وها تليفون عمري ما بعت تليفون في حياتي فأنا يعني مو شاطر في الموضوع ولكن شو اللي صويت الحل ما بلشت اشتغل في الريزن صرت شو اللي أحسب أنا شاري كم قيمة الريزن خلينا نكون واقعيين مثلا يعني قيمة 6 كيلو يجب 60 ريال عماني أو 600 ريال سعودي بعد التخفيض لأنه 680 تقريبا كذا والمتعدد الاستخدامات أعتقد بينهم فرق بسيط يعني شذيء أو العكس تمام فحسب الكيلو كأن قيمته يعني ما بين 10-15 ريال عماني على حسب النوعية التي استخدمتها ويمكن تكون شاري عبوات صغيرة لأن أنا أخذ ضخمة على أساس حق البيع يعني تمام فهني أنت حسبي القالب يعني مثلا أنا قالب خذ مني 1600 جرام تتواقع القالب ياخذ 1600 جرام هذا قالب شنو يعني هذا سفينة صارت يا جماعة الخير فأنت هنا تحسبي أول شيء مثلا قيمة الرزن نفترض أن الرزن أخذ منه مثلا نفترض 1 كيلو مثلا القالب شاريت كم قيمته نفترض القالب مثلا يعني نفس أنا مسوي من أيام الأكسسوار الذي فيه الغزال مع القرون هذا قيمته قريب 20 19 800 تقريبا حطي مبلغ مثلا منه مثلا نص ريال قيمة القالب لأن القالب أنت لا تستخدمين مرة وحدة ستستخدمين 20 أكثر لأن لا يخترب معه أو تصير فيه مشكلة تمام نفس الشي حس بمثلا ورق الذهب كم استخدمت أو ورق الفضة يعني مثلا الدفتر بالريال ونصف أنا أشتري فيما 10 ورقات مثلا نقول استخدمت ورقتين يعني مثلا 300 بيسر أو 300 فلس أو 3 دراهم على حسب كل عملة يعني قيسيها شي قصدي مثلا ألوان أنت قيمة 30 ريال مثلا سعودي أو ضيفي 200 300 بيسر على حسب الكمية بتطلع هني الإجمال اللي كلفش تمام وبنان عليه بتقدر تحطي شغل يد يعني انت شلو خضى منش مثلا مجهود أو شلين ان شاء الله بابتدي أشتغل فن الريزن لأن عجيب أي اختفوز عفوا الريزن وايد حلو يعني أمانة MRRW7 ما فهمت عليك أو ما فهمت عليه شو القصد يعني هل تبتشوف أعمال جاهزة يعني من قبل إذا شدي خبرني بس براويك أنا الحين مجموعة أعمال عندي اللي يعني في منهم طلبيات وبعدها ما ما تسلمت وفي منها ما طلبيات بروحي يعني خاطر بجد أتعلم لإني فاترة براسي عجبتني فوز ايه فوز انزل أنا الحين مثلا لما جيت أسوي الستور هذا يعني شلون أحسب الشغلة أفن يعني إذا أنا مثلا شاري الشغلة قيمتها ريال مثلا فيها 10 يعني معناها القفعة بمية بيسة أضيف أنا عليه للعمولة شوية كذا طبعا الشحن يعني لأن أنا أطلب كمية كبيرة فالشحن كثير بس عشان كمية كبيرة فهذا شوي مغط يعني أيوة كذا قصد تمام أنا براويكم الحين شوية شغلات ما أنا مساونها نطف الأخذ هذه خلوني بقلب بفر الكاميرا على أساس أوكي على أساس أراويكم أفضل شوفوا أنا عدت سويت أزمة ثوني لما كنت أراويكم ما رجعت أي شي مكان طبعا هذه المراية أنا اشتغلتها في اللايب تمام كانت هذه والصينية هذه الصينية استخدمت فيها بودرة الذهب مع الريزن الشفاف مع هذا تشوفون هذا الأساس لنفس اللي استخدمت على فكرة الحين هذه وهذه الفراشات مطلية بالذهب الفراشات هذه التي تشوفون ها التي أحطها في الريزن طبعا هي تحت تحت الطبق الشفافة شكلها وائد حلو الطبيعي يعني أي حتى تشوف الفراشات طلعة وائد حلوة مثلا هذه صينية استخدمت فيها شغلة بتبحكون البنات هذه شباصة مالة الشعر حبيت أن أسويها مثل مسكة شي أنا كنت بأسوي أكسسوار على صوب ولكن استخدمت ها هنا استخدمت الزعفران هذا القالب استخدمت فيه الزعفران مع ورق الذهب الوردي تشوفون يا جماعة الريزن لما أنا أقول لكم منه مشفف هذه مو فقاعات تشوفون الريزن طبعا القالب لزق ونفس الشي من غرافيتي ريزن تمام القالب لزق ونفس الشي عندي واحد ثاني الهرم لزق نفس الشي القالب بس تشوف الزعفران طلع وايد وايد يعني اللون وايد حلو يعني هذه وهذه ميداليات المفروض حك التسليم ما دري اللي حرف S واللي حرف H نزين خلوني مثلا أراويكم بما أن نحن نسولف هذه الميداليات الأحرف أنا وائد أحب الشغل في الميداليات ما دري يعني عادة خاصة يعني الألوان تطلع مع الميداليات الأحرف هذه تطلع كثير كثير يعني فيها الراور نقش ذي هنا هذا الزجاج شفاف وعليه ريزن يعني هنا مثلا استخدمت الورد الجولي المجفف مع ورق الذهب أيضا فهذا شغل الرايزن الأخ اللي كان يتكلم اللي يريد يشوفه نزين هنا مثلا القالب هذا أيضا ورق الذهب مع اللون الذهبي الأخوي ممنوع التدخين معقولة والله هاي معلومة جديدة يعني أوكي بس زين مش نبهتيني جزاش الله خير يعني نزيل استاذ وين بيكون الاستور ما لك اختي أو أخوي الاستور اونلاين ما بيكون الاستور دكان يعني قصدي متجر الكتروني عن طريق الانترنت يعني تطلب ويجيك الشحن لين عندك يعني فوز أيوة يتقطع القالب بسبب النار لا لا مو بسبب النار النار شدخل هذا داخل يعني لحظة لحظة القالب هني موجود خلني اراويكم بالضبط وهو شلون هذا القالب تشوفوا هو انقطع من هني يعني داخل أصلا يعني ما كنار داخل النار ما حاشته أصلا داخل لان انت فاهم علي كيف يعني ما كانت الفكرة هذا هني الهرم لزق فيه مع ان نفس القالب يعني لم سوي شي ثاني مثلا الهرم هذا شوفون الهرم هذا مثلا كان نفس نسبة الريزن يعني معناته ما من الخلط مثلا الريزن المصلب أكثر أو شي من هذا القبيل أوكي وهذا احنا رجعنا مرة ثانية ربي وابقك شغلك مميز الله يسلم شخص يفوز والله كلامكم على راسي يعني اي ما ادري ما فهمت النار على القالب لا اكيد ما احد يسوي عن النار على القالب بس ارجع واجول عندنا كذا سبب ان القالب يلزق ومسوي حتى فيديو انا من ايام كذا نوعية القالب احيانا السيليكون لان على فكرة هي نفس الاثنين هذول القالبين نفس المجموعة مع غرافيتي ريزن اخر طلبية الاثنين نفس المجموعة نفس البتش يعني جايين مع بعض فمعنات نوعية السيليكون نوعية سيئة انا هذا علشان اطلع المايكرويب اخر شي عندنا لما نزيد كمية الالوان يعني مثلا انا عندي اول قالب مرة اول شي اشترلك من ثلاث اسابيع تشوفون هذا الصحم تمام هذا استخدمت مع الالوان الالوئية هني تشوفون الجزء هذا تشوفون شلون اخترب هذا لان انا كثرت الالوان يعني استهنت بالموضوع حبيث اعطي لون كثافة مالها خفيفة ولماعة يعني اقرب لالوان الزجاج شذي يعني نبي حلول للكبرات ما فهمت علش قصد لما تسكبون عن الكبر بالتلفون ان ينقط الريزن ولا تقصدين شي ثاني شوفوا باقول لك شغلة راي الشخصي السكب على الكبر التلفون شي فاشل يعني حتى انا لوم اتناقش يعني في هذه النقطة يعني مثلا الكبر التلفون مثل هذا تمام انا لما اسكب بريزن على الاطراف خلوني حتى ارجع ثبت التلفون يكون اقدر اسولف معكم بشكل افضل ثواني بس خلوني خلوني حتى اوكي اوكي سوري سوري يا جماعة الخير خلوني الحين بثبت التلفون بقعد لانه بصراحة هلكت من الوقف اوكي اللي انا كنت قاعد اقول توني يعني انا عندي هني سطح مستوي فلما اسكب الريزن هدي مو الوان يعني الحين الالوان مثلا انا ممكن ان انا يعني طبيعي مش ممكن ان بعد ما خلص اللوحة ان انا سكبت طبعا الالوان تسيل معي مثلا بعد 10 دقائق او شديو انا خلص خلصت الشغل فبالسكين او بالستيك الخشب ان انا اجي واشيل الالوان من تحت خلاص صارت اللوحة من عندي هني مستوية حتى لو ما صارت مستوية الكامفس او الخشب اللي انا قاعد اشتغل عليه من ورا حق التعليق ما رحت فرق وائد لكن هني الريزن شلون يعني حتى لو بتقول مثلا احنا بنحط الفكرة هذي لو بنحط مثلا التاب وبعدين سكب الريزن شو بتسوي بتشيلي لما يجمد قبل يجف بتشيلي بيسيل معاش تمام قابل ما يسيل لو خليتي لما يجف وبتيجي تشيلي بتحصط لازق طبقة مثل السيليكون شذي مثل المسدس الشمع يعني اتوقع لا اختي ريفان اعتقد انه اغلب اللي اشتغل على كبرات التلفون قاعدين يجي لن النقطة هذه ما مشكلة ان يكون شكله من برا الحواف ما متساوية انا لما سويت هذا طبقتين من الخشب انا ما بغيت انكب تحت فسويت تاب على الاطراف حطيت طبقتين تاب مع بازدين على اساس ان ما يلزق هي نجحت الفكرة ولكن نوعية التيب فشلت ليش حطيت ورق وحطيت داخل التيب اللي هو التيب اللماع علشان ما يلزق وحطيت طبقة ملبازدين فالتيب لين مع الريزن الريزن طبعا في وزن ومع الحرارة يعني كل ما الجس الحرارة التيب مثل ما قلت هو أصلا بلاستيك ومن برا ورق فتحسين انه يعني من الاطراف ما تساوي يبيلها صنفرة مرة ثانية وتشوفون شغل الريزن لما يشتغلون مثلا النجارين برا في الدول الأجنبية أو في مصر أو هذا يعني لما يشتغلون على طاولة مثلا أو قطعة خشب ولما يسكب مثلا عليها وبعدين يصنفرها وكذا لازم تسوي كنية قليلة ما تسوي كثير عسس ما ينزل أوكي جوجو أنا بقبرك شغلة أنا مثلا جربت أن أنا أسكب على قواعد ما الأكواب جاهزة لونها ذهبي جربت الفكرة التي تتكلم فيها يعني هي فكرة هذا يسمى التكنيك القطرة لأن ش أنت تحطي للأطراف ما تخلي يسيل ويعطيش شكل القطرة شذي عدل هذا الذي تبصدينه إن زين ومن الجوانب ش لون ما أنت يعني بتوصلي لين هني هو في النهاية كل واحد على حسب جمالهيتا يعني ممكن شخص كذا عاجبة إن زين في النهاية كل واحد وذوقها يعني أنا جربت على الكذرات في بعضها ضبطت وبعضها لا إن زين اللي ما ضبطت ليش ريفان اللي ما ضبط معيش ليش شو كانت المشكلة هل سالت الريزن سال معيش ولا شو اللي صار أوكي الزاوية يعني ما دري جوجو جربت أنت نفس شي تسك بي على الكبرات أي وسالة معيش أوكي تدرون شوفوا بخبركم شغلة أنا طبعا يعني الريزن أنا بصراحة ما حس نلعب مثل ما قاعدين يسوي ستندات معرف كذا من الأكل وزوجتو كنفسي ومعرف الكلام هذا يعني لا تزعلون مني خواتنا ما شاء الله عندنا هني في عمان وفي الخليج هبين في الموضوع أنا أشوف الريزن هو فن جدا راقي وفن جدا صعب ما مقتصر على إنه مجرد ستند حطيت مثلا لون أبيض وحطيت لون شفاف ورق ذهب وبعدين حطيت حروف تلمع كتبت كلمة ولا شي كذا ولا عيد ميلاد ولا ألف مبروك وصارت قطعة هذا شيء مختلف أغلب الناس اللي قاعدين يشتغلون في الريزن الحواف حواف القالب لما يذهنونها بالذهب أو الفضي بس فنجا معرف كذا ومشغ صور على التك توك ويلمع ومستخدم فلتر بس أوكي حلو بس لا تزعلون مني هذه مو قطعة فنية هذه قطعة للبيت للمطبخ أو للأكل أو نحن نحطها شذي بس مش قطعة فنية ما أدري الناس اللي ترسم أكيد أن أكيد يعني يتفقوا معي في النقطة هذه أنا تدرون الستاند هذا ما الكيك الكابكيك اللي هو الرخام اللي أنا صابغة بالفضي تدرون أنا كثرة قاعدت أشتغل عليه يعني مرد لازم بالملة وما يكون تطلع فيعني هذا اللي أنا أتكلم في فالحين على أساس أن إحنا مثلا شغل الطاولات وشغل تدرون تشوف الأجانب يجبون جزع شجرة ويصبون داخل الريزن يعني تأثيري الواحد يعني فعليا كذا يعني نبي نسوي شيء مثل هذا يعني مع عمر جربت الريزن على الكبر بحاول أسوي وبشوف وش بيطلع معنا حس أسهل من الشغل على الصواني وهلالشياء شوفوا جماعة بقولكم شغلة يعني أنا عندي نقطة معينة أنا دوم يعني إحنا مثلا عندنا بدولنا الوسط الفني ما منتشر كثير يعني طبعا لا فني ولا ثقافي بسطة عمرا عنده كورونا مثل ما قلت قبل الأيام في أحد الفيديوهات يعني فش رايكم ونحنسوي مثل تجمع مع بعض يعني عجبني كثير هالحوار اللي قاعد يصير ما بيننا هذا شيء وايد حلو إنه نحن قاعدين نتعلم من بعض الله يسلمش جوجو على راسي والله أنت قاعد يسمش نفس اسم بنت ختي من دبي يعني حتى لما شفت الاسم قلت ممكن تكون هي يعني على راسي والله اختجوجو فخلونا نتباذل الأفكار حلو وايد أنا حاب الحوار اللي قاعد يصير ما دري فوس تقريبا اللي قالت أنا بجرب و أنت من وين أنا من سلطانة أمان من شمال الباطنة تحديدا من ولاية لوا ولكن أسكن في ولاية صحر في حساب ستار مارك كان شخص مسوي السفينة أو كذا ما دري إذا شفتوها أو لا مسوي جزيرة ما دري شرايكم أراؤكم بقولكم شغلة خلوكم معي بشغل لكم الفيديو هذا خلينا نشوف شوفوا هو الريال هذا شو تمام خلوكم معي وبعد ما نخلص الفيديو بنشوف أنا خلي أوكي جماعة هو الحن هم جاي بجزأ شجرة حطا في النص في مكان هم غلف بالخشب دائر ما يدور تقريبا أو مادة بلاستيكية شدي الحن حطا هي البودرة اللي تستخدم علشان تقلل كمية تستخدم الريزن هني مستخدم ألوان خفيفة حيل يعني طبعا الأضاء صالعة مواضحة مواضح حيل الشكل معكم شايف في اليوتيوب فبصراحة إبداع يعني هذا الرجل إبداع إبداع بمعنى الكلمة بمجرد نستخدم جزء الشجرة شوفوا الفكرة إنه سوى جزيرة في النهاية وهذا هني قام يحط النخيل وبيحط مجسمات بعد صغيرة حق أشخاص على قل التعادي الإمام لابسة من غير هدوم بتشوف ها الحين فكرة القارب بعد وايد حلوة شايفين ومعنات أعتقد كلكم أغلبكم شايفين يعني تمام فهذا أنا قصد الأعمال الفنية المثل هذه يعني تحسون إنه شخص قاعد يبدع بمعنى الكلمة أنزل أسألكم عن شغلة لمعة الرزن شنو فكرتكم عنها وإنت شو تسوون يعني نتيجتكم القطع اللي قاعدين تشتغلون عليها شلون اللي معوا إياكم فن ما شاء الله الله يسأل مشربان بنت اختك توصرج انت بنت اخت لا ما أظن صح انزل انظم سارا 7-7-9-2 حيا شاء الله اخت سارا نور تي موضوع لمعة الرزن بخبركم شغلة لمعة الرزن عندنا مدرستين المدرسة الأولى وخاصة عندنا في الخليج والله البنات ونظام كيوت وما لمعة لمعة فتيجي تجي برزن شفاف اي انا خالش احمد رانا اسمي احمد فاذا انت بنتختي طبيعيا بكون خالش احمد يعني انزل بصير السؤال اذا انت جوجو بنتختي تمام قوليلي شنو لون سيارتي يلا خلبي نشوف الحين انظام ججال حياك الله انزل ف جوجو السيتين انا اصلا قاعد اقول توني انزل اسألها من اسم مك تمام فهو شو يسووا يجبون القطعة بعد ما جفت يسوون طبقة من الريزن الشفاف ونفس ما انتو تتكلمه عن الكبر اللي هو يعني مثلا ما يوصلها للاخر فبعدين يقول اه شوفوا صار لما حبايبي هذه ما طريقة حك تلميع الريزن تلميع الريزن سنفر ونبتدي عندنا من الدرجة مثلا خلو ممكن تبتدوا مثلا من 400 عارفين شنو الاقصد ثواني بس اوكي اه اه اوراق الصنفرة اكيد انه يمكن البعض منكم قاعد يستخدمها سيارتك لونها ذهبي ها لا لا اوكي هذا تزويد في سيارات في الوان رسمية على فكرة جوجو يعني انزين تشوفون ورق الصنفرة هنا هذا مكتوب عليه بي 100 فاحنا نبتدي من اقل يعني لو حصلنا 100 حصلنا 120 نبلش بعدين مثلا 200 400 صالون تجميل ولا محل النزيه وتحصل صبغات الشعر ولا الروج درجاء بتحصل على حسب لين ما نوصل 2000 شنسوي الطريقة طبعا اذا سوينا صنفرة على القالب السيليكون بيتقحص معنا بيصير مجحص مشرخ وشذي خلاص يعني لا اكيد اختجيج واكيد ما نعرف انش انت تتغشمرين يعني انزين نسوي الصنفرة مع الماء نحط ماء ونستخدم الصنفرة بشكل دائري ما نستخدم خطوط بشكل دائري انزين شوية وبعدا نستخدم الدرجة اللي بعدها مو من الفوق التحت يعني مو من 2000 لا من قلنا من 100 150 120 وانحنا طالعين لان منصة 2000 وبعدا شنو يستخدمون عندنا عارفين الوكس اللي هما السيارات اللي يستخدمون حب تلمع السيارات الشمع اللي يجي أصفر تقريبا أو شذي شكله والله والنعم في شختي ومشه لا بنتختي سمجو وارل نفس الشي هلا قلش مال هدبي انزين فبعد الشمع يستخدمون أو أول شي يستخدمون البوليش عفوا الورنيش مع السيارات وبعدا يستخدمون النفس اللي يستخدمون مع المكينة تشوفون المحلات السيارات شوفون القالب هذا مثلا أنا قاعد أشتغل عليها الحين يمكن حتى يبين عندكم هني شوي اشتغلت على درجتين من الصنفرة بعد ما كملت يمكن حتى نبين أعتقد بتشوفون ان نبين فالمهم ان احنا لما نشتغل على الصنفرة بالطريقة هذه مع الماي وبعدا نستخدم البوليش لان جواهر وفي النهاية جواهر يعني مو جوهرة بعد جواهر بس ان شاء الله مو غالكسي ها جواهر حقيقية يعني ان شاء الله المادة الملمع البوليش ما للسيارات أصلا هو يسوي تفاعل كيماوي يشيل الغبش يعني حتى كنت شوف فيديو من فترة حق شخص هو صاب عملة يمكن تقريبا خمسين جنيه فلسطين أو شيء من هالقبيل ورقة نقدية صابها في قطعة مثل طابو قصيرة ومغبش اللون يعني مواضح أبدا يعني بعد السنفرة صارت كانها قطعة كريستال الله يسلم جوجو القالب هذا أخذ مني 1600 جرام يعني كيلو 600 جرام وهذا القالب أنا بروح مسوي لنا قالب السيليكون أنا بروح اللي مسوي لنا يعني ما كان سنفرة لأني قرب تحطيت عليه الطبقة شفافة بعد ما يجي فهذي بعد من التجربة درس سلم على أهل فلج القبائل والله والنعم فيك أعتقد أنك شخص مو شخص طالما حد صورة رهيال أوه سوري حياك الله أخي الكريم جوق تقريبا حياك الله على العموم كيف رفعت كيف رفع بشوف أوكي وهو خلوني أبعد لكم الكاميرا لشان يكون واضح أكثر وهو شدي شكل طبعا هو وردة غير منطمة أنا استخدمت المفرش السيليكون مع العجين هذا مع الكريك وكذا واستخدمت مسدس السيليكون بس السيليكون الشفاف مو الأبيض يعني الأبيض حق المواسير وشدي يعني فبس وبعدين سويت هني زجاج على الأطراف زجاج شفاف كسر الزجاج تشوفي وهني كان مع ورق الفضة وهني استخدمت الدهبي مع الأسود أوكي فهذا أيضا من التجربة اللي صارت معي كان كستر ألوان لا لا من كستر ألوان في موقع ثاني أنا أمس مسوي الأوردر أمس ولا أمس المسا الشكل قريب من هذا 360 ريال سعودي في فنانة معروفة ما أعرف شو اسمها يا رب نسيتها ماها أعتقد ماها اللي هي في ريزم هي على قناتها كانت هي اللي خلتني أروح الموقع هذا شفتها أن تقول يعني القوالب موجودة أو كذا فمعناته الشغلة نتعلمها الله يسلم الجوجو يا رب بنت خطف حياة شو الله منزل منصب ريزم شفاف سائل على ريزم جف انسوا الموضوع هذا لأن أنا شفت حطيت الزجاج تمام وجف القالب معي وبعد أنت طمعت قلت لا قلت خلوني شو أسوي زدت الزجاج طبعا هو منحني انت شفت القالب موسيد في انحناءات من ثلاث جوانب فلما حطيت الزجاج سكبت عليه ريزم الشفاف ريزم سال فأنا استهنت بالموضوع قلت شنو إن بصنفرة فلما جيت شي لأن ريزم مو نفس ما نسوينا قبل شوية على الصينية المراية إن ريزم تواصر ل مثلا نص ساعة وبعد سكبنا فوق فعادي يندمج وبالحرارة يرجع لا الموضوع مختلف شايفين الصبر يقول يا جماعة لما نكب على شي ويسوي طبقة مختلفة لونها مختلف شفافة شذي أهو سواء نفس الشي صار فرق ما بين لون القالب الأصلي والريزم الجديد النزع عليهم لدينا شفاف ولكن اختلف معي اللون فلهذا السبب قاعد أشتغل الأمس شوي اشتغل سنثرة طالب الجهاز لما يوصل من غرافيت ريزم طلبت من أمريكا واخترب الجهاز من عندهم شوف يعني السعودية طلعت أفضل منتجها تمام أخوي إذا بغيت استفسر عن شي في شغلة عادية استفسر منك أكيد طبعا حياش الله استفسر عن أي شي أنا دائما أقول الفنية جماعة ما يجتمع مع الأنانية أنا أخط من جوجو في يوم الأيام أنا أخط من أعطي غيري وهكذا الفن أبدا ما في أنانية بالعكس باكل إذا فتحت بث قدم الوقت نبي نحضر أوكي يعني مثلا نخلي على ثمان أسابير مثال ثمان مناسب أوكي روسان أومان الاسم كذا صح والله يا جوجو أنا ما كان ببالي أنا بس جيت عندي قتل الطلبية مع الأخ التي تتزوج وطلبة الصينية مع المراية الطاقم هذا على بعض فعاد بيجرب الريزن يعني ثوني كنت جاي وش ذي وعد لما حضرت وقعد أفكر شو اللي بأسوي وبعد قلت شو اللي يليق على اللون الفضي وهذا فبس وأنا يعني خلاص قاعد بيسوي بعد قلت شغل لايف يعني بالمرة خير نشوف لأن ما شاء الله خلال أمس أو أمس يعني كمية الرسائل وكمية التعليقات اللي جت يعني تقيير فوق الـ 1500 متابع وكذا يعني ما شاء الله كثير يعني ما قاد أرد على أحد قاعد أشتغل على store وقاعد أشتغل على المواد اللي قاعد أستوردها برا وقاعد البوكسات وحط كذا والطلبيات ناس قاعدة تطلب طلبيات ونفس الشي ناس طالبين مني يعني كذا طلبية ريزن ف يلا ألاحظنا سعيد والله صدبوني اليوم من أسعد أيام اللايف اللي أنا سويتها أول مرة أطول عادة على فكرة أنا الكاميرا خلصت أراويهم القالب وكذا أوكي ومشكورين ومعرف كذا وقف الأول مرة أقعد لهاي الحزة يعني حتى ما شاء الله الساعة ثلاثة إلى ربع صادقوني بأمانة ما متوقع أن الوقت نزين تابونا يعني إذا بنسوي بث يكون من تسع إلى عشر شغلك حلو ما شاء الله موفق على راسي والله AL4AI إن شاء الله قالت الاسم صح على رأسي والله يعني شوفوا التعليقات هذه الإيجابية وأراءكم الإيجابية صادقوني هذه الوقود هذه البترول أو البنزين اللي يعطيني إحنا بوش حاج الأمام يعني إحنا نقدر نواصل مستمر أنت بكم تحط القوالب قيمتهم مثل صينية مع كوستر ما فهم تقصدش يعني مثلا إذا أنا بسوي ريزن الصينية مع كوستر يعني بكم أبيعهم هذا تقصدين ولا قصدش قيمة القالب نفس يعني M2SH حيا كله نورت يمكن لأن اليوم أنا معكم في اللعبة أكيد جوجوا لا جوجوا انت شخصيتش مطابعية على فكرة يعني ما شاء الله يعني عندش يعني مثل ما يقولوا شخصيتش وائد طريفة و يعني شوفوا مثل ما قلت توني قبل شوية حق أخونا هلال اللي داش معي في اللعبة الحياة سهلة الحياة ما راح تحسون فيها أنا الآن قاعد أقول شلون أنا صرت 44 سنة يعني أنا ما مستوعب هذا الشيء بكم تسويين للبيع البيع اختيأ لحسب يعني شوفي بأقول لك شغلك يعني مثلا نفترض الصينية هذه تكلفتها مثلا من ثمانية لاربعتاشر ريال شلي حدد انها ثمانية ريالات أو مثلا 14 ريال هل أنا شلي مستخدم فيها مثلا الفراشات المطلية بالذهب مستخدم ورد مجفف ورق ذا أرخص شيء مر أرخص شيء هو ريز مع ألوان خاصة إنه ألوان عادية أو شدي يعني هذا بس إذا مستخدمين بعض المطلية معينة هذا هو اللي يحدد مثلا كسر الجاج قدرة النحاس الشغلات هذه فعليا هي الله يسلمش من تغتي نزل فهو يحدد هذا فأنت هنا تحدد مثل ما قلت إذا قصدش تبيت بيعي أو أنا بكب أبيع فهذه هي الفكرة اللي أنا قصد حتى لما حد يجي مثلا يسألني مثلا يطرشولي فيديو أنا مناشرة على التيك توك أو انستغرام يقولي نفس هذا مثلا كم تسوي فأنا أراويها عندي عينات معينة يعني الأخت اللي بتزوج أنا مهين عليه أطلع ومعي دوام يا جماعة والله فعلا اليوم أنا استنست حيل أنكم موجودين ولكن أنا وعدكم باتش إن شاء الله بكون معكم نفس الشي حددولي من الحين تابونها الثمان تابونها تسع ولا تابونها عشر فشوفوا حددولي من الحين وخلاص أنا باتش إن شاء الله بإذن الله أوعدكم إن أنا بطلع في الوقت اللي تتحددون تسع أو عشر خلاص نخليها على الساعة مثلا تسع خلاص إذن معنات باتش إن شاء الله نلتقي الساعة تسع عشان خاطري أقول لجواهر أنت طلباتش أوامر يعني أنا كان بنت أخت عندي اسم جواهر تمام فوالله حلوة هالألاقة اللي قاعدة تصير يعني نصير فرينزلي وشذي وكفنانين حتى نحن نتعاون مع بعض هذا الشي كان موجود متى لما بـ 2001 انضميت للجمعية العمانية الفرود تشكيلية في مسقط كنت تدرس لي مسقط وانضميت للجمعية رهيب يعني تصوروا أنا مرة واقف أرسم لوحة كنت قاعدة تسوي بورتاري أيوب ملنج هذا أكبر نحات في سلطان عمان يعني فلقيت واقف قاعد يقول لي غلط يا حمار فأنا سويت شذي لأن المرسم مفتوح وكل يرسم وهذا فقلت يعني ما ما عرف فأحد هني شوية لقيت إيا يقول أقول لك غلط أنت ما تسمع فطلعت قلت لأ أنت تحات شني أنا قال لي إيه هو كان يتكلم عن شغل أنا قاعدة أسويها قال لي ما تحط إيدك مثل مشرط في جو تشوف فنانين وتحاور وشذي فوالله أنا فعلا مستانس حيل إن شاء الله يا جماعة بكرة بإذن الله إذا قال لي أراضي يعني إذا ما قامت عصير ورياح سوداء وزلزال وما صارت حسوالب كلها وبقينا على قيد الحياة إن شاء الله باتر الساعة تسعة بتوقيت توقيت غرانيش ولا بتوقيت مسقط أحسن بتوقيت مسقط أوكي تمام بنكون إن شاء الله الساعة تسعة حلو نتريه والله أنا متحمس أكثر يعني وإنت حبيت كثير يعني طريقة إنش أنت تتكلمي عن تجارب هذا الشيء اللي إحنا محتاجين فعلا إنش نتعاون قدر المستطاع ونأخذ من خبرات بعض إن شاء الله هواء حياك والله نحن المستنسين وإياك إن شاء الله يوفقك الله يوفقك يا رب بنتغتي تمام بترياس باتر ها عبيش أنت أول مدعوين تكوني من اللي كان معنا فوز قبل شوي وريفان أيضا موجودة الشلة هذي كلنا تمام والله حلو نحن نستفيد من بعض يعني أنا هذا الشيء كثير كثير أحب يعني إن تعودكم شيء أنا رح أخذه وإمكان أستفيد منكم وهكذا ونتبادل الأراء يعني والله يحفظكم يا رب كلكم بس أقول الشغلة لا تنزل صغاتها يعني لاتين بعد إيدي فاضي أبات شغل إن شاء الله يحفظكم كلكم إن شاء الله يا رب ليلة سعيدة إن شاء الله أحلام سعيدة الله يعطيكم كذا سلام تمام خذوا طاقة تنفسوا نفسوا عميق شهيق وزفير استانسوا الحياة حلوة يا جماعة وكل واحد منكم وهو أحلام ما في الدنيا عياك الله لتو من ضم الله يديم عليكم يا رب السعادة ويديم عليكم الأيام الحلوة حياك الله L A L K H 11 كم مرة تسوي بث في التك توك والله ما كثير صوت قلني ما كثير ما طلعت كثير لايب يعني يعني أنا أطلع أرسم أو أطلع أسوي شغلة يعني بس ككلام كهذا كنت أقلش اليوم كنا نتكلم أنا ومديرة أعمالي الأخ تلام يا جراء أو يعني المديرة الفنية المتصصة الفنية حالي كنا نتكلم عن النقطة هذه إن خلاص رح أطلع كل يوم كل أسبوع كل أسبوعيا يا مرة أو مرتين مرة بتكون جلسة فنية ثقافية مثل شذي نحنا نتحاول نتناقش عن الآراء تمام يعني أبي أتناقش في اللي قاعدين نسوي يعني هذا روسان أومان أول شي أنت بني أصباي عشان أنا خايف أقول مثلا حبيبي بعد أن تطلع بني باشير يطلبوني في الإدعاء العام بس نعت كل يوم يطلبوني في الإدعاء العام نزل لا ما تستحن هذا حقكم يعني فعليا الناس الحلوة اللي مثلكم الكلام هذا الأخلاق هذا الروح الحلوة اللي قاعدين تتكلمون فيها هذا شي احنا نفتقد يعني بأمانة فلا هذا حقكم أنا ما قاعد أجاملكم ترى إذا سويت دورات تسوي بمبلغ رمزي أو ك أوك بمبلغ رمزي أو كصدقة شوفي بقول لك شغلة أنا مقتنع في شغلة أنه الفين طبعا أكيد رسالة ولكن بعد حلو الواحد مثلا يسترزق أو شذي يعني مش يتراوال أني شفهمتي لهذا شسمونا نزيل لا يعني أنا ضد فكرة أني يكون الشي مبلغ فيه يعني أنا الحين مثلا عندي المتيريز اللي أنا جايبهم حق الستور أنا قبل لا أطلع علي قاعد أوزع في العلب وشغلات تدرون أنا شو سويت يعني مثلا أنا شارك كمية ريزل ما أعرف كذا تمام لما أنا أقول ريزل مثلا 6 كيلة أو 8 كيلة يمكن أنت ما تقدر تشتري يمكن أنت تقول أنا بنص كيلة فقط فليش أنا ما أقسم الكميات الصغيرة أرخص السعر بحيث الناس تقدر تشتري ها البوكس هذا اللي أنا سويت درست الفكرة وشفت شو اللي بحطي فيه حوالت قدر المستطاع اللي هو عكل شغلة مثلا 200 بيسة عف 300 بيسة يعني قدر المستطاع إن أعطي شي يكون معقول لأن المبتدئ هذا عادة المراهقين أكثر شي يعني شباب صغار أو بنات صغار فبعد ما الواحد اللي عند إن كانية أن يروح يشتري مثلا المواد الغالية يمكن إحنا الناس اللي ابتدينا من زمان ناس كبار في العمر وظايف إلى آخر يمكن قادرون نشتري يعني بمئات الريالات لما نسوي شحنة ريزن عشان يعني نسوي فيها طلبيات ولا شي يعني الموضوع مختلف فأنا هذه الفكرة مثلا عندي الحجر ليش مثلا أنا ما أخذ حجر 10 كيلو أو زجاج 10 كيلو لا أوزع مثلا عبوات صغيرة 200-300 جرام يكون سعرها معقول والشخص والله إذا يشتري أكتر أوكي ما مشكلة يعني أنا هذه فكرتي يعني لا لا موضوع 50 وفوق هذا لا هو أشوف وأقول لكم شغلة أنا شخصيا أستمتع أي حد يسألني شي على التكتوك أو على إستجرام خاصة التكتوك ما في يوم حد يسألني شي يا جماعة أنا أوصل لمرحالة أن أنا عيون الدمع لما أحصل أحد مهتم بالفنون يعني عندي صديقة مغربية مثلا هي شوية كبيرة بالعمر أخت عزيزة جدا يعني على قلبي نفسها من وهي صغيرة تكون فنانة والحياة خضتها يلست وراها أزن عليها أزن عليها أول لوحة أكريلك بورينو سوتها ورسلت لصورتها ساعاتي لا توصف لأن أرجع وأقول الفن ما حكر على أحمد المعمري ولا حكر على شخص معيد فن ما نزل ألي وحي أنا تعلمت من فلان صح أسوي تجاربي ما أحب أقل طريقة وأطبقها مثل ما هي أسوي تجاربي وأخلط وأخسر ورمي في الزبالة بس عشان أقدر أوصل مثل الكلام اللي قاعدين نتكلم عليه هذه كلها تجارب في النهاية يعني لما أنا أخسر على قالب مثلا حوالي عشرين ريال مثلا بس ريزل من غير المواد المحطوطة فيه فبالتالي لا بس أوكي تجربة يعني فإن شاء الله بإذن الله الدورات لأ رح تكون رقيصة إن شاء الله الشهر الجاي إحنا مقرارين خلاص رح تكون في دورة بشكل موضوع ريزل إن شاء الله خاصة إن أنا ما أقدر أغلي لأن أنا ما بتكون دورة فعلية موجودة عندي في البيت وبعطيكم مواد وبنشتغل فيها ففي النهاية بعد حرام يعني إحنا قاعدين نتعلم ونستفيد من بعض يعني ما جربت والله بس أنا كلها أشوف تيك توك صحيح الواحد يتعلم ومن كل غلط يتعلم ويكون درس جوجو الحياة في حد ذات همدرسة أختي الحياة مدرسة واللي تعلم الحياة ما تعلم الكتب ولا يعلمو الأهل يعني بصفة عامة ففي النهاية تجارب إحنا نجرب وكذا ونتعلم من بعض فحلو إن إحنا هذا قاعدين نستفيد وقاعدين نتعلم من بعض والله شكل حلو ما المطبخ لا أوه واو لو ينفع يحط لي صورة الجواز والبطاقة الشخصية أخ وأنا ناسي بعد أن أش لابس ناسي وقاعد فيها هذه لا والله مرة طلعت كان شي صار ركبت السيارة وحد ينتظرنا عند سفير مولس حار وطلعت وما انتبهت أبدل إلا يقولون أنت إش لابس فإن طلعت قلت يلا طاف الحم ما مشكلة لايقا أي ما المطبخ يعني ما مشكلة هذا إحنا الفنانين والقفازات ما شيرتهم وناسي مرة أنا عايش الدور بكل معنى الكلمة ناسي تشبه همثل تركي بهاللبس بالأحمر ولا بهذا بعدين تعال تول قبل شوي واحد اللي علق وقال شلون هذا أستاذ أو لابس شذية تذكرون ما أدري ش يقصد بالضبط يعني يمكن يقصد اللون الأحمر هذا ما أدري ش يقصد بالضبط أشبه مثل تركي آه ما أدري والله آه خ الله حلو الصمتة هدوء 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 أوكي أوكي حابين بعد بعد فترة أن نحن نسوي عبالك أنك مدرس فن أوكي مدرس فن أستاذ تمام ولابس هذه أوكي لازم يكون لابس شي معين يعني ما أدري إن زين لا ممثل كويتي لا ما أنتو الطفقة كويتي أو تركي صح حرف الألف الكاف موجود وحرف التأمة موجود نفس الشي الكويت تركيا والألف موجود والياء موجود والله الأسمين متقاربين لا سمحوا لأيالنا لهذاك شي سابونا إن زين تحبين إن إحنا نرجع أطلع مرة ثانية حق الأكريليك بورنج اللوحات اللي أنا أسويهم حابين نرجع نسوي فيديوهات مرة ثانية نشتغل بصراحة أنا شاري الريزن يا جماعة الخير أبي أسوي طبقة على اللوحات اللي أنا أشتغل عليهم يعني تمام واللي حصل للحين ولا لوح طبقت عليها أكريليك بورنج يعني لا أتابع مسلسل في واحد طباخ يشبهك أنا قلت طباخ يا جماعة الخير أنا قلت طباخ يعني نزيل نفس اللي توق قلت لأ روح مطعم مدري خالد حربية مني ساموذل لعندهم في الإمارات أوكي لا إذا حريب السلطان أنا أمثل معهم إيه كنت واقب بس وراء الباب يعني للأسف انزيل فبالنسبة الأكريليك بورنج ونرجع نشتغل مرة ثانية حد عند خلفية شو الأكريليك بورنج الفن الأكريليك بورنج اللوحات حد شاف الفيديوهات اللي كنت منزلها عندي قبل شوي إيه يعني فعليا هوس لا 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 بقول لك شغلة أنا أقعد بالنوم أول شيء أسوي شنو أنا عادة أنا أروح أقتشاور مباشرة المرة قبل عندي عقدة من هالموضع الحين يعني عيون أدنزل أرتض لأن الغرف فوق في الطابق الثاني أنزل أرتض بس عشان أبطل الريزن من القالب يعني خلاص ما خطأ مستحود على التفكير فعليا 24 ساعة ففعلا فن 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 رائع رائع يعني لأنه في المجال واسع هذا ما شيء ثابت تحطين ورد تحطين ورد أنا عندي شغلة بخبرك تضحكين يعني لما تشوفين ها الحين تشوفين القالب هذا الصحن هذا الورد هذا عبارة عن شغلة عارفة اللي هي الشاي الأزرق زهرت الشاي الأزرق هذه يا جماعة شجرة أنا زاراها عندي برا برا الفلا في بنص ريال شارنها حتى بالمشتل لون الورد ما لها لونه أزرق وحطيته في كتاب وضغطتها وبعدين سويت على مثبت شعر بس فعليا يعني حتى لو تشوفوا الفيديو على التيك توك عدكم واضح طالعة كأنها 3D لأنها طالعة ما بين طبقة شفافة طالعة كثير حلوة يعني كانت النتيجة أنا كل يوم كل وقت أتابع شغل الريزن سواء من التيك توك أو الإنستجرام أو اليوتيوب والله حلو هذا شيء وايد حلو يعني مكرنة بنشوف أنا شفتهم إيه وايد حلو الريزن في اللوحات يحافظ على اللوحة إنها ما تتشقد يا أنا أنا في عندي لوحات شوفوا أنا استخدم عندي الورنيش عندي كذا نوع وعندي مواد ثانية طالبها كلها من أمريكا من أمازون كذا أدوات احترافية طبعا كصار الظهر يعني تحصلون لا وشوفها على الأمازون يعني العلبة مثلا علبة بس توصلني أحصلها شذي يعني بس أوكي بس يعني نتيجتهم بأمانة شيء مختلف تمام فالريزن فعلا أبي أجربها بصراحة وإن شاء الله بيطلع وائد حلو يعني أتوقع كذا حبيت ما شاء الله أباها خلاص بدفع أي شيء المهمة شوفي بقولك شغلة اتواصل معي على الخاص تمام انت قصدش هذه خلاص أفعلش ما في ما من بين يعني فرق تمام بس اتواصل معي على الخاص مثل ما قلت لش فخامة وذاك الكبر ولما تشوف ها الطبيعة ايه والله يعني أنا أشوف الصورة لأن أنا الأكريلك بورينغ يا جماعة خلال لو يكون بشغلة كذا يمكن عشان يعني مثلا خلوني بعدل التليفون الاتجاه مثلا مثل هذه اللوحة شايفين حجمها يعني هذ كم كمية الألوان اللي أنا سكبتها كمية مهولة يعني فعليا كمية مهولة اسكب اسكب يعني كمية الألوان كانت كثير ضخمة تمام فتصوروا أنتو لما أنا يعني المواد اللي أخلطهم مع الألوان اللي هي الأكريلك بورينج والجل والشغلات هذه أحتاج كمية لأن أنا ممكن زجاجة الألوان واحد لتر كامل يعني ممكن أستخدمها في نفس اللوحة طبعا مستخدم كذا لون يعني ما بس هذا فتصوروا عندما يجيني العلبة هالكبيرة مثلا تطلع لقيمتها بمبلغ وقدرة فمعناتها أنا يابيني سطل يا يا ربي اليوم تفلشت تمام أخي لأن خلاص دخلت قلبي الله يسلمك أو يسلمش أنا ما عرف أنا خايف لا بنت أعتقد حتى صورة شعار وشذي وشغلات حلوة نزيل انظم QAQ 005 أنا أحب بايد حرف Q علشان هو حرف حد يعرف حد يبدأ حرف بحرف Q أنا أحب حرف Q علشان شذي حياك الله أخوي أو أختي شوفي ما مسألت على فكرة للمبالغين في الأسعار راوينا أشياء مسوينها للمناسبات شكل لا المناسبات ما عندي أي شي بخبر بشغل أنا قاعد أشتغل على شي بس بعتني للحين فعليا ما اشتغلت شي يعني هذا مجهز اللي هل الطبعات شغلات اللي هي كذا شي شي سويت وشي بعدني ما سويت ورسومات رمضان عادة الحين بادي أشتغل فيهم بس بعدني شغلات شغلات مثل هذي يعني استكارات مجهز قاعدة بشتغل المشكلة تذكرون الريزن يوم راويتكم قبل شوي ما لغرافيتي ريزن لما طلع فيه مثل النقاط شذي ف هذا اللي خلاني شوي وقفت الموضوع لين ما وصلتني الشحنة هذي اللي أنا طالبها اليوم قلتلكم وطلعت شفافة بأمانة بأمانة الريال هذا خلاص راح اتعامل معه دوم لين لما اخط من الكمية هذه قلت لها انا راح اشوف اول شي اجرب ها اذا طلعت نوعية جيدة قلت لانا خلاص ما راح اتعامل مع احد ثاني الشحن كل شي كان منتاز بصراح بأمانة يعني هلو مي فريند هاور يو اوكي ولكم تو ماي لايف يا جماعة انا موليز هي ارتست فروم اسبان من اسبانيا هاي انا موليز ولكم اللي دشت الحين معنا لتشوفون حط هذه الصورة شعارها نازل هذه اسمها انا موليز هي فنانة اسبانية عندها براند خاصة فيها تشتغل ترسم على الملابس ترسم على الاقنعة ترسم على المراوح عندها حتى في المؤتمرات الشعبية هواية تتعامل معهم معك جهاز طابعة ولا تعال مع مكتبة انا عندي طابعة حتى هني ورا الغنط اعتقد انزل وعندي سكرتيرتي في الدوام هاي انا موليز ولكم عندها طابعة ليزر هي اللي تسوي لي الاستكارات هذه يعني هي ما شاء الله عليها شاط روايد بعد هي عندها مالها قاعدة تشتغل شغلات طبعا وشادي صلى لها فترة عندها مشروع مشتهدة 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 طب صراحة نفعتني يعني حتى انا اقولها انت شريكتي يعني في موضوع الريزل اوكي ف يعني لكن انت بقول ان المواد هذي الماتيريا هي يمكن تكون غالية ولكن هي مواد يعني مثل ديلر اندراوني مثلا هذي انترناشونال براند يعني حق اللي هي الأكليليك برينج الكلور والماتيرياز مثل الميديوم مثلا مثل السيليكون اويل الشغلات اللي قاعدين نستخدمها هذي رسامة شكلها هي ان مليزة قصدي الاسبانية هي رسامة وحد محترف يعني حتى انا كنت منزلي لها فيديو ودعايا طلبت انا انشرة لها حسابها وشدي من فترة هذي كانت بداية التعارف ما بين يوم بينها يعني بس هي ما شاء الله مشتهدة وشخصيتها وايد 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 مرحة يعني هذا الاسم اللي هي حاطط لنا هذا اسم براند بمالها على فكرة هي اسمها الاسم الشخصي اسمها أنا منيز يعني هذا اسمها بس هذا اللي هي حاطط منيز نكنيم هذا اسم البراند مالها الشركة اللي هي مسويتنها اعتقد كان في 2005 هي بلشت وفتت حتها في 2010 أو 2001 وفتت حتها في 2005 هي دارسة فنون جميلة كانت يعني بس ما شاء الله عليها شيطانة مشتهدة ما كشي ما تسوي يا جماعة الأجانب شاطرين بعدين الحين انتو تتابعون انظم 9-2 9-2 حياك الله اخوي نورت هي حسابها وايد حلو بأمانة حسابها وايد حلو يعني بتشوفون دوم هي طريفة ودوم شدي تبحك وهذا انزل فتشوفون هل تتابعون فيديوهات أجانب حق الريزن يعني انا شوف مختلف تماما ما قاعدين يسوي نفس اللي احنا نسوي شي مختلف هم يسوي لوحات يسوي قاولات يسوي اعمال فنية استخدام الخشب يستخدمون الخشب مع الريزن بشكل واو يعني فعليا اتمنى احصل يا جماعة شجرة شي ابي اشتغل شي ريزن عمل 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 فني اللي ثقلة يعني خلى عنا اللي هو شغلات ستيكر ومبروك وستند مال قال بكيك اوكي يعني هو حلو ولكن اي حبيت حساب هذا الشي تشوف كم فيديو اي الفيديو هاتها حلوة ومارحة شدي وتشوفون تسوي شغلات غريبة يعني الخليجيين احنا ماخذين الموضوع على فكرة بشكل مختلف يعني احنا ماخذينا اللي هو كسترات مالاكل انزي انا بسيركم سؤال دوم اتناقش مع سكرتيرتي على الموضوع شنو اللي يطرق الحين لما تكتبون على شهوة عفوا قهوة شاي يعني شو اللي فارق انزي اليوم قالتلي صدمة قالتلي ان هي قاعدة تطبع حق عريس لما يزوجون تكتب على الشوكة قلتلها اوكي ما فهمت يعني وان تطبعين هالشوكة قالتلي عاليد ما الشوكة قالتلي عبارات ما لما شنو قالتلي عشان والله المعرض قلتلي انا الحين متزوج وبأكل زوجة الشوكة ما كتوب عليه يعني ليه فرق هذا مثلا بيفرق قالتلي هي ونكتب على الكوب ونكتب على ما هدر شنو تحسون شي طبيعي هذا اللي احنا قاعدين نسوي ولا مسألة يعني المستوى الاقتصادي شوي الناس مو حاسة مثلا وبالفلوس وشذي وقاعدين خلاص يعني شي موضة ماشية الأكليلك بورنك ثواني لان التليفون بيفضلي بروح اجيب بس الباوربانك اركبه ثواني وبرشعلكم حسنا حسنا اتركب حسنا حسنا اركب بعد هده وين الشحن مالا اليوم اول يوم استخدمه حسنا حسنا بلش يشحن حسنا حسنا لا انا حسنا حلو موضة وهذا شي شخصي من باب الضوق مرحبا نباثو تقريبا او شي حيا شالله بنت طبعا واضح حيا شالله كيفك عزيزي انا الحمد الله اختي الله يسلمش شرفتي اللايف عندي انزل اوكي جوجو انا فهمت انه مسألة على حسب الاذواق بس الان انا قاعد اتكلم فيه يعني الموضوع صاير ان ما اخذ منحنة يا جماعة يعني ما شذيه بعد يعني ما كل شيء احنا اخذ المرة نتعلق فيه انزل انزل الحين الكوب انا استغربت قالت السكرتير تستاذ الحين ما استخدم كواب ما لا كواب شستخدمون قالت لكل ريزن كل ما شغلات مثل شذيه هو حلو ما اقول انه ما حلو يعني انه هذا تعتبر قطعة فنية اولا اغلب اللي يشتغل اغلب خواتنا اللي يشتغل يعني الله يحفظ طبعا هو شيء يشكر علي انه مسويين مشروع منزلي وخلافة عسى دوم اختي الله يسلمش يا رب انزل هو شيء يشكر عليه ولكن ارجع واب الغالبية اللي قاعد ذات يشتغل تقييم المتواضع ما لي علاقة بالفن هي ما قطعة فنية هي قطعة مبهرة شيء الوان تلمع على ما اعرف شنو والاسم وحلو الله ولا ما اتي مثلا رفيشتي ولا جارتي ولا اهل رايلي مثلا اراويهم الله وحلو من مساوين وليش مساوين فلا الاجانب لا يشهد الاجانب يساوين بلوحات يساوين مثل الطاولات لان اصلا الريزن هي اصلا يستخدم حق الاسطح مالة المنازل حق الازل طبعا هي رديئة بس فكرة انها ما بدأ تتصل لما ينزل مطر ما ما ينقط البيت تمام الله يسلم اختي يا رب تسلمين هذا من ذوق اكيد الانسان اللي عيونه حلوه هو يشوف كل شيء حلو حتى لو الشيء مو حلو هم يشوف الريزن طلع صار من فترة من 8 سنة اللي هو الريزن 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 وعلى فكرة اذا حصلون الريزن لا تشترون لان الريزن ما الارضيات احنا نسمع الاسم البعض يفكر من الريزن اوكي بيعطيني ما ادري شنو التأثير القالب لا لا هما الارضيات حبابي يعني الريزن النظافة الله يسلم يا رب وايام مش يارب فالشفافية والكلام هذا يعني لا تحاول ان تشتونا فهو طلع من شذي ويستخدمون في النجارين في الاثاث طاولات ما طاولات يدخلون في القطع الاثاث يعني مزج ما بين الخشب او ما بين بعض المتيريز الاخرى فهو مو ذاك الفن اللي هو مجرد كشغل التغليف او كشغل ما دري احنا نسوي قرقعان ولا قرنقى شو مثل ما يسمون بنسوي يعني الموضوع خضر منحنة اخر اسعاره مبالغ فيها مش اسعار البيع انا اقصد اسعار المتيريز نفسها يعني ورغم ذلك الناس بصراحة وصل لمرحلة الادمان يعني تشوفي انا افضل ريزي انا الحين جربته يعني انا الحين جربت ممكن خمس انواع افضل النوع اللي انا جربت اليوم هذا فكرة انه اللون يكون شفاف شذي كنني ماسك ماي ودرجة حتى الليون مالتا يعني حتى ما لنوعية غرافيت ريزن لما كنت هي نزل مثل العسل لما يجمد يعني عندي صعوبة وقعد انفخ معنا في شذي ويطش يوسخ الدنيا يعني كان فهذا ما عرب بصراحة يعني هذا الشخص في امازون وبتحت ناسر في ديزيرت كرت لان اتعامل معهم صار لسنين يعني غرافيت ريزن هي لا اللي انا شاري هذا نوعية امريكي كريستال انا شاري كمية شاري ستوك ما شاري العبوات يعني انا الحين شو اللي قاعد شاري الحين انا بروحي بسوي عبوات ومفصل عليهم طبع عليهم الاسم والنسبة وكم اتخلطي ما اتخلطي وكم الجرام هذا احنا بروحي العبوات يعني مسويهم احب فرن فن الريزن وتعلمت بنفسي كثير حلو انا احب الرسم كثير واحب استخدم طريقة السكب على حد يعيني علي شو الاسم تهاني تهاني ميكب حياش الله اختي تهاني هذا هو اللي انا اقصده انه لما الفن يكون فن لانه فعليا الواحد يكون رسام ويجي طبق في شي ثاني اكيد بيكون يفرق بعد يعني الحين مثل اكليل بورنج في ناس لما يشوفوا لهذا يقول اه الموضوع طلع سهل يعني هي بكوب اخلط في الالوان كثيرة وبعدين اكب الكوب على الكانفس واشير الكوب هاي الالوان صارت هاي هاي حبيبي ما الموضوع ما كان كذا يعني الموضوع مو مسألة مسألة انت شخص قاعد تتعامل مع الالوان عندك حس فني عندك بصمة خاصة تمام يعني يمكن انا سوي لوحة حدي سوية تطلع مختلفة واحسن بكثير هو بصمت هذه البصمة مالت يعني فالموضوع مو به البساطة الريزن شوفوا الريزن مادتين وفي منه جاهز انت عارفين طبعا في منه جاهز وليس ما يحتاج تخليط اوكي بحط بطلع الساعة بقلب دقيقتين ثلاث دقائق خمس دقائق على حسب النوعية شوية الوان مني مني كبهم تطلع معي شغلة حلو ولكن ما يعتبر فن هذا شيء وهذا شيء آخر يعني الحين اممكن اجيب شوية الوان وكث وبتطلع معي لوحة ولكن انا هني قاعد عارف تكنيك معين الاكريلك مورنغي يعني انا اقول لكم كم تكنيك اللي انا جربت يمكن مثلا 20-30 تكنيك بس اللي جربته وكثير اللي ما جربته في نوع واحد من الفن يعني سواء بالكوب المقلوب سواء بالكوب اختي استاذة رسم اكيد يكون مع الفنانين بصمة فنية الله يحفظها ليش والله اوكي يعني انت العائلة كلها فنانين ما شاء الله عليكم بنت اختي طلعت فنانين كلكم ها العائلة كلها والله هذا شيء حلو يعني اتمنى لو كل بيت يطلع مع احد عنده ذوق فني عنده تذوق احنا مونفس الغرب الغرب منهم صغار في مناهجهم صح الفن ذا لازم لبصمة كى انك تحط شعورك فيه لما istia يشوف يغوصل شعور اكيد بقول شغلة انت شو اشتغل انا اشتغل انا هار منجر وشتغلت قبل صحفي مع اني ما دار الصحافة اشتغل اه مساعد مدير نفس مدرسة خاصة الكويت اشتغلت مدقق لغوي حق مؤسس البورصة الكويتية ما عرف اذا عايش ولا توفى كان ريال كبير يعني كان يكتب يعلف كتاب مشوار حياته فهنا اللي كنت اكتب له اياه الكتاب 7WNVE حياك الله او حياش الله نورت شوفوا انا بقول لكم شغلة بعض الاعمال لما نشتغلهم بعض اللوحات مثلا اه مثلا اختي المغربية هذه لان هي داخلها فنانة فتية تقول لي شنو تقول لي احمد اللوحة حسيتها مثل موج بحر وماي ورمل مع ان هي اللوحة مش هذي بس لان هي بداخلها يا جماعة الاحساس الفني كثير عندي ناس اعرفهم لما يدشون لي يقولولي اللوحة مثلا تعبر عن شذي هي ما يعني هي لا فيها مثلا اللي هم يقولون عنها بس خلاص اهما يعني عندهم مثل ما نقول ميول فني عندهم تضوق فني خيالهم فني في حد ذاتها ترجمة اللوحة في شكل ولا بحر ولا في شكل ما ادري شجرة ومعرف يعني اشياء انا نفسي ممكن ما تخطر على البن الله يسلمك يعني هي شوفوا الحياة محط قطار محطات في محطة نوقف فيها شوية في محطة ننزل فيها ونرجع للكامرة ثانية في محطة بس من على الباب يعني ويحتى اني حننزل فكل عمل الواحد اشتغل او كل شغلة وعلى فكرة انا تخصصي نجارة يكون لعلمكم انا يعني اشتغلت هاي الوظائف انا تخصصي اصلا نجارة ما لها علاقة نهائيا يعني حتى وكاتب مسرحي معتمد من سنة سبعة وتسعين كنت امثل مسرح واكتب وخرج مسرح ما دخل نهائيا الموضوع وعلى فكرة اطبخ شوفوا يعني ها شوفوا جوجو جاء مرة يعني مفصل تفصيل موضوع الطبخ وراي وراي الحين انزل ماشي مليوم ارقاد خلينا والله يعني انا ما ما بيعطل حد فيكم يا جماعة بامانة اللي عنده دوام وشاذي صح كلنا عندنا دوامات وهذا بس ارجع باقولكم بامانة ما بيعطل احد اللي هذا شي سمونا بامانة اللي حرام اللي اللي يحس نفسي بينام يعني بعد ذلكم مرخوصين روحوا بنلتقي باتر بس ما ما يصير بعد انكم تسهرون يعني ااااا بنلتج ان شاء الله باتر يعني ما باروح مكان وحسابي خلاص انت تعرفوا يعني اي شي ممكن نتواصل وشاذي بس الله يخليكم ما هاين عليه بس اوكي يعني ما بعد ما يصير من المصهرون كم الساعة ثلاثة وثلاثة الحين بتوقيت اعمان حلو الواحد يشوف نفسه بكذا مجال يعني هو ترا شوفوا اكتشاف ذاتي يعني انتو في النهاية كل واحد شي بي وين يو بيوصل يعني مجال النجارة هذا انا دخلته ساوي عجيب جدا عندي هوس بالخشب وبالالوان من وانا تصغير لدرجة انت حالين في اعمان اي انا في اعمان حالين كنت في تركيا مصر عشان رح تشتري الماتيريز هذي اللي حق الستوري الموادر الفنية وحالين في اعمان قاعدت حجر وخلصت والحين اداوة معادي انزين مثلا كان عندنا تسريحة لهوت واليت مثل ما يسموه قبل تذكره نظرا في النوم اللي كانت مخمل وداخلها اسفنج يمكن ما ندري حد لحق على ها من ايام الغوص احنا عاد تمام فاحنا بطلناها يعني كانت اختي معي عشان تساعدني بطلت كامل وقلبت الخشب اللي برا داخل عشان يصيره نظيف سويت مكتبة ورح اتجبت نجار قلت لها بك تركب الهول فور مايكل اللي احنا نقول عليه زمن دي كور هاذا ما لحقتي ممكن عليه فلما يل هندي قال لي مثلا قال لي عشين ريال فقلت لها غالي لان يعني اهال بعدنا وهذا مصروفي يعني فقلت لها قال لي ليش عشو ريال قال لي يوم غالي ليش النجار اللي فصل لك اياها ما ركب لك عيل عليها اكيد اعطاك سعر اكثر قلت لها اين نجارة لمسويها قال لي مستحيل قلت لها انا مسويها قلت لها حط ايدك من داخل لما حط ايدها انجرح من اثر اللي هو الفور مايكل القديمة والزجاج مطرح المخمل وهذا يعني فكان عندي هوس بالنجارة فهذا اللي خلاني ادرس انجارة نجارة خشب مع الوان طبعا ريزن واو 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 يعني بعد هذا مثل ما انت تقول لي جواهر ولا مادر من من الاخوات اللي كانت تتكلم انه فعليا يعني يعني الريزن جواهر الريزن فعليا ادمان يعني بمعنى الكلمة بس ادمان حلو يعني ادمان ما مضر ادمان منفع نافع يعني بلا صح فن مضايقة من شغلها الدنيا نسودة في عيون الواحد انزين هي يطلع ادواتها ف اي ام دابل فاي فكي حياة كله نورت حب واو اوكي حلو الكلمة انا خاطري اسوي طاولة لون اخضر ملكي شو اللي تقصدن باللون الاخضر الملكي هل قصدك يعني او قصدش اللي يلمع لماع وش اللي قصدش بالأخطر الملكي بس ما فهمت اللي بقصد به هل قصدش اللي هو في يلمع مع البودرة المتالك اللي هي البودرة المعدنية ولا شو تقصده يا اكيد طبعا ينسيك الدنيا اخضر غامق يعني خلينا نقول نفس اللون المخمل قصدش اللون المخملي الاخضر المخملي اذا القصدش اللون الاخضر الغامق المخملي هذا اعتقد انه الالوان الجرافيتي ريزن اللي الالوان الكريمية نفس اللي انا استخدمت له التركواز اعتقد هذا انا لحظة شوي عندي اخضر غامق ما ادري اذا هو نفس الدرجة اوكي اوكي الشبكة كانت فاصلة واعتقد انه الحين رجعت انظام اتش او سبينتي وان حياك الله وين اختفى لا مو شذي النت فصل ما ادري كل شوي اطلعلي النت فراح اطفيت الراويتور رجعت شغلته اوكي انزين انا كنت اقول يعني ان اللون هذا تقريبا احس اقرب للمخمل او لون الحرير الاخضر يعني شذي تحسينه هلا اف اي ففتي فايف كي حياك الله او حياش الله يا شوفوا جواهر شوفوا كيف يعني تونا متعرفين وشوفوا كيف الوفا بعدين هي الوحيدة اللي اسألت لا صراحة لا لا يعني انت يسمع المسمة لا طبعا نطقش مراكيد كلكم الخير والبركة يعني وعلى الراس يعني كنا مخمل ايه اللونه وايد وايد الاخضر حلو يعني استخدمتها ما اذكر طلب حاج من كنتم سوي وهي ما كانت حتى متشجعة ما اذكر في شو اي قطعة بس يعني اذكر حد من الزباين بس طلع الاخضر طلع وايد حلو تأثيرها وانت من اهل الخير بنتختي الله يحفظش ان شاء الله يا رب ليلة سعيدة نوم هنيء ان شاء الله احلام وردية بس ان شاء الله ما تحلمين فيني وتصير كوافيس انزل خلاص ان شاء الله على موعدنا ذكر الساعة 9 المساء بتوقيت سلطانة عمان ان شاء الله لو تسوي الطاولة اللون اخضر مع ابيض وشوي الريزن الشفاف مع ورق الذهب بيطلع الطاولة رهيبة شوفوا انا ابي اصوي طاولات وفعليا حصلت طاولة طاولات في مكان هني عندنا في محل يعني في عمان طاولات خشب والارجل اللي هي جاية لبرة خشب حبيت اجرب فيها ولكن اشوف يسوي ارجل اللي هي الحديد عارفين هالارجل اللي هي لبرة لان المعدن مع الريزن يعني حاب اصبع على الخشب اخلي الخشب اماكن طالعة مثل ما انت قلت يكون شفاف وشذيب احلام مالية بفن الريزن ربي سعدك وفقك الله يسلمش يا رب احلام مش كلها كوسترات وكلها الوان مثلك والوان حلوة يا رب يلا ان شاء الله يا رب تصبحين على الف خير اختجوا هادا ايا شاء الله ابي لا لا فعليش روحي روحي نامي وان شاء الله بدن اللباتش وان شاء الله بنلتقي ولا تنسين الصورة ها تمام انا اي ما نسيت يعني اجمعين يا رب بس لو تعرفوا وين هذي الارجل فعليا انا مرة متشجع لان انا ارجع وابقول انا الاشياء اللي قاعد اسويه الطلبية هي حلوة وفن وقاعد استمتع فيه ولكن تحدي يعني مثل شنو انا ممكن اشتغل طاولة رسمها الكبيره مثلا 30 سنتي اصبيل مثال 25 ممكن اشتغل لوحه مثلا متر متر وشوية هذيك شيء وهذي شيء اخر صح هذه لوحه وهذي لوحه ولكن اشباع فيها ثقل صح هذه لوحه وهذي لوحه ولكن اشباع فيها ثقل يعني لما اخلط حياك الله جسان اعتقد حياك الله نوارت اخوي او اختي ولد اكيد جسان اعتقد انه ولد تمام يعني لما اقعد اخلط الوان في سطل كمية وعلى الارض اللوحة وانا قاعد على الارض وهذا والدنيا كلها صار الوان واستخدم البندولها لو سامعين التكنيك انا استخدمت فيه ممكن سويت لوحتين تقريبا او ثلاث لوحات فيه ان احنا اوكي رجع اوكي رجع اوكي اخيرا رجع الواي فاي اشتغل الحمد لله انزل ليش ما يصير انت تصمم الطاولة وتعطاهم هي ما مشكلة الطاولة الطاولة بسيطة يعني انا مجرد هذا لكن الفكرة الارجل نفسها يعني انا شوف اللي يشتغلوا يجيبون الارجل الحديد اللي هي تتركها ببراغي لان الحديد لما يكون برا بعد يعطوا رونه قوايد حلو خاصة مع الطاولات الريزن ريزن مع خشب وتكون الارجل شذيه بس اذا ما لقيت راح اشتري شكلي طاولة من الطاولات اللي قتل شفتهم بس المشكلة هم فيهم لوني يعني مثلا ذهبي ابيض شذيه انا كنت اتمنى ان هي تكون خشب ولكن شو اللي ممكن نسويه ممكن حنا نستخدم الاكريليك بورنج فان الاكريليك بورنج مع الريزن على الخشب يعني اساس انه ما بيلو ما بيلو الخشب مثلا ذهبي او الهذا ما بي يعني فهمكن نسوي هذا الشي انضم ESH ماكس حيا كلا او حيا شالله اوكي 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 انا ما تعرفتم علي موجودين هل كلكم من اعمان ولا في احد من برا ام انضم i f ولا 3 y f انا مكس اعمان ولا امارات والله والنعم حلو اعمان ولا امارات اعمان والمراض يعني الانا الانطباع عندي منه انا صدير ان احنا يعني ديرة وحدة شعب واحد فيعني شناس والله والنعم يا هلب اهل شناس 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 يعني من الولايات الجميلة بناسها يعني انا حتى سكنت فيها فترة عشت فيها زمان كان ايام الدراسة بعدنا اه منو ليش منو ما يعرف مصيرة او البقعة تشرق عليها الشمس يعني والنعم باهل مصيرة والنعم باهل شناس وباهل الامارات كلها هنال الموجودين في الامارات يعني والنعم بس انا ما عارف الحين انت صباي ولا البنية بس حدد للراعي مصيرة حدد لانت علشان ولا اتكلم بس اكون عارف انا مع منو قاعد اتكلم يعني من فريق التماسيح ولا من فريق السحالة احد فيكم يدري شنو السحالة والتماسيح صباي والنعم فيك حياك الله اخوي وحيا الله بكل اهل مصيرة يعني يعني يا جماعة اللي موجودين حد يدري شنو او حد لحق على موضوع التماسيح فريق التماسيح فريق السحالة ولا ما ترانى من ايام الغوص ترانى ما عليك زود حبيبي والله اوكي شكلكم من الجيل الحديث كلكم صغار يا جماعة زمان على ايامنا خاصة ايام الدراسة وما بعد الدراسة شذيب كان دايما صار حرب خاصة على الانترنت يعني انا كان ليه باع قويل في المنتديات كنت مدير كذا منتدة يعني وكذا دايما الحرب ما بين الصبيان والبنات ان البنات يقول حق الصبيان التماسيح والتماسيح يقول على البنات السحالة فدوم الحرب ودوم الردد في المواضيع ان فريق السحالة وفريق التماسيح وشذيع وخلافة يعني عسلن البنت رقيقة وكيوت وشذيع صغيرة وان المفروض الصبي يعني يحش بغل يعني مثل ما يقوله فالهذا ولوني طبعاً اختلفت المخاييسة الحين ما حد يعني اللي واضح ما حد يعرف هالمصطلحات هذي والله فعلياً قاعد أحس أنه أنا من جيلي يعني يمكن أوكي أنا شغلي كله على الإنترنت وأسافر وايد عندي هوس بالسفر يعني في سنة أسافر مرتين أو ثلاث مرات مرحبا بك أخي منور الإكسبلور الله يوفقك ويوفقك إن شاء الله الله يسلمك أو الله يسلمش بس ياريت تعرفون بنفسكم من ياريت اللي يدخل كذا يقول منه هو صباي بنية على أي فريق التباسيحة والسحالة عارفونا أنتو من وين من أي ديرة يعني بالأصح نتعرف فيكم يعني أنت معلم فنون لا أنا ما معلم فنون أنا HR manager مدير موارد بشرية ومجال دراستي نجارة ما لها علاقة يعني بالموضوع فكل داشو ببعض الحين أوكي بس اللي موجودين يعني تخبرونا أنتو من وين يعني عرفنا في الأخونا من مصيرة في عندنا أختنا من ولاية شناص من وبعد موجود من المناطق الثانية أو من بره عمان حتى يعني نت في كورونا تكلم عن نفسك شوي شغلك وهواياتك شغلي وهواياتي مثل ما قلت لكم أوكي أنا أحمد المعمري أمر 44 سنة أشتغل مدير موارد بشرية تمام من سلطانة أمان بس هوياتي الرسم كنت أكتب فترات طويلة وعندي ديوان شعري وكنت أكتب مسرح أيضا لسنوات طويلة الحين وقفت كان عندي مسلسل كان بيتحول مسلسل تلفزيوني في الكويت ولكن ما اتفقت ويا المنتج بعدين وصحبت العمل منه الله يسلمش يا رب وياش إن شاء الله بس هذا أنا بشكل بسيط يعني ما عرف شا يقول بعد اللي حاب يسأل شيء يتفضل يسأل حياكم الله تعونتوا يا جماعة متأكدين اللي يتخن ويطلع على اللايف يبندولة يعطونا بلك الأكاونت ما لا؟ خلص خلينا ما بلاها الزقارة ولا أنه يعطونا بلك بعدين حرام طلبيات الناس بعد من ش ناس؟ WXW03 حياش الله ختم نوره العمر كله يا رب الله يسلمش يا رب الله يسلمكم على كل هذا الكلام الحلو اللي الواحد قاعد يسمع منكم أحس كلنا الرسامين كاتبين بعد مدري اوكي معقولة نفس الشي عندش نفس الموضوع هذا؟ اوكي فهمت قصدش موضوع الأطفال ايه ايه صح معناته صح اللي حاجة هذا اوكي أنا ما عاقعدك يسهل الموضوع هذا لأن نفس الشي بعد يجبه انه محذور انه يطلع انه على اللايف يعني تطلع ولدك او شي معناته صح الحين فهمت ليش طيب خلاص ما لازم اصلا انا بحب التدخين يا جماعة الخير يعني ليش تسون اشاعات شذي من زين انا رسامة وكاتبة ما شاء الله والله شي حلو شو تكتبيني يعني مثلا شو اي مجال تكتبين بالضبط اوكي اوكي اه انت تدخن يعني ولا شي سالفة دخلت بالصطفة ايه انا يعني ادخن فمن شوي عد صار لفترة قاعد اشتغل في ال كنا نشتغل في الريزن فاخد فترة طويلة قاعد اشتغل وشذي فلما خلصت عد قلت له ما انا يعني سمحوني محتاج ان انا ادخن يعني فلما كنت ادخن حد من الاخوات قال انه اذا شافوك تدخن على اللايب يعني بيعطوك بلوك حسابك فاعد هذا اللي انا كنت اخوضه روايات وخواطر فقط حلو ترا شوفي يعني في الادب ما نقدر نقول انه شي افضل من شي لان الحين حتى الترتيب مثلا احنا عندنا مثل القصة القصيرة الرواية لان الرواية تكون عادة اعماق لان بحكم ان الرواية القصيرة يعني انت عندش الفصول في حد ذاتها العمق الرواية بحكم طولها بحكم امتداد الفصول المقدمة مش عارف العقدة الحال ان الاخر التسلسل هذا ولكن ما نقدر نقول ان الرواية ليش ممكن انا اكتب رواية نص نص انت تكتبين قصة قصيرة وتتفوقين فيها فبالتالي تصبح قيمة القصة ولونها قصيرة لكن اكبر قيمتها من الرواية فيعني شوي شوي كذا ان شاء الله ممكن بعد التطورين نفسي تدخلين مجالات ثانية انت تدخن يعني او اه اوكي هذا التعليق اللي من شوية تمام خواطر اوكي معنات انت بعدش صغيرة يعني بعد سن المراحقة بشوي بداية الشباب طالما بعدش تكتب خواطر خلاص الواحد لما يكبر ما يكتب خواطر الخواطر والشعر تحديدا خاصة اذا الشعر غزلي او شذي يعني شعر رومانسي نزل في سن معين اعتقد يعني انه في سن ليه طبيعة معينة حتى لو كان غزل لما الواحد يكبر لان عندنا نزار نزار قباني يعني خلنا نقول يعني مدرسة حب الشعر الكبر زار قباني يعني الحد ما كبروا ناس كثير بس طبعا بيختلف اكيد النزج لان شكل الحب الواحد صغير غير عا لما يكبر اه بغيت اسألكم حد يحب القراءة حد ليه في القراءة يعني تحبون تقرون الشديه عندكم ميول تقرون شي معين حياك الله ما لحق اقرأ مزد ون ايت سبن والله كني مش يبدل اما الاول لتجر حروف قاعدة تجر حروف ما اشوف عدل بعيد هذا استاذي شحالك الحمد لله او حياك الله الحمد لله على السلامة انا الحمد لله اختي انتشلوني شو ان شاء الله تكونين طيبة يا رب حياكم الله اللي دش هو الحين جديد انا كنت اتكلم عن نقطة القراءة هل في حد فيكم يحب الكتب حد عنده هواية القراءة يعني تقرون شي معين مجال معين في اي مجال لا 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 ان في حد يكتب خواطر انا ما كنت احب هالشي بس استعلمتنا في هالمجال وتخرجت ودخلت جامعة ابدا ما حب اقرأ ابدا ما تحبي تقري ابدا اه اوكي هو بامانة فعلا للفترة هذي اعتقد انه نسبة القراءة قلت كتير هي من قبل يعني كانت نسبة شاحة خاصة بدولنا احنا يعني احنا دولنا ما عندنا ثقافة عميقة ثقافة ادبية او خلنا نقول او حضارة ثقافية يعني بالمعنى اللي هو يعني هي والله صرت متفرغة وصرت اقرأ كتب والله صرت شو اللي تحب انتقرين اي مجال يعني انا احب اقرأ كثير احب اقرأ باشياء مفيدة واتابع حساب بسابات على تويتر لان الاشياء المهمة تفيدني دائم والله هذا شيء حلو القراءة في حد ذاتها ايضا وممكن تنمي حتى مهرات الشخص في مجال عمل ومش ممكن هو هذا اكيد يعني الانسان يعني كلما قرأ اكثر كلما كان عنده مجال خلنا نقول انه يزيد لانه في النهاية بونس عنده نقاط نقاط وقاعد يزيد يعني اه حبيبي اللي ما يقرأ فيكم يعني انا انصحكم تحاولون حتى لو بشي بسيط القراءة تفتح المخ المخ هذا تدرون مثل شنو صاير يعني شو اشبه لكم الحين انت عندك شي مبند شايفين اللي هو العاب الحظ مثلا اللوتاري او الشغلات اللي كل مرة مرحلة ينفتح المرحلة اللي بعدها هو هكذا القراءة تفتح عندكم زوايق مخكم احنا مخنا ما كله مستخدم ما كله مفتوح ويتفاوت من شخص اخر يمكن تتذكرون كان فيه فيلم امريكي من فترة صارت اقرأ كتب علمية وكتب ثقافية متنوع حلو حلو اصلا كلمة مثقف والمقصود فيها ان شخص عنده اطلاع حتى لو بقدر بسيط من جوانب عنده في الحياة يعني هذا هو مفهوم لما نقول ان شخص مثقف فالقراءة جماعة تفتح كل مرة جزء معين من المخ تعطيك ابعاد جديدة عوالم جديدة تخليك تتعرف على ثقافات على حضارات على اشياء ما كنت تعرفها القراءة شي مهم جدا الفرق ما بين الشخص اللي قاعد احنا ترى البشر انا مقسمهم عندي عدة انماط طبعا انا عندي في الشغل القراءة غذائي الروح احسن طبعا اكيد يعني انزل اه اوكي اللي قاعدين ينضموا اعتقد ان الناس تدخل وتطلع تدخل وتطلع ناس تدخل وتشوف اه يخترعوا يطلعوا مرة ثانية انزل البشر انا مقسمهم هي مجموعة من البشر اللي هم اغلبية البشر ينتموا لهم مجموعة فور سيستم بيبول اللي هم قرر السيارة هذي لحزب قرر السيارة بمعنى اهو مسيستم حياته او حياته مبرمجة مخم برمجة على اربع شغلات يأكل ينام يتكاثر وتكرمون يدخل دورة المياه يعني غير شذي اهو ما في شي طبعا انا ما اقصد شذي انه يروح يتصوق ولا ما ادري انا ما اقصد انا اقصد فحياته ما يسوي شي او هو يقعد من النوم يأكل يروح يشغل ما ادري كذا يجي بيته عائلة تكتك هو حياته ما فيه شي يعني انا لما رحت الكويت ورجعت طبعا السنوات اللي عشتهم في الكويت غيروا حالي يمكن بعد لعبة فترة قاعدتها بروح في الكويت اشتغلت كذا مهنة غيرت كذا شغلة احتكت بجلسيات المكس هذا ايضا يعطيك شوي ابعاد ففترة الكويت لعبة دور غيرت حياتي 180 درجة لما رجعت هنا عمان الرافع الشباب اللي دارسين مع بعض شدي يعني اتفاجأت يعني انا تركته جيت لقيت نفس الشي جلبية نوم قاعد على الكوفي شوب مو كوفي شوب قهوة بعد ما كوفي شوب يعني ما ما وصل قاعد ورافع ويلي على الكرسي اللي جدام والوزار مدلدل والشيشة ويلعبون جنجفة واللي هي الورقة أو بتة ما ادري شي يسمونها فهي في النهاية انا تركتك مثلا من مادر 15 سنة مادر كم ييت لقيتك على حطة يدي مثل ما يقول كواتيين يعني او ما يجل انت عن شو تتكلم يعني انا من سنة لسنة ايشوف كم كتاب قريت وحس انه ما مقتنع وهالسنة ما قريت كتب نفس السنة الماضية وخلافة وكذا الواحد يشوف يعني قاعد يتعلم وقاعد يدخل شخصية وقاعد يزيد انا احب اكون ملمة بكل شي واقرأ بكل بشكل عام في السوشال ميديا بس ما حب امسك كتاب افا الكتاب الكتاب لما يكون شي دي انا كل ما يكون الكتاب اقدم كل ما كان الريحة هذه ريحة الكتاب بالنسبة لي براوش الحين عندي كتاب شريته من على الرصيف قديم ومستعمل وتفاجأت لما عرفت كم عمر صحيح تنمي الاقل لكن واجب اختيار الكتب الصحيحة ما فهمت شو المقصود بالكتب الصحيحة يعني انا معي جدول مهم جدا من اليوم اخاص الساعة للكتب واو 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 والله هذا شي احسب لش يعني اعني شبوعة قلت الفرنسي نخلع لش القبعة هذا حسب لش شي وايد حلو كم سنة جلست بلكويد تسع سنوات احس الكتب الورقية لا تتعوض ابدا بالالكترونية اكيد طبعا هذا اكيد براويكم بس شغلة اوكي انا عندي مكتبة متواضعة كانت عندي مكتبة اكبر قبل الورح لكويت ولكن للأسف لما صار اصار جونه الاهل كانوا قاعدين يصطين البيت وكذا وراح كل شي المهم تشوفون هذا هذا انا شريته من مصر يمكن بربع جنيه او شي من هذا القبيل شكله حتى مهم لان حتى الريال قال لشي لأي شي لما جيت تفاجأت انه رواية اميرة المندلس فاكرين المسلسل ملوك الطوايف تذكرون اللي هو شخصية ابن عباد ايام الاندلوس لما اخر شي بيطيح الملوك ما لهم تذكرون هالمسلسل هي هذه المسرحية الكاتبة احمد شوقي مطبوعة سنة 1932 يعني الحين كملت بالاصح واو يعني ثمانية ثمانين تسعة ثمانين سنة هذه عمرها يعني حتى طباعتها تشوفون قديمة حيال يعني التغليف مالها تشوفون اوراق وائد قديمة يعني فهذه شغلة يعني كنت محظوظ لقيتها على الرصيف يعني شاريها بشي لا يحسب يعني في كتب ما تستحق القراءة القراءة نهائيا وفي كتب فيها نماذج تعلمية وإلخب بعد ما فهمت شو الكتب اللي ما تستحق قراء نزين يعني خلينا استفيد في هالنقطة نزين عطيني أقرأ من استاذ الكتاب هذا قصدش معرف شلون أعطش إياه تحفة ما شاء الله هو بصراحة يعني أنا بالنسبة لي وائد أعتز بالكتب على فكرة أنا عندي في شغلات يعني ممكن ما أغفر لها للشخص نهائيا مرة ما تقبلها يعني مثل أي شخص في شغلات ممكن لو حد سوى نسامح وشغلة ما نسامح في شغلتين عندي ما نسامح عليهم أبدا أو ثلاثة شغلات خليه نقول رقم واحد لو حد خذك كتاب ما رجع ممكن أقطع بي علاقتي فعليا شخص يأخذ كتاب ويضيع أو يقول لي مثلا والله ولادي ما أدري شنو شي من هالقبيل أو ضيع أو انقطع أو طاح ما تقبل هذا الكتاب عندي أولا الكتب يعني أتعب حيلا ما اشتريهم أنا كنت في مصر شاري حوالي 49 كتاب تقريبا شكيو لي حتى مشكلة في الشحن حتى منهم سلسلة كاملة من أحمد خالد التوفيق يعني جاي الموسوعة كاملة على بعضها ثمان مجلدات كل مجلد هالمتن يعني شي فضيع فعليا فلما يجي حد يأخذ كتاب ويضيع بعدين كتب عندي من سنين من أيام الدراسة من المدرسة والسلاسل كاملة يعني فحلو كذا أوكي عاد أنا أقعد أقول حياك الله فلان تودش وبعدين يلقى تقرير أعتقد أنهم يطلعوا ما أدري يعني أوكي هو يبين فوق طالع علي أنه مثلا ستة أون لاين أوكي بس فهمت وين مثل يجي كتاب في أشياء مخلة للأدب ما أريد أقول أسامي الكتب وهذه تعلم المراهقين يسوي أشياء محرمة أشياء مخلة بالأدب مثل شنو يعني أنتو قلتلي بنت تقريبا صح ومزين ما كو أحد اليوم ما يعرف ما فهمت يعني شو المخلة بالأدب يعني كلام حب كلام عن الجنس كل حد عارف الحين أي بند في أي بقعة في الدنيا فهم كل شيء كان على أيام من الجيل القديم يمكن إيه لما يطلع فيلم لا تطلع ما أدري شنو وش ذي ونحد سوا كان زمان الحين كل حد تفاهم شيء يا جماعة الأخلاق والإحترام مش بالأشياء اللي حنتكلم عنها هنا المرأة الشريفة مثلا خلينا ونتكلم بحكم من الموضوع حساس عندكم أنتو أكثر بالنسبة لأنصر نسائي شرف المرأة هنا الأخوات الموجودات سمحوا لي بقول هالشي أكيد هم عارفين أن مش نفس مال موضوع اللي أعرفين في دولنا العربية في الميدل إست أن شريفة يعني شذي في نساء أصلا الموضوع ما موجود وهم شريفات جدد فبالتالي إحنا ما قاعدين نقيص على شيء مثل هذا مخلة بالأدب الموضوع نسبي يعني حتى إحنا عندنا في عمان الحين المشكلة اللي قاعدة تصير كل ما يصير شيء يقولون ما عاداتنا وتقاليدنا شوف هذي شيء تسوي مثل هذي اللي سجنوها الحين ما هذي من نسامي من أول الحكم علينا ما تستخدم تقريبا السوشال ميديا حبايبي شنو يعني عادات وتقاليد عادات وتقاليد تعريفها بكل بساطة يعني أنا سويت شيء وولدي قلدني وهكذا والعملية تابعية إحنا الحين في مجتمعنا وفي أي مجتمع ثاني العالم قاعد يتغير أبي كان يسوي شيء أنا أخط أشياء وتركت أشياء وسويت أشياء جديدة وولدي بيجي بيسوي أشياء وبيجدد عليها وأشياء ما بيسوي ها تمام الحين ما بيأقول لكم نفس المحافظة ما بيأقول لكم نفس الولاية ولا نفس المدينة بأقول لكم نفس القرية بيتين من بعض هذا عند عادات تقاليد مختلفة وهذا عند عادات تقاليد مختلفة ليش هذا يمن صوب وهذا يمن صوب إحنا عندنا في عمان مثلا القبائل مختلفة أكيد أي حد عماني عارب أو من الخليج عاربين هذا الشيء هذي الأصول هم من وين طبعا موس سالفة عماني ولا معماني ما تكلع من شيء بس كل حد جاء من وين يعني مثلا حد أصول نعم مثلا ولا جين أصلا من اليمن حد أصلا مثلا كان من السعودية أو من دولة فبالتالي كل حد جاء معه عادات وتقاليد أشياء معه في الزواج بغيرة بغيرة اثنين أخوان خلينا نقول توأم حتى تبك الكوبي شبه بعض هذا يطلع عند عادات وتقاليد مختلفة أنا لا دخوي بيطلع شديه لا يمختلف تماما فبالتالي عن أي عادات وتقاليد وعن أي مثلا إحنا شعب محافظ حبايبي الصح والغلق ممشود في كل مكان يعني في معي أقدم كتب لوالدي كان يقرأهم من كثر ما إنهم قدام بيتقطع الكتب لون راح الولد بقت كتب واو يعني هذا أنت والله ورث إرث إرث فني إرث ثقافي فعليا وأدبي يعني أنت تتكلم عن شنو يعني تحافظ عليهم الكتب هذي لأ عملون بحث يعني مثل باترين أو كذا شغلة بزجاج بحث النم الإغبار وهذا والله هذا شي أنت محظوظين فيه الله يرحم يعني والدش المهم معي سؤال عادي أقرأ كتاب اللؤلؤ والمرجان اللؤلؤ والمرجان هذا جن ولا كتاب جنس ولا كتاب مثل ألف ليلة وبس فيه مصطلحات جنسية صريحة شو بالضبط شو اللؤلؤ والمرجان أوكي شو بالضبط تعرف كتاب الغزالي همال سحر الغزالي العدل بالعكس كل الكتب فيها أشياء نافعة أكيد شو حبايبي النافع والضار يختلف من شخص لشخص كل واحد على حسب وشهة نظر قاعدين عشرة نشوف فيلم واحد بيقول الله الديكور وايد حلو وما الفيلم واحد بيقول ما ادري الصورة وايد حلوة المنظر المصورين في واحد يهدكل هذا يقول ريول البط شوف ما تفاهمين اللي يعني هذا ما في شيء مخلب الأدب مستحيل أنمي ثقافتي بدون أتعلم اقرأوا للدكتورة رانيا وهي دكتورة نفسية جوها بنات مسوين اللي يقروا من قصص خيالية وعرضت كتب مكتوب فيها بما أن تم تصريح الكتب ونطبعت خلاص ما في نقاش كل واحد ياخذ اللي يمثل ثقافته ونفسه عادي وتقاليد عبارة عن تقاليد أعمى ما ادري لي يقدسون العادات والتقاليد عقدة بعيدة عنكم يعني وللأسف بعضهم يهتمون لها أكثر من اهتمام بالدين العادات والتقاليد صح نحافظ عليها لكن نحن صرنا نعرف إذا ناسبنا أو لا جن جن وطلاص الله واو عد أنا يعني عندي هوس أو حب كثير هذا ما يسمون أدب ما وراء الطبيعة عندنا الدكتور أحمد خالد طافيق الله الرحمن اللي قاعد أقول لكم شارية الموسوع عمالة الكاملة اللي هي ثمان مجلدات هذا أول عربي كتب في اللي هو المتفزيقي علم المتفزيقي اللي هو موراء الطبيعة اللامعقول هو غايدة تناول أمور الجن والأمور الشدي بشكل طريف جدا وبشكل حلو كثير من زين أنيس منصور الكاتب المصري هذا أنيس منصور تكلم عن الظواهر الخارقة عنده كتاب اسمه عودة الروح عند الذين هبطوا من السماء والذين عادوا من السماء اقروا الثلاث كتب هذا راح تنصدموني يعني فعلا موضوع شوفوا موضوع الصح والغلط والكتب وإنه هذا والله الشيء مثلا خادش ولا الشيء ما أدري شنو وهو في النهاية كل واحد على حسب ثقافتها موضوع العادات والتقاليد مثل ما الأخذ كانت تتكلم يعني ناس تدق فيها وما أدري شنو عندنا هني تحديدا اللي حاصل كالتالي أنت مختلف عني ما أتقبلك لا موجود هذا الشيء عندنا لاحد يقول لنا لا ما موجود ما تشير موجود إذا أنت مثلا تلبس طريقة غير ما أتقبلك والمصيبة الطالة الكبرى أن لما أنا ما قدر أسوي نفس الآخر أصير أطلع في عيوب وانتقدر يعني مثلا بنت أنا أتكلم من منطلق وظيفة حتى كـ HR وانجر يعني وكذا ف بنت مثلا وضعها الاجتماعي وضعها البيئي الأسري ما يسمح لها نتحط ميكاب هي بالكثير صابون نكثر خيرا أنا قاعدة تستخدم أصلا صابون على ويها تمام بيتهم شذي بيئتها يعني أهلها ما يسمح لها بشيء أكثر من شذي وحدة ثانية لا في اللبس فتلاقي هذا لا إراديا هذا العقل الباطن هذا حقيقي أنا ما قاعدة أتكلم مجرد فلسفة يعني العقل الباطن خلاص يبتدي يسوي إسقاط على الأخرى شوفوا هذي ما أدرك كذا شوفوا هذي ما تستعلم بس هي على فكرة من داخليا هي تتمنى عندي بنات يطلعون من البيت لابسين شيء يجون الدوام لابسين شيء آخر في البيت هم مثلا لهم وضع فهذي مشكلة مصيبة ما أقدر أسوي فأقعد أنتقد الحين واحد يطلع هو زوجته يصور على التكتوك يا أخي أوكي معلش يعني طالع نايم معها أوكي هو راضي يصور زوجته أنت شو مشكلتك يا حبيبي إحنا ما كلنا نفس شيء يعني ما كل العمانيين أحمد المعماري عندنا في علم النفس علم الاجتماع شو قاعدة تقول إن أنا يصير أنا أخصص كلمة هو عام ولكن ما أقدر أعمى بكلمة هو خاص يعني لو قلنا على سبيل المثال كل شخص في عمان مثلا عنده مثلا جواز لون أحمر إذا أحمد المعماري عماني فطبيعا يكون عنده جواز إحنا ما كنا نفس الشي في ناس ما محجبة في ناس عايشين مثل أجانب في ناس مفتحين في ناس يأكلون بشكل وسكين في ناس قاعدون على الأرض وفي ناس يلبسون شذية يا حبيبي خلاص هو شذية قبل ليش دائما ينتبه الناس تبك الكوبي ليش كل شي هذا ما من عاداتنا تشوف مطلع زوجته شوف هذا طالع يقول ليش ما تتكلمون عن يطلع بوزارة فانيلة يعني الحين لو ما واحد يطلع لي بوزارة فانيلة وحافي ولا واحد يأكل يلحس يده ولا يمسح الوزار حبيبي إذا تقولون يضر البلد ويضر السلطنة هذا اللي ضر السلطنة يعني أنا براي هذه سمعة الديرة ما مادري مين يسموها فدوى سلام ذي مثلا طالع ما مادري اللي قلط بالضبط وصارت ضجة والناس ويقولوا تستاهل وتستاهل يعني تجاوزت تكلمت في شيء أوكي طبيعة الحال من حقهم إنه مثلا تعاحد أو شيء نبهونها إنه ما يصير خاصة شخصية مسؤولة أو مشهورة أو إلى آخر بس في النهاية بعد إحنا ما نينس لأن في النهاية ترى كل واحد عنده شيء غلق مثل ما قال أخونا هتلر الله يرحم كلنا في التدريبات اللي أسويها عنده تدوام ماكو حد سيء كامل ماكو حق يعني إحنا لا ملائكة ولا شياطين إحنا عندنا شويش هذي وعندنا شويش هذي تمام فخلاص يعني نتقبل الآخر وكل شيء حلو يعني في النهاية إن زين هذا الكتاب هذا الكتاب يتكلم عن ولوك الجن إذا أخدت لأن في يا ريت والله إذا أطاني يا ريت خلينا نشوف الجن وش بي يسوي أنا عندي مثلا أختي لما تشوف نمل تقول إن هذا محسودة وأنا لما أشوف نمل أرشب في باف ويروح النمل تمام هو نفس النمل يعني سبحان الله خلينا نتكلم عن موضوع ثاني حسبالي تقول غير الجن يعني قلت يمكن صار سبنس وشذين صحيح موجود للأسف حتى الأهالي صارين ما يتقبلوا إنه بينهم ينفرد فكرة اللي حبها ويكون مختلف والله للأسف يعني صح كلامك أنا شوف بنات بالبيت غير وبالدوام غير يا ريت من زمان أربت حسابك كلامك صالفك حلو على رأسي والله يعني هو كل شي في وقته على رأي عبد المجيد كل شي في وقته حلو ما أدري تذكرون هاي الأغنية يعني عبد المجيد من المدارس الفنية فعلا فنان قدير بمعنى الكلمة أستاذ أحمد المعمري كلامه درر على رأسي والله يعني شوفوا يعني سالفة جرة سالفة يعني مثل ما يقوله على الله بس الصبح ما تصطفي للدعاء العام الإنسان ما معصوم عن الغلط والله يفرج هم هفد وسلام إنما اليدل موجود في البيت جن عائل أختي تقول هذا تقول شي يسمونه محصودين لا والله جن أوكي أختي ثانية تسوق السيارة 14 ساعة تمام ما شاء الله عليها يعني الله أعطيها الصحة والعافية فتقول لي شوف المطوع يعني قالها أو مطوع حرمة قالت لها إن الين يعني طاقها صافعها أو شي دي فتقول لي شوف أحمد حتى أصابع الين من بينه يعني موضوع السيارة ما لعلاقة أنا رقبتها تعاور راه بس دائما عندي في الشغل مثلا تيجي تقول لي يعني أنا HR مانجر وكنت فترة أيضا ماسك الكول سنتر قسم كل لبنات عندنا لا والله ما متزوج وعمري 44 سنة أنا عانس تشوف لي حد يالله يدي على كتكم يعني مثل ما يقول انزل عفو يعني فتيا تقول لي مثلا أستاذ الكمبيوتر ما يشتغل خلاص هي وقفت اقولها ماما الكمبيوتر طفى في سبب يا الواير تبطال يا الكهرب فصلت يا في شي وفعلا أي عادة ان هي بريلها قاعدة تتحرك ريلها مثلا تلعت الواير من الكابل من الكهرب وهي ما منتبها ماكو شي اسمها توقف وخلاص ماكو شي اسمها نمل النمل جاي لسبب ان انا محطي ورد وزراعة قدام الباب فالنمل قاعد مثلا حسد يعني الحسد من نمل واحد يقول انه النمل يستشعر الطاقة السلبية ويجي يدخل لك البيت هذا على فكرة علم موجود علم الطاقة انا اؤمن فيها واخذ الموضوع نسبي ويعتمد على حسب ما انت تؤمن فيه وعلى حسب الطاقة لاني حتى علم الطاقة كلها محتمدة على ايمانك اكثر بالموضوع يعني لاعب دور فيه طاقة سلبية اكثر ما هو يعني مثل ما تقول طاقة ولا مثلا حط يدي على شخص مثلا ويقول كلمات معين فالشخص هذا يروح الوجع يعني شذي النزين النمل ما يدل على شي نمل ولقى بيئة ناس بيعيش فيها اي هذا اللي انا اتكلم فيه يعني نشوف السببب يا جماعة بس احنا اصر ابو جهل ذا حرام خلاص خلاص ونطلع منا نمل ارش رفليت النمل جاي لسبب معين يا زرع يا شاف شغلة مثل ما اتفضلت وهكذا يعني تمام كثرة النمل تدل على وجود الجن وبعندي هالكلام تمام حلو حد فيكم يخاف من موضوع الجن يعني يمكن حلاوة ومكان ونجيه فعلا لا اومن بهالشي ان نمل معنا جن احس مو منطقي والله يعني على حسب كل واحد يعني هو في النهاية الشخص تلعب دور انت شنو تؤمن انت بشنو مقتنع شنو رؤيتك حق الشيء يعني شيء موجود معناته لسبب زمان وإحنا صغار مثلا عندنا سكيك معينة في مناطقنا من دشها ليش هذا في نانو مثلا هذه السكالات روح وإحنا صغار فعليا أنا أقولكم يعني حتى لان كبرنا شوي عندنا شوارع أو سكيك معينة مثلا في حوارينا ومناطقنا ما نمشي في مثل لين خلاص هذا في شري هذا في شري أهو لا في عفارية ولا في بطيخ ولا في أزرق حتى يعني أهو خيالك ومثل ما يقولون يعني اللي خاف من العفارية أنه أكيد يظهر له أو أنت شو تقوله يعني إذا أنت اقتنعت بالشي رح يصير عقلك الباطل يعني من أيام كنت تحضر محاضرة الشي يتكلم يقول أنت لو دشيت على جوجل وكتبت ما أذكر شو المثل اللي كان يستخدم على سبيل المثال أكبر دولة مثلا أطاك أكبر دولة مساحتها نفترض مثلا الصين ومساحتها إلى آخر تمام قال لك لو رجعت كتبت مرة ثانية مش أكبر دولة شو يعطيك جوجل بيعطيك نفس الشي أكبر دولة لأن هو يخضع الكلمات الأساسية الكلمات الدلالية الدلالية فيقول أن المخ لأقل الباطن هم نفس الشي إذا أنت تعيش واقع وتردد واقع نفس الشي خلونا نشوف شغلة ثانية المرأة أتكلم ولا بالتسبوغي باتل الصبح وراي دوام يا جماعة وعنده طلبيات ريزل أوكي المرأة مثلا لما تؤمن أنه من حق زوجها أن يتزوج عليها تربل أن يجيب لها ثلاث فوق راسها متشاركين في تيكسي يعني كلا تعتقدون هذا الشي طبيعي أنا ما أتكلم أن يحق لما يحق لأنتكلم المرأة يعني الحين لما أنا كرجل يعني أنا أعتبر نفسي نوعا ناشط يعني في حقبة ما بزمن ما يعني كنت ناشط شوي على الإنترنت وهذا لما أنا أدافع عن حق المرأة السعودية في سواقة السيارة وجيني سعودية وتقول لي لا إحنا المرأة غير مؤهلة والمرأة غير الكفء والمرأة ما أدرك كذا والمرأة دافع عن حق المرأة والمرأة فهذا اللي نتكلم فيه اللي يخاف من اليني بيطهر له هذا تقتنع بشغلة عقلك الباطن ترددها ترددها ويقول لك أنه لازم العقل الباطن يستوعب الفكرة 80% بيصبح واقع بتعيشه نفس من فيكم ما عنده شايب أو عيوز في البيت لما يودونها المستشفى إذا ما مقتنع بالعلاج ما مقتنع بالدكتور ما يصير فيها شيء تاخد أدوية ما لها أول من تالي وما نتيجة ما بسي نتيجة ليش العامل النفسي لاعب دور نفس الشيء لما كنت أخذ دورة عن الماركتنج يعني الانلاين ماركتنج يقول 65% و60% تقريبا من اللي اشتروا من عندك عالتغليف شو رايكم فيها الحقيقة عالتغليف ايه فعلية ذات القلب أبيع عبدك كان بمية بيسة وأبيع في سنتر بوينت مبلغ وقدرة سنتر بوينت يعني انزيل خلينا نشوف التعليقات الحمدلله انك جلست في الكويت 9 سنوات والحمدلله فتحت تيك توك وطلعت فجأة غيرت نفسيتي بتفكيرك الجميل ايه شوفي انا عندي مقتنعك شغلة ودائما حتى اقول ان عندي بنات دائما يعني بدوامي بنات فدائما الحوارات هذه تصير يعني بستبع كل شخص يا جماعة مثل ما قال أخونا هتلر قبل شوية الله ارحمه انزل تاوحد يدخلي يقول يش تقول الله ارحمه كل شخص ترا في شوية حلو وشوية وحلو لو قدرنا نشتغل نطلع حلو من الاشخاص اللي قدامنا هذا هو خلنا نقول يعني الهدف الاسماء اللي نبين وصل له فلان هذا مثلا سيء وسو وسو بس اكيد انت شغلات حلوة لماتيني واحدة مثلا تقول استاذ ابي مثلا اخذ رايك والله زوجي وعندي مشاكل في البيت وشي بيسوي كيت وكيت وكيت اقول هش نو الترينج اللي خليه تسوي تمسكين ورقة تكسفين ها نصين تمام بالطول عشان يعني ويه وظهر كتبي هني ايجابيات وسلبيات كتبي ايجابيات رايي ليش وسلبيات بعدين تشوف اللي كتبتي هل هتا قامس بعدين اتكلم اقول مثل المدير شو الموظفين هالحين اتيو تقول نبي اجازة الطرارية رفضت الاجازة الطرارية خلاص نسيت كل اللي سويت معكم هالسنين فقعد انا ضحك البنات وش ذي وهذا يعني مزن فهني الموضوع مثل شخص كويتي كان مرة يتكلم يقول ان انا شخص غني بغيت ابيع بيت وعندي رفيجي دلال دلال هو سمسار عقارات او يعني وسيط عقاري او شذي يسمون دلال بالكويت فيقول دقيت على رفيجي الدلال قلت لها فلان تعال ان ابي 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 البيت مالي وشذي يعني وابي كتنز قال لي خلاص بيك يقول اكتب شوف شو مواصفات البيت فيقول لما نية قاعد تقول لها الطابق الارضي حم مسباحة والله مثلا جاكوزي ديوانية المهم الطابق الاول الثاني الاخرة فلما نخلص قال اشوف عدنا بقرالك اللي كتبته علشان تشوف لو انا نسيت شي ولا هذا يكون قبل اعلنك عن البيت قال لها اوك فلما قرال اللي هو كاتبة قال لها اقول لك فلان هو انت ما بي ابي قال ليش قال لي انا من وانا صغير من ايام ما كنت فقير كنت اقول لما بصير غني ابي بيت بهالم واصفات فهو ما مقدر الشي الموجود عنده فنفس الشي احنا كلنا عندنا هذا الجزء بس نشتغل عليه فلان هذا سيء فلان هذي احنا ياما غلطنا وناس سامحونا ياما غلطنا في حق انفسنا حتى وفلنا هي سامحنا نفسها فخلص اوكي نشوف وش الحلو في هذا الشخص تعال واحدة تقول لي مرة ستاف انا مش كلتي ملسونة شلون ملسونة قالت لي قالت المروانة صغيرة يسموني يوم ملسانين كلها وش كلها ناجر في جاتي وشاتم الناس وماعرف شو تعرفي فلانة قالت لي شنو ولو احد يتابعني او شاف الفيديو هذا من الناس اللي عندي في الشركة يتذكروا الموقف هذا ان قلت لها انت عندش ميزة معي قالت لي شلون يعني ميزة ان انا فلسان طويل واشتم وش دي لو انت صحفية الحين صحفية اللي هي مراسلة او انت جرائم او سياسية او يعني الصحافة السياسية شو اللي مطلوب مطلوب وحدة شرسة اللي هتقدر تاخذ الخبر وترك ضغر ما يترش المسؤول وتنزح الخبر منه لو انت مقدمة اللي هي البرامج السياسية او حتى البرامج الفنية احيانا لان يحتاج المقدم او المذيع هذا يكون شخصية يعني مثل ما يقولوا الاجر على الله يعني انه يمسك السياسي يعصره يعني يطلع اللي عنده حتى احنا لما نشوف برامج احيانا خلاص المذيع هذا ما يكن حد يخاف انهم يجون مثلا فنان نفس الشيء فهني هي استغرابة من اقل الهياء معا هي نفس الشغلة اللسان الطويلة والشخصية المتسلطة والشخصية النسرة مثل ما يقولوا يعني هي نفس الشغلة ترى نقدر نستخدم بشكل ايجابي ونقدر نستخدم بشكل سلبي يعني اوكي قاعدة بتيك توك ولك وراي محاضرة ما طبيع يا جماعة حبابي الله يخليكم الحين الساعة تم الحين الساعة 4 و 4 عندنا بتوقيت السلطنة بليز اللي ورا دراسة اللي ورا دوام الله يخليكم روحوا ناموا ما بي اشي لدمكم تمام باتوا ان شاء الله اوعدكم ان الساعة 9 بتوقيت عمان ان شاء الله بطلع معكم تيك توك سوان على لايف عفوا سوان على التيك توك او سوان على انستجرام احتمال ببتح اليوتيوب بس ما نضلني يعني اوكي عندنا دعوة حق اللايف خلينا نشوف او اعليل اياك الله كيف اياك الحمد الله اذا مش بات شويت بتزادي بشي سبايا اه كيف اه بقول بقول بيض غلي كتير يا زنا اه فلسطيني ولا اردني اخوي انا فلسطيني كح ونعم فيك الحبيبي الله يسعدك من وان حضرتك اياك الله نعم الله من وان حضرتك انا من سلطنة عمان حبيبي سلطنة عمان مسقط سامعا مسقط سامعا السلطان قابوس انا مش عارف وين الله حطتنا انا والله ان شاء الله بتكبر والحياة بتعلمك اكيد يعني اللي ما بيعلم اهله اللي ما بيتعلم شي الحياة بتعلمه فان شاء الله انت بعدك طريق قدامك يعني بعدك طاوك صغير الحياة دروس انتم عمرك انا ام 13 سنة العمر كلك اكيد 13 سنة شو خلي انا حكي على البت هسه بان دوني عم تحكي ليش كد يا عمره لا ما 13 سنة كم عمرك يعني كم عمرك كم سنك قديش اه اه بديش احكي معك هسه فلسطيني قديش عمرك اي وحكي مع فلسطيني فلغتك خلص اه هس ثاني يعني بديش بس حبيبي بس ثواني بس خلك معي حبايبي مثل ما قلت لكم اللي عنده دوام عندهم محاضرات بعد ذلكم روحوا ناموا اصبحوا على الف خير احلام وردية ان شاء الله للجميع باشوا ان شاء الله الساعة تسع بتوقيت السلطنة بكون معكم لايف ان شاء الله بنشوف شو بيمكن نكمل المراية اللي اشتغلنا على الصينية اليوم باشوا ان شاء الله بنكمل ورشد ريزن صب ريزن وبعد ما نخلص بنقعد وبنسوالف وسوالف فنية تمام بيكونوا بعد باقي الاخوة اللي نطلعها وان شاء الله بيكونوا موجودين تمام فخليني اشوف الساعة تسع مثل ما قلنا انت بعدكم خالينا ما وراي شي بقدتي لا والله والدي صاحي اه الله تهلي ليش جوجو اه جوجو صح صح معيزا مش بدك في اللي ببعد تسع حبيبي معني يا بابا بابا معني بابا من وين انا عمر 44 سنة تمام يا اما انك تتكلم بحرام بابا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة